الشريط السابع الوجه الاول من كتاب صيد الخاطر للامام ابن الجوزي 93 تخليط العلماء والزهاد اضر ما على المريض التخليط او اضر ما على المريض التخليط وما من احد الا وهو مريض بالهوى والحمية عنه رأس الدواء والتخليط يديم المرض وتخليط ارباب الاخرة على ضربين احدهما تخليط العلماء وهو اما لمخالطة الابضاد وهو اما لمخالطة الابضاد كالسلاطين فانهم يضعفون قوى يقينهم كلما زادت المخالطة ويقدحون دليلهم عند المريدين فاني اذا رأيت طبيبا يخلط ويحميني شككت او وقفت والثاني تخليط الزهاد وقد يكون بمخالطة ارباب الدنيا وقد يكون بحفظ ناموس في اظهار التخشع لاجتلاب محبة العوام فالله الله فان ناقد الجزاء بصير فالله الله فان ناقد الجزاء بصير والاخلاص في الباطن والصدق في القلب ونعم طريق السلامة ستر الحال اربعة وتسعون يصف بعض شيوخه لقيت مشايخ احوالهم مختلفة يتفاوتون في مقاديرهم في العلم وكان انفعهم لي في صحبته العامل منهم بعلمه وان كان غيره اعلم منه ولقيت جماعة من علماء الحديث يحفظون ويعرفون ولكنهم كانوا يتسامحون بغيبة او بغيبة يخرجونها مخرج جرح وتعديل ويأخذون على قراءة الحديث اجرة الهامش فكيف بمن يأخذ الاجرة على تلاوة القرآن ويتخذ ذلك مهنة يعيش منها وقد نص ابن عبدين واقام الدليل على ان ذلك حرام كما ان خراءة القرآن بانغام الغناء كما يقرأ اليوم لا تجوز نص على ذلك فقهاؤنا انتهى الهامش ويسرعون الجواب لان لا ينكسر الجاه وان وقع خطأ ونقيت عبدالوهابي الان ماضي فكان على قانون السلف لم يسمع في مجلسه غيبة ولكن يطلب اجرا على سماع الحديث وكنت اذا قرأت عليه احاديث الرقائق بكى واتصل بكاؤه الهامش احاديث الرقائق اي ما يرقق القلب من الاخبار انتهى الهامش فكنت وانا صغير السن حينئذ يعمل بكاؤه في قلبي ويبني قواعد وكان على سمت المشايخ الذين سمعنا اوصافهم في النقل ولقيت شيخ ابا منصور الجواديقي فكان كثير الصمت شديد التحري فيما يقول متقنا محققا وربما سئل المسألة وربما سئل المسألة الظاهرة التي يبادر بجوابها بعض غلمان فيتوقف فيها حتى يتيقن وكان كثير الصوم والصمت فانتفعت برؤية هذين الرجلين اكثر من انتفاع بغيرهما ففهمت من هذه الحالة ان الدليل بالفعل ارشدوا من الدليل بالقول ورأيت مشايخا كانت لهم خلوات في انبساط ومزاح فراحوا عن القلوب وبدد تبديدهم ما جمعوا من العلم فقل الانتفاع لهم في حياتهم ونسوا بعد مناتهم فلا يكاد احد ان يلتفت الى مصنفاتهم فالله الله في العلم بالعمل فانه الاصل الاكبر والمسكين المسكين من ضع عمره في علم لم يعمل به ففاته لذات الدنيا وخيرات الاخرة فقدم مفلسا على قوة الحجة عليه خمسة وتسعون الخالق يمهل ولا يهمل سبحان الملك العظيم الذي من عرفه خافه وما امن مكره قط من عرفه لقد تأملت امرا عظيما انه عز وجل يمهل حتى كأنه يهمل فيرى ايذ العصات مطلقة كأنه لا مانع فاذا زاد الانبساط فاذا زاد الانبساط ولم ترعوا العقول اخذ جبار وانما كان ذلك الامهال ليبلو صبر الصابر وليملي في الامهال للظالم فيثبت هذا على صبره ويجزي هذا بقبيح فعله مع ان هناك من الحلم في طي ذلك ما لا نعلمه فاذا اخذ اخذ عقوبة فاذا اخذ اخذ عقوبة رأيت على كل غلطة تابعة او رأيت على كل غلطة تابعة وربما جمعت فضرب العاص بالحجر الدامر وربما خفي على الناس سبب عقوبته فقيل فلان من اهل الخير فما وجه ما جرى له فيقول القدر حدود الذنب خفية صار استيفاؤها ظاهرة فسبحان من ظهر حتى لا خفأ به واستتر حتى كأنه لا يعرف وامهل حتى طمع في مسامحته وناقش حتى تحيرت العقول من مؤاخذته ولا حول ولا قوة الا بله ستة وتسعون الاشتغال بالعلم مع ترقيق القلب تأملت العلم والميل اليه والتشاغل به فاذا هو يقول قلب قوة يميل به الى نوع قساوة ولولا قوة القلب وطول الامل لم يقع التشاغل به فإني أكتب الحديث أرجو أن أرويه وأبتدئ بالتصنيف أرجو أن أتمه فإذا تأملت إلى باب المعاملات قل الأمل ورق القلب وجاءت الدموع الهامش في قوله فإذا تأملت إلى باب المعاملات يريد المعاملة مع الله أي الذكر والعبادة لا معاملات الناس المعروفة في كتب الفقه انتهى الهامش فإذا تأملت إلى باب المعاملات قل الأمل ورق القلب وجاءت الدموع وطابت المناجات وغشية السكينة وصرت كأني في مقام المراقبة إلا أن العلم أفضل وأقوى حجة وأعلى رتبة وإن حدث منه ما شكوت منه والمعاملة وإن كثرت الفوائد التي أشرت إليها منها فإنها قريبة إلى أحوال الجبان الكسلان الذي قد اقتنع بصلاح نفسه عن هداية غيره وانفرد بعزلته عن اجتذاب الخلق إلى ربهم فالصواب العكوف على العلم فالصواب العكوف على العلم مع تلذيع النفس بأسباب المرققات تلذيعا لا يقدح في كمال التشاغل بالعلم فإني لا أكره لنفسي من جهة ضعف قلبي ورقته أن أكثر زيارة القبور وأن أحضر المحتضرين لأن ذلك يؤثر في فكري ويخرجني من حيز المتشاغلين بالعلم إلى مقام الفكر في الموت ولا أن تفع بنفسي مدة وفصل الخطاب في هذا أنه ينبغي أن يقاوم المرضى بضده فمن كان قلبه قاسيا شديد القسوة وليس عنده من المراقبة ما يكفه عن الخطأ قاوم ذلك بذكر الموت ومحاضرة المحتضرين فأما من قلبه شديد الرقة فيكفيه ما به بل ينبغي له أن يتشاغل بما ينسيه ذلك لينتفع بعيشه وليفهم ما يفتي به وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يمزح ويسابق عائشة ويتلطف بنفسه فمن سار سيرته عليه الصلاة والسلام فهو من مضمونها ما قلته من التلطف بالنفس فمن سار سيرته عليه الصلاة والسلام فهم من مضمونها ما قلته من التلطف بالنفس سبعة وتسعون إفاقة المحتضر أضرف الأشياء إفاقة المحتضر عند موته فإنه ينتبه انتباها لا يوصف ويقلق قلقا لا يحد ويتلحف على زمانه الماضي ويود لو ترك والتدارك ويصدق توبته ويود لو ترك والتدارك ويصدق أو يصدق توبته على مقدار يقينه بالموت ويكاد يقتل نفسه قبل موتها بالأسف الهامش أحسست بذلك كله مرتين مرة لما كنت أغرق في بحر بيروت ومرة لما أشرف بي المرض على الموت سنة سبع وخمسين وتسعمائة وألف للميلاد ووصفته في كتابي من حديث النفس ولو دام لي ذلك الشعور لكنت من الصالحين ولكني إن غمست في خضم الحياة فلم أعد أقدر على استنشاق ذلك النسيم أسأل الله لي ولكم المغفرة انتهى الهامش ولو وجدت ذرة من تلك الأحوال في أوان العافية حصل كل مقصود من العمل بالتقوى فالعاقل من مثل تلك الساعة وعمل بمقتضى ذلك فإن لم يتهيأ تصوير ذلك على حقيقته يخايله على قدر تخايله على قدر يقضته فإنه يكف كف الهوى ويبعث على الجد فأما من كانت تلك الساعة نصب عينيه كان كالأسير لها كلما كما روي عن حبيب العجمي أنه كان إذا أصبح يقول لامرأته إذا ميت اليوم ففلال يغسلني وفلال يحملني وقال معروف لرجل صلي بنا الظهر فقال إن صليت بكم الظهر لم أصلي بكم العصر فقال وكأنك تؤمل أن تعيش إلى العصر نعوذ بالله من طول الأمل وذكر رجل رجلا بين يديه بغيبة فجعل معروف يقول له اذكر القطنة إذا وضعوه على عينيك ثمانية وتسعون المتيقض يأخذ إشارات من كل ما يسمع ربما أخذ المتيقض بيت شعر فأخذ منه إشارة فانتفع بها قال الجنيد ناولني سرية رقعة فيها مكتوب الهامش قوله سرية أي سري السقطي انتهى الهامش فيها مكتوب سمعت حاديا في طريق مكة شرفها الله تعالى يقول أبكي وما يدريك ما يبكيني أبكي حذارا أن تفارقيني وتقطع حبلي وتهجريني فانظر رحمك الله ووفقك إلى تأثير هذه الأبيات عند سري أحب أن يطلع منها الجنيد على ما اطلع عليه ولم يصلح للاطلاع على مثلها إلا الجنيد فإن أقواما فيهم كثافة طبع وخشونة فهم قال بعضهم لما سمع مثل هذه إلى ما يشار بهذه إن كان إلى الحق فالحق عز وجل لا يشار إليه بلفظ تأنيث وإن كان إلى امرأة فأين الزهد ولعمري إن هذا حداء أهل الغفلة إذا سمعوا مثل هذا ولذلك ينهى عن سماع القصائد وقوال أهل الغناء لأن الغالب حمل تلك الأبيات على مقاصد النفس وغلبات الهوى ومن أين لنا مثل الجنيد وسري وإذا وجدنا مثلهما فهما خبيران بما يسمعان وأما اعتراض هذا الكثيف الطبع فالجواب أن سريا لم يأخذ الإشارة من النفذ ولم يقص ذلك على مطلوبه فيعتبره تأنيثا أو تذكيرا وإنما أخذ الإشارة من المعنى فكأنه يخاطب حبيبه بمعنى الأبيات فيقول أبكي حذارا من إعراضك وإبعادك فهذا الحاصل له وما التفت قط إلى تذكير ولا إلى تأنيث فافهم هذا وما زال المتيقضون يأخذون الإشارة من هذا حتى كانوا يأخذونها من هذا الذي تقوله العام هو يولقبونه بكان وكان الهامش كان وكان نوعا معروف من الشاعر العامي أي أنه كالزجل والموالية انتهى الهامش فرأيت بخط ابن عقيل عن بعض ما شايخه الكبار أنه سمع امرأة تنشد غسلت له طول الليل فركت له طول النهار خرج يعاين غير زلق وقع في الطين خرج يعاين غير زلق وقع في الطين فأخذ من ذلك إشارة معناها يا عبدي إني حسنت خلقك وأصلحت شأنك وقومت بميتك فأقبلت على غيري فانظر عواقب خلافك لي وقال ابن عقيل وسمعت امرأة تقول من هذا أي الكان وكان كلمة بقيت في قلقها مدة الهامش القلق منها والتفكير فيها انتهى الهامش قالت المرأة كم كنت بالله أقل أقل لك كم كنت بالله أقل لك لذا التواني غائلة وللقبيح خميرة تبين بعد قليل قال ابن عقيل فما أوقعه من تخجيل على إهمالنا لأمور غدا تبين خمائرها بين يدي الله تعالى تسعة وتسعون مراقبة الله وترك الترخص أمكنني تحصيل شيء من الدنيا بنوع من أنواع رخص فكنت كلما حصل شيء منه فاتني من قلبي شيء فكلما استنارت لي طريق التحصيل تجدد في قلبي ظلمة فقلت يا نفس السوء الإثم حزاز القلوب وقد قال استفت نفسك فلا خير في الدنيا كلها إذا كان في القلب من تحصيلها شيء أوجب نوع كدر وإن الجنة لو حصلت بسبب يقدح في الدين أو في المعاملة ما لذت والنوم على المزابل مع سلامة القلب من الكدر ألذ من تكاءات الملوك وما زلت أغلب نفسي تارة وتغلبني أخرى ثم تدعي الحاجة إلى تحصيل ما لابد لها منه ثم تدعي الحاجة إلى تحصيل ما لابد لها منه وتقول فما أتعدى في الكسب المباحي فالظاهر فقلت لها أوليس الورع يمنع من هذا قالت بلى قلت أليس القسوة في القلب تحصل به قالت بلى قلت فلا خير لك في شيء هذا ثمرته فخلوت يوما بنفسي فقلت لها ويحكي اسمعي أحدثك إن جمعت شيئا من الدنيا من وجه فيه شبهة أفأنت على يقين من إنفاقه قالت لا قلت فالمحنة أن يحظى به الغير ولا تنالين إلا الكدر العاجل والوزر الذي والوزر الذي لا يؤمن ويحكي اتركي هذا الذي يمنع منه الورع لأجل الله فعامليه بتركه وكأنك لا تريدين إلا تتركي إلا ما هو محرم فقط أو ما لا يصح وجهه أو ما سمعت أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه أما لك عبرة في أقوام جمعوا فحازه سواهم وأملوا فيما بلغوا مناهم كم من عالم جمع كتبا كثيرة منتفع بها وكم من منتفع ما عنده عشرة أجزاء كم من طيب العيش لا يملك دينارين كم من طيب العيش أو من طيب العيش لا يملك دينارين وكم من ذي قناطر منغص أما لك فطنة تتلمح أحوالا من يترخص في وجه فيسلب منه من أوجه ربما نزل المرض بصاحب الدار أو ببعض من فيها فأنفق في سنته أضعاف ما ترخص في كسبه والمتقي معافا فضجت النفس من لومي وقالت إذا لم أتعد واجب الشرع فما الذي تريد مني فقلت لها أضل بك عن الغبن وأنت أعرف بباطل أمرك فقالت فقل لي ما أصنع قلت عليك بالمراقبة لمن يراك وامثلي نفسك بحضرة بحضرة معظم من الخلق فإنك بين يدي الملك الأعظم يرى من باطنك ما لا يراه المعظمون من ظاهرك يرى من باطنك ما لا يرى المعظمون أو المعظمون من ظاهرك فخذ بالأحوط واحذر من الترخص في بيع اليقين والتقوى بعاجل الهوى فإن وقع الطبع مما تلقين فقولي له مهلا فما انقضت مدة الإشارة والله مرشدك إلى التحقيق ومعينك بالتوفيق 100 العقوبة بالمرصاد ما زلت أسمع عن جماعة من الأكابر وأرباب المناصب أنهم يشربون الخمور ويفسقون ويظلمون ويفعلون أشياء توجب الحدود فبقيت أتفكر وأقول متى يثبت على مثل هؤلاء ما يوجب حدا فلو ثبت فمن يقيمه وأستبعد هذا في العادة لأنهم في مقام احترام لأجل مناصبهم فبقيت أتفكر في تعطيل الحد الواجب عليهم حتى رأيناهم قد نكبوا وأخذوا مرات ومرت عليهم العجائب ومرت عليهم العجائب فقوبل ظلبهم بأخذ أموالهم وأخذت منهم الحدود مضاعفة بعد الحجس الطويل والقيد الثقيل والذل العظيم وفيهم من قتل بعد ملاقات كل شدة فعلمت أنه يهمل فعلمت أنه ما يهمل شيء فعلمت أنه ما يهمل شيء فالحذر الحذر فإن العقوبة بالمرصاد مئة وواحد من ادعى بغض الدنيا فهو كاذب اجتهاد العقل فيما يصلحه لازم له بمقتضى العقل والشرع فمن ذلك حفظ ماله وطلب تنميته والرغبة في زيادته لأن سبب بقاء الإنسان ماله الهامش انظر فصل 34 انتهى الهامش لأن سبب بقاء الإنسان ماله فقد نهي عن التبذير فيه فقيل له ولا تؤت سفهاء أموالكم واعلم أنه سبب لبقائه التي جعل الله لكم قياما أي قواما لمعاشكم قال عز وجل ولا تبسطها كل البسط وقال تعالى ولا تبذر تبذيرا وقال تعالى لم يسرفوا ولم يكتروا وكان بين ذلك قواما ومن فضيلة المال أن الله تعالى قال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا وقال تعالى وأنفقوا في سبيل الله وقال تعالى ينفقون أموالهم وقال لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وجعل المال وجعل المال نعمة وزكاته تطيرا فقال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وقال صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح للرجل الصالح وقال ما نفعني مال كمال أبي بكر وكان أبو بكر رضي الله عنه يخرج إلى التجارة ويترك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينهاه عن ذلك وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأن أموت بين شعبتي جبل أطلب كفاف وجهي أحب إلي من أن أموت غازيا في سبيل الله وكان جماعة من الصحابة رضي الله عنهم يتجرون ومن سادات التابعين سعيد بن المسيب فمتى وخلف مالا وكان يحتكر الزيت وما زال السلف على هذا الهامش في قوله كان يحتكر الزيت لا يعني الاحتكار بالمعنى المعروف اليوم فإنه مذموم انتهى الهامش ثم تعرض نوائب أو ثم تعرض نوائب كالمرض يحتاج فيها إلى شيء من المال فلا يجد الإنسان بدا من الاحتيال في طلبته أو في طلبته فيبذل عرضه أو دينه ثم لنفس قوة بدنية عند وجود المال وهو معدود عند الأطباء من الأدوية حكمة وضعها الواضع ثم نبغى أقوى منطلبوا طريق الراحة فادعوا أنهم متوكلة وقالوا نحن لا نمسك شيئا ولا نتزود للسفر ورزق الأبدان يأتي وهذا على مضادة الشرع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال وموسى عليه السلام لما سافر في طلب الخضر تزود ونبينا صلى الله عليه وسلم لما هاجر تزود وأبلغ من هذا قوله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى ثم يدعي هؤلاء المتصوفة بغض الدنيا فلا يفهمون ما الذي ينبغي أن يبغض الهامش وضح هذا المعنى مرارا في الفصول السابقة انتهى الهامش ويرون زيادة الطلب للمال حرصا وشرها وفي الجملة إنما اخترعوا بأرائهم طريقا فيها شيء من الرهبانية إذا صدقوا وشيء من البهرجة إذا نصبوا شباك الصيد بالتزهد فسموا ما يصل إليهم من الأرزاق فتوحا قال ابن قتيبة في غريب الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم واليد العليا الهامش اليد العليا خير من اليد السفلة انتهى الهامش قال هي المعطية قال فالعجب عندي من قوم يقولون هي الآخذة ولا أرى هؤلاء القوم ولا أرى هؤلاء القوم إلا قوما استطابوا السؤال فهم يحتجون للدناء فأما الشرائع فإنها بريئة من حالهم وفي الحديث ضاق البلد بمواشي إبراهيم ولوط عليهم السلام فافترق وكان شعيب عليه السلام كثير المال ثم قد ندى طمعه في زيادة الأجر من موسى عليه السلام فقال فإن أتممت عشرا فمن عندك الهامش أظن أن الأدب الواجب مع الأنبياء يمنع من إطلاق مثل هذه الألفاظ انتهى الهامش وكان ابن العقيل رحمه الله يقول من قال إني لا أحب الدنيا فهو كذاب فإن يعقوب عليه السلام لما طلب منه ابنه يامين قال هل آمنكم عليه فقال ونزداد كيل بعير فقال خذوه وقال بعض السلف من ادعى بغض الدنيا فهو عندي كذاب إلى أن يثبت صدق فإذا ثبت صدقه فهو مجنون وقد نفر جماعة من المتصوفة خلقا من الخلق أو خلقا من الخلق عن الكسب وقد نفر جماعة من المتصوفة خلقا من الخلق عن الكسب وأوحش بينهم وبينه وهو دأب الأنبياء والصالحين وإنما طلبوا طريق الراحة وجلسوا على الفتوح فإذا شبعوا رقص فإذا انهضم الطعام أكلوا فإن لاحت لهم حيلة على غني أوجبوا عليه دعوة إما بسبب شكر أو بسبب استغفار وأطم الطامات ادعاؤهم أن هذا قرب وقد انعقد إجماع العلماء أن من ادعى الرقص قربة إلى الله تعالى كفر الهامش ذكر ذلك ابن عابدين في الحاشية في الجزء الثالث في آخر باب المرتد وفي المنظومة الوهبانية وفي المنظومة الوهبانية ومن يستحل الرقص قالوا بكفره ولا سيما بالدف يلهو ويزمرو والمراد بالرقص ما يسمى اليوم بالذكر قال ذلك ابن عابدين وبينه في الحاشية أوضح بيان انتهى الهامش فلو أنهم قالوا مباح كان أقرب حالا وهذا لأن القرب لا نعرف وهذا لأن القرب لا تعرف إلا بالشرع وليس في الشرع أمر بالرقص ولا ندب إليه ولقد بلغني عن جماعة منهم أنهم كانوا يوقدون الشمع في وجوه المردان وينظرون إليهم فإذا سئلوا عن ذلك سخروا بالسائل فقالوا نعتبر بخلق الله أفتراهم أقوى من النبي صلى الله عليه وسلم حين أجلس الشاب الذي وفد عليه من وراء ظهره وقال وهل كانت فتنة داود إلا من النظر الهامش الهامش قال الأستاذ الشيخ ناصر وهو المرجع اليوم في رواية الحديث في الشام هذا الحديث ضعيف انتهى الهامش هيهاتا لقد تملك الشيطان تلك الأزمة الهامش الأزمة جمع زمام انتهى الهامش فقادها إلى ما أراد والعجب ممن يذم الدنيا وهو يأكل فيشبع ولا ينظر من أين المطعم وما زال صالحوا السلف يفتشون عن المطعم حتى كان إبراهيم بن أدهم يسهر هو وأصحابه ويقولون مع من نعمل غدا وكان سري السقطي يعرف بطيب الغذاء وله في الورع مقامات فجاء قوم يتسمون بالصوفية يدعون اتباع أولئك السادة ويأكلون من مال فلان وهم يعرفون أصول تلك الأموال ويقولون رزقنا فوى عجبا إذا كان الآكل لا يبال به من أين ولم تناع من شهوة ولا تقلل ولم تناع من شهوة ولا تقلل ولا يخلو الرباط الهامش الرباط أو الرباط هو التكية انتهى الهامش ولا يخلو الرباط من المطبخ ولا ينقطع ليلة وأصله من مال قد عرف من أين هو والحمام دائر والمغني يدق بدف فيه جلاجل ورفيقه بالشبابة وسعدى وليلى في الإنشاد والمردان في الشمع ثم يذم الدنيا بعد هذا فقولوا لنا من يتلهى بالناس ولكن من مرت عليه زجرنتهم زرجنتهم فإنه أخس منهم الهامش الزرجنة في قوله زرجنتهم أي تجيلهم أقال الله حين عبدتموه كلوا أكل البهائم ورقصو لي انتهى الهامش مئة واثنان عظمة الخالق عرض لي في طريق الحج خوف من العرب فسرنا على طريق خيبر فرأيت من الجبال الهائلة والطرق العجيبة ما أذهلني ما أذهلني الهامش ترى وصفها في كتاب في كتابي من نفحات الحرم لأنها متصلة بجبال العلا التي مرت بها ووصفتها انتهى الهامش وزادت عظمة الخالق عز وجل في صدري فصار يعرض لي عند ذكر تلك الطرق نوع تعظيم لا أجده عند ذكر غيرها فصحت بالنفس ويحكي اعبري إلى البحر وانظر إليه وإلى عجائبه بعين الفكر تشاهد أهوالا هي أعظم من هذه ثم اخرج إلى الكون والتفت إليه فإنك ترينه بالإضافة إلى السماوات والأفلاك كذرة في فلات ثم جولي في الأفلاك وطوفي حول العرش وتلمح ما في الجنان والنيران ثم اخرجي عن الكل والتفت إليه فإنك تشاهدينه في قبضة القادر الذي لا تقف قدرته عند حد ثم التفت إليك ثم التفت إليك فتلمحي بدايتك ونهايتك فتلمحي بدايتك ونهايتك وتفكري فيما قبل البداية وليس إلا العدم وفيما بعد البلا وليس إلا التراب فكيف يأنس بهذا الوجود من نظر بعين فكره المبدأ والمنتهى وكيف يغفل أرباب القلوب عن ذكر هذا الإله العظيم بالله لو صحت النفوس بالله لو صحت النفوس عن سكر هواها لذابت من خوفه أو لغابت من حبه غير أن الحس غلبة فعظمت قدرة الخالق عند رؤية جبل وأن الفطنة لو تلمحت المعاني وأن الفطنة لو تلمحت المعاني لدلت القدرة عليه أوفى من دليل الجبل سبحان من شقل أكثر الخلق بما هم فيه عما خلق له سبحانه 103 وجوب الصبر على البلاء للبلاية نهايات معلومة الوقت عند الله عز وجل فلابد للمبتلى من الصبر إلى أن ينقضي أوان البلاء إلى أن ينقضي أوان البلاء فإن تقلقل قبل الوقت لم ينفع التقلق كما أن المادة إذا انحدرت إلى عضو فإنها لن ترجع فلابد من الصبر إلى حين البطالة فاستعجال زوال البلاء مع تقدير مدته لا ينفع فالواجب الصبر وإن كان الدعاء مشروعا ولا ينفع إلا به إلا أنه لا ينبغي للداعي أن يستعجل بل يتعبد بالصبر والدعاء والتسليم إلى الحكيم ويقطع المواد التي كانت سببا للبلاء فإن غالب البلاء فإن غالب البلاء أن يكون عقوبة فأما المستعجل فمزاحم للمدبر وليس هذا مقام العبودية وإنما المقام الأعلى هو الرضا والصبر هو اللازم والتلافي بكثرة الدعاء نعم المعتمد والاعتراض حرام والاستعجال مزاحمة للتدبير فافهم هذه الأشياء فإنها تهون البلاء 104 فوائد الصبر ليس في الوجود شيء أصعب من الصبر إما عن المحبوب أو على المكرهات وخصوصا إذا امتد الزمان أو وقع اليأس من الفرج وتلك المدة تحتاج إلى زاد يقطع به سفرها أو يقطع به سفرها والزاد يتنوع من أجناس فمنه تلمح مقدار البلاء وقد يمكن أن يكون أكثر الهامش من هذا المعنى مرارا مر هذا المعنى مرارا انتهى الهامش ومنه أنه في حال فوقها أعظم منها مثل أن يبتلى بفقد ولد وعنده أعز منه ومن ذلك راجاء العوض في الدنيا ومنه تلمح الأجر في الآخرة ومنه التلذذ بتصوير المدح والثناء من الخلق فيما يمدحون عليه والأجر من الحق عز وجل ومن ذلك أن الجزع لا يفيد بل يفضح صاحبه إلى غير ذلك من الأشياء التي يقدح والعقل والفكر فليس في طريق الصبر نفقة سواها فينبغي للصابر أن يشغل بها نفسه ويقطع بها ساعات ابتلائه وقد صبح المنزل الهامش شبه البلاء بطريق لم يبق منه إلا مسيرة ليلة ونهايته الصباح انتهى الهامش 105 قد تتأخر الإجابة بعد الدعاء ينبغي لمن وقع في شدة ثم دعى أن لا يختلج في قلبه أمر من تأخير الإجابة أو أعدمها لأن الذي إليه الهامش للعبد أي ليس له من الأمر إلا أن يدعو انتهى الهامش لأن الذي إليه أن يدعو والمدعو مالك حكيم فإن لم يجب فعل ما يشاء في ملكه وإن أخر فعل بمقتضى حكمته فالمعترض عليه في سره خارج عن صفة عبد مزاحم لمرتبة مستحق ثم ليعلم أن اختيار الله عز وجل له خير من اختياره لنفسه فربما سأل سيلا سال به فربما سأل سيلا سال به وفي الحديث أن رجلا كان يسأل الله عز وجل أن يرزقه الجهاد فهاتف به هاتف إنك إن غزوت أسرت وإن أسرت تنصرت فإذا سلم العبد تحكيما لحكمته وحكمه وإيقن أن الكل ملكه طاب قلبه قضيت حاجته أو لم تقضى وفي الحديث ما من مسلم دع الله تعالى إلا وأجابه فإما أن يعجلها وإما أن يؤخرها وإما أن يدخرها له في الآخرة فإذا رأى يوم القيامة أن ما أجيب فيه فإذا رأى يوم القيامة أن ما أجيب فيه قد ذهب ولم يجب ولم يجب فيه قد بقي ثوابه قال ليتك لم تجب لي دعوة قط فافهم هذه الأشياء وقد سلم قلبك من أن يخترج فيه ريب أو استعجال انتهى الوجه الأول وننتقل إلى الوجه الثاني العلماء أفضل من الزهاد من أراد أن يعرف رتبة العلماء على الزهاد فلينظر في رتبة جبريلا وميكائيلا ومن خص من الملائكة بولاية تتعلق بالخلق وباقي الملائكة قيام للتعبد في مراتب الرهبان في الصوامع الهامش شبه انقطاعهم للعبادة بانقطاع الرهبان لا أن الرهبان كالملائكة ولا أنهم على حق الحق اليوم ما جاء به خاتم الرسل صلى الله عليه وسلم ولقد كان كل رسول في أيامه على حق صلوات الله عليهم أجمعين انتهى الهامش وقد حضي أولئك بالتقريب على مقادير علمهم بالله تعالى فإذا مر أحدهم بالوحي انزعج أهل السماء حتى يخبرهم بالخبر فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق كما إذا انزعج الزاهد من حديث يسمعه سأل العلماء عن صحته ومعناه فسبحان من خص الخصوص بخصائص شرفوا بها على جنسهم ولا خصيصة أشرف من العلم بزيادته صار آدم مسجودا له وبنقصانه صارت الملائكة ساجدة فأقرب الخلق من الله العلماء وليس العلم بمجرد صورته هو النافع وليس العلم بمجرد صورته هو النافع بل معناه وإنما ينال معناه من تعلمه للعمل به فكلما دله على فضل اجتهد في نيله وكلما نهاه عن نقص بالغ في مباعدته فحينئذ يكشف العلم له سره ويسهل عليه طريقة فيصير كمجتذب بحث الجاذب فيصير كمجتذب بحث الجاذب فإذا حركه عجل في سيره والذي لا يعمل بالعلم لا يطلعه العلم على غوره ولا يكشف له عن سره فيكون كمجذوب لجاذب جاذبة فافهم هذا المثل وحسن قصدك وإلا فلا تتعب مئة وسبعة الاعتدال بين الدنيا والآخرة اعلم أن أصلح الأمور الاعتدال في كل شيء وإذا رأينا أرباب الدنيا قد غلبت آمالهم وفسدت في الخير أعمالهم أمرناهم بذكر الموت والقبور والآخرة فأما إذا كان العالم لا يغيب عن ذكره الموت وأحاديث الآخرة تقرأ عليه وتجري على لسانه فتذكاره الموت زيادة على ذلك لا تفيد إلا انقطاعه بمرة بل ينبغي لهذا العالم الشديد الخوف من الله تعالى الكثير الذكر للآخرة أن يشاغل نفسه عن ذكر الموت ليمتد نفس أمله قليلا فيصنف ويعمل أعمال الخير ويقدر على طلب ولد فأما إذا لهج بذكر الموت كانت مفسدته عليه أكثر من مصلحته ألم تسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق عائشة رضي الله عنها فسبقت وسابقها فسبقها وكان يمزح ويشاغل نفسه فإن مطالعة الحقائق على التحقيق تفسد البدن وتزعج النفس وقد روي عن أحمد بن حنبل رحمة الله عليه أنه سأل الله تعالى أن يفتح عليه باب الخوف ففتح عليه فخاف على عقله فسأل الله أن يرد ذلك عنه فتأمل هذا الأصل فإنه لابد من مغالطة النفس وفي ذلك صلاحها والله الموفق والسلام مئة وثمانية طلب معالي الأمور من أعمل فكره الصافي دله على طلب أشرف المقامات ونهاه عن الرضا بالنقص في كل حال وقد قال أبو الطيب المتنبي ولم أر في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام فينبغل العاقل أن ينتهي إلى غاية ما يمكنه فلو كان يتصور للآدمي صعود السماوات لا رأيت من أقبح النقائص رضاه بالأرض ولو كانت النبوة تحصل بالاجتهاد رأيت المقصر في تحصيلها في حضيض غير أنه إذا لم يكن ذلك فينبغي أن يطلب الممكنة والسيرة الجميلة عند الحكماء فينبغي أن يطلب الممكن والسيرة الجميلة عند الحكماء خروج النفس إلى غاية كمالها الممكن لها في العلم والعمل وأنا أشرح من ذلك ما يدل مذكوره على مغفله أما في البدن فليست الصورة داخلة تحت كسب الأدمي بل يدخل تحت كسبه تحسينها وتزينها فقبيح بالعاقل إهمل نفسه وقد نبه شرع على الكل بالبعض فأمر بقص الأضفار ونتف الإبط وحلق العانة ونهى عن أكل الثوم والبصل النيء لأجل الرائحة وينبغي له أن يقيس على ذلك وأن يطلب غاية النظافة ونهاية الزين وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف مجيئه بريح الطيب فكان الغاية في النظافة والنزاهة ولست آمرا بزيادة التقشف ولست آمرا بزيادة التقشف الذي يستعمله الموسوسون أو المترفون ولكن التوسط هو المحمود ثم ينبغي له أن يرفق أو أن يرفق ببدنه الذي هو راحلته ولا ينقص من قوتها ولا ينقص من قوتها فتنقص قوتها ولست آمرا بالشبع الذي يجب الجشاء إنما آمر بالتوسط ولست آمرا بالشبع الذي يجب الجشاء وإنما آمر بالتوسط فإن قوى الآدمي فإن قوى الآدمي كعين جارية كم فيها من منفعة لصاحبها ولغيره ويعين صانعا ولا يتفت إلى قول الموسوسين من المتزهدين الذين جدوا في التقلل فضعفوا عن الفرائض وليس ذلك من الشرع ولا نقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه إنما كان الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه إذا لم يجدوا جاعوا وربما آثروا فصبروا ضرورة وكذلك ينبغي أن ينظر لهذه الراحلة في علفها فرب لقمة منعت لقمات فلا يعطيها ما يؤذيها بل ينظر لها في الأصلح بل ينظر لها في الأصلح ولا يلتفت لمتزهد يقول لا أبلغها الشهوات فإن النظر ينبغي أن يكون في حل المطعم وأخذ ما يصبح بمقدار ولم ينقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه رضي الله عنهم ما أحدثه الموسوسون في ترك المشتهيات على الإطلاق إنما نقل عنهم تركها لسبب إما للنظر في حلها أو للخوف من مطالبة النفس بها في كل وقت ويجوز ذلك وينبغي له أن يجتهد في التجارة والكسب ليفضل على غيره ولا يفضل غيره عليه وليبلغ من ذلك غاية لا تمنعه عن العلم ثم ينبغي له أن يطلب الغاية في العلم ومن أقبح النقص التقليد ومن أقبح النقص التقليد فإن قويت همته رقته إلى أن يختار لنفسه مذهبا ولا يتذهب ولا يتمذهب لأحد الهامش أن يستعد بالعلم والدأب ليصل إلى القدرة على الاجتهاد وترك التقليد لا أن يجتهد لنفسه وهو لا يعرف من عدة الاجتهاد إلا حفظ الأحاديث أو معرفة مكان وجودها والبحث في كتب الرجال عن أحوال رواتها والناس في هذه المسألة بين مفرط في اتباع المذاهب لا يفرق بين الحكم المؤيد بالنص الصريح وما هو رأي للفقي وبين مفرط فيها يتركها جملة ويحاول أن يأخذ من الأحاديث رأسا ولو لم يكن عنده أدوات الأخذ من الحديث والحق أن على المسلم أن يتفقه أولا على مذهب معين فيعرف أحكام دينه ثم ينظر في دليلها ويحاول أن يتعلم ما يعين على معرفة طرق الاستدلال وقوة الدليل ثم ينظر فإن رأى دليلا ثابتا أقوى من دليل مذهبه أخذ به وقد بين ابن عابدين في أول الحاشية أن الحنفية المقلدة الذي يجد حديثا صحيحا على خلاف مذهبه عليه أن يأخذ به لا سيما في العبادات ولا يخرج في ذلك عن كونه حنفية والله قد أوجب على المسلم اتباع الكتاب والسنة ولم يلزمه بمذهب من المذاهب الأربعة ولا غيرها وما التقليد إلا رخصة للعاجز عن الأخذ من الكتاب والسنة والمتأخرون الذين قالوا باتباع أحد المذاهب الأربعة إنما قالوا ذلك لما رأوا من غلبة العجز على الناس ولألا يصير الأمر فوضى كل واحد يدعي أنه صار أبا حنيفة أو الشافعي كما هي الحال الآن انتهى الهامش فإن المقلد أعمى يقوده مقلده ثم ينبغي أن يطلب الغاية في معرفة الله تعالى ومعاملته وفي الجملة لا يترك فضيلة يمكن تحصيلها إلا حصلها فإن القنوع بما نزل المبارك حالة الأراضل فإن القنوع بما نزل المبارك أو المبارك حالة الأراضل الهامش أي سبق واجتياز انتهى الهامش ولو أمكانك عبور كل أحد من العلماء والزهاد فافعل فإنهم كانوا رجالا وأنت رجل وما قعد من قعد وما قعد من قعد إلا لدناءة الهمة وخساستها واعلم أنك في ميدان سباق والأوقات تنتهب ولا تخلد إلى كسل فما فات من من فات إلا بالكسل فما فات من فات إلا بالكسل ولا نال من نال إلا بالجد والعزم وإن الهمة لا تغلي في القلوب غليان ما في الصدور وإن الهمة لا تغلي في القلوب غليان ما في القدور وقد قال بعض من سلف ليس لي مال سوى كرم فبه أمني من العدم قنعت نفسي بما رزقت وتمطت في العلا هممي مئة وتسعة منفعة المال ليس في الدنيا أنفع للعلماء من جمع المال للاستغناء عن الناس فإنه إذا ضم إلى العلم حيز الكمال وإن جمهور العلماء شغلهم العلم عن الكسب فاحتاجوا إلى ما لابد منه وقل الصبر فدخلوا مداخل شانتهم وإن تأولوا فيها الهامش تقدم هذا المعنى مرارا انتهى الهامش إلا أن غيرها كان أحسن لهم فالزهري مع عبد الملك وأبو عبيدة مع طاهر بن الحسين وابن أبي الدنيا مؤدب المعتدد وابن قتيبة صدر كتابه بمدح الوزير أو صدر كتابه بمدح الوزير وما زال خلف من العلماء والزهاد يعيشون في ظل جماعة من المعروفين بالظلم وهؤلاء وإن كانوا سلك طريقا من التأويل فإنهم فقدوا من قلوبهم وكمال دينهم أكثر مما نالوا من الدنيا ولقد رأينا جماعة من المتصوفة والعلماء يغشون الولاة لأجل نيل ما في أيديهم فمنهم من يداهن ويراء ومنهم من يمدح بما لا يجوز ومنهم من يسكت عن منكرات إلى غير ذلك من المداهنات وسببها الفقر فعلمنا أن كمال العز وبعد الرياء إنما يكون في البعد عن العمال الظلم ولم نرى من صح له هذا إلا في أحد رجلين أما من كان له مال كسعيد بن المسيب كان يتجر في الزيت وغيره وسفيان الثوري كانت له بضائع وابن المبارك وأما من كان شديد الصبر قنوعا بما رزق وإن لم يكفه كبشر الحافي وأحمد بن حنبل ومتى لم يجد الإنسان كصبر هذين ولا كمال أولئك فالظاهر تقلبه في المحن والآفات وربما تلف دينه فعليك يا طالب العلم بالاجتهاد في جمع المال للغنى عن الناس فإنه يجمع لك دينك فما رأينا في الأغلب منافقا في التدين والتزهد والتخشع ولآفة طرأت على عالم إلا بحب الدنيا وغالب ذلك الفقر فإن كان من له ما يكفيه ثم يطلب بتلك المخالطة فإن كان من له ما يكفيه ثم يطلب بتلك المخالطة زيادة فذلك معدود في أهل الشرع خارج عن حيز العلماء نعوذ بالله من تلك الأحوال مئة وعشرة الفقه أفضل العلوم أعظم دليل على فضيلة الشيء النظر إلى ثمرته ومن تأمل ثمرة الفقه علم أنه أفضل العلوم فإن أرباب المذاهب فاقوا بالفقه الخلائق أبدا وإن كان في زمن أحدهم من هو أعلم منه بالقرآن أو بالحديث أو باللغة واعتبر هذا بأهل زماننا واعتبر هذا بأهل زماننا فإنك ترى الشباب يعرف المسائل الخلاف الظاهرة فيستغني ويعرف من حكم الله تعالى في الحوادث ما لا يعرفه النحرير من باقي العلماء وكم رأينا مبرزا في علوم أو في علم القرآن أو في الحديث أو في التفسير أو في اللغة لا يعرف مع الشيخوخة معظم أحكام الشرع وربما جهل علم ما ينويه في صلاته على أنه ينبغي للفقيه أن لا يكون أجنبيا عن باقي العلوم فإنه لا يكون فقيها بل يأخذ من كل علم بحظ ثم يتوفر على الفقه فإنه عز الدنيا والآخرة مئة وأحد عشر حفظ الفروع وتضييع الأصول رأيت كثيرا من الناس يتحرزون من رشاش نجاسة ولا يتحاشون من غيبة ويكثرون من الصدق ولا يبالون بمعاملات الربا ويتهجدون بالليل ويؤخرون الفريضة عن الوقت في أشياء يطول عدها من حفظ فروع وتضيع أصول فبحثت عن سبب ذلك فوجدته من شيئين أحدهما العادة والثاني غلبت الهوى في تحصيل المطوب فإنه قد يغلب فلا يترك سمعا ولا بصرا ومن هذا القبيل أن إخوة يوسف قالوا حين سمعوا صوت المنادي إنكم لسارقون لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين فجاء في التفسير أنه لما دخلوا مصر كموا أفواها إبلهم لأن لا تتناول ما ليس لهم فكأنهم قالوا قد رأيتم ما صنعنا بإبلنا فكيف نسرق ونسوهم تفاوت ما بين الورع واختطاف أكلة لا يملكونها وبين إلقاء يوسف عليه السلام في الجب وبيعه بثمن بخص وفي الناس من يطيع في صغار الأمور دون كبارها وفيما كلفته عليه خفيفة أو معتادة وفيما لا ينقص شيئا من عادته في مطعم وملبس نرى أقواما يأخذون بالربى ويقول أحدهم كيف يراني عدوي بعين إن بعت داري أو تغير ملبوسي ومركوبي ونرى أقواما يوسوسون في الطهارة ويستعملون الكثير ولا يتحاشون من غيبة وأقواما يستعملون التأويلات الفاسدة في تحصيل أغراضهم مع علمهم أنها لا تجوز حتى إني رأيت رجلا من أهل الخير والتعبد أعطاه رجل مالا ليبني به مسجدا فأخذه لنفسه وأنفق عوض الصحيح قرابة وأنفق عوض الصحيح قرابة فلما احتضر قال لذلك الرجل اجعلني في حل فإني فعلته كذا وكذا ونرى أقواما ما يتركون الذنوب لبعدهم عنها فقد ألفوا التركة وإذا قربوا منها لم يتمالكوا الهامش لذلك كان أول ما ينبغي للمسلم الابتعاد عن مواطن الفتن وأسباب الإغراء بذلك يستريح قلبه في الدنيا وينجو من العذاب في الآخرة انتهى الهامش ونرى أقواما يتركون الذنوب لبعدهم عنها فقد ألفوا الترك وإذا قربوا منها لم يتمالكوا وفي الناس من هذه الفنون عجائب يطول ذكرها وقد علمنا أن خلقا من علماء اليهود كانوا يحملون ثقل التعبد في دينهم ثقل التعبد في دينهم فلما جاء الإسلام وعرف صحته لم يطيق مقاومة أهوائهم في محو رياستهم وكذلك قيصر فإنه عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدليل ثم لم يقدر على مقاومة هواه وترك ملكه فالله الله في تضيع الأصول ومن إهمال سرح الهوى فإنه إن أهملت ماشية نفشت في زروع التقى وما مثل الهوى إلا كسبع في عنقه سلسلة فإن استوثق منه ضابطه كفة فإن استوثق منه ضابطه كفة وربما لحت له شهواته الغالبة عليه فلم تقاومها السلسلة فأفلت على أن من الناس من يكف هوه بسلسلة ومنهم من يكفه بخيط فينبغي للعاقل أن يحذر شياطين الهوى وأن يكون بصيرا بما يقوى عليه من أعدائه وبمن يقوى عليه مئة واثنى عشر لا تثق بأحد مما تعاشره من أعظم الغلط الثقة بالناس والاسترسال إلى الأصدقاء فإن أشد الأعداء وأكثرهم أذن الصديق المنقلب عدو لأنه قد اطلع على خفي السر قال الشاعر احذر عدوك مرة واحذر صديقك ألف مرة فلرب من قلب الصديق فكان أدرى بالمضرة واعلم أن من الأمر المضوع في النفوس الحسد على النعم أو الغبطة وحب الرفع فإذا رأك من يعتقدك مثيلا له وقد ارتقيت عليه فلابد أن يتأثر وربما حسد وربما حسد فإن إخوة يوسف عليه السلام من هذا الجنس جرى لهم فإن قلت كيف يبقى الإنسان بلا صديق قلت لك أترى كما تعلم أن المجانسة يحسد وأن أكثر العوام يعتقدون في العالم أنه لا يبتسم ولا يتناول من شهوات الدنيا شيئا فإذا رأوا بعضا بصوته في المواحي هبط من أعينهم فإذا كانت هذه حالة العوام وتلك حالة الخواص فمع من تكون المعاشرة لا بل والله ما تصح المعاشرة لا بل والله ما تصح المعاشرة مع النفس لأنها متلونة وليس إلا المدارات وليس إلا المدارات للخلق والاحتراز منهم الهامش من كرام عمر خالطوا الناس وزايلوهم انتهى الهامش واتخاذ المعارف من غير طمع في صديق صادق فإن ندر فليكن غير مماثل لأن الحسد إليه أسبق الهامش أي إلى المماثل انتهى الهامش وليكن مرتفعا عن رتبة العوام غير طامع في نيل مقامك وإن كانت معاشرة هذا لا تشفي لأن المعاشرة ينبغي أن تكون بين العلماء المجانسين لزيمهم من الإشارات في المخالطة ما تطيب به المجالسة ولكن لا سبيل إلى الوصال الهامش كأن في العبارة شيئا من تحريف النساخ انتهى الهامش ولكن لا سبيل إلى الوصال ومثل هذه الحال أنك إذا استخدمت الأذكياء عرفوا باطنك وإن استخدمت الأبلها إن عكست مقاصدك فاجعل الأذكياء لحوائجك الخارجة والبلها لحوائجك في منزلك لأن لا يعلم أسرارك واقنع من الأصدقاء بما وصفته لك ثم لا تلقه إلا متدرعا درع الحذر ولا تطلعه على باطن يمكن أن يسترع عنه وكن كما يقال عن الذئب ينام بإحدى مقلتيه ويتقي بأخرى الأعادي فهو يقضان هاجع مئة وثلاثة عشر على طالب العلم كسب المعاش رأيت جماعة ممن أفنى أويل عمره وإلعان شبابه في طلب العلم صبر على أنواع الأذى وهجر فنون الراحات أنفة من الجهل ورذيلته وطلبا للعلم وفضيلته فلما نال منه طرفا رفعه عن مراتب أرباب الدنيا ومن لا علم له إلا بالعاجل ضاق به معاشه فسافر في البلاد يطلب من الأراثم ويتواضع للسفلة وأهل الدناءة والمكاس وغيرهم الهامش المكاس هم أصحاب المكوس والمراد بالمكوس هنا المظالم بأنواعها كلها انتهى الهامش فخاطبت بعضهم وقلت ويحك أين تلك الأنفة من الجهل التي سهرت لأجلها ويحك أين تلك الأنفة من الجهل التي سهرت لأجلها وأضمأت نهارك بسببها فلما ارتفعت وارتفعت عدت إلى أسفل سافلين أفما بقي عندك ذرة من الأنفة تنبو بها عن مقامات الأراثل ولا معك يسير من العلم يسير بك عن مناخ الهوى ولا حصلت بالعلم على قوة تجذب بها زمام النفس عن مراعي السوء غير أنه تبين لي أن سهرك وتعبك كأنه كان لنيل الدنيا ثم إني أراك تزعم أنك تريد شيئا من الدنيا تستعين به على طلب العلم فاعلم أن التفاتك إلى نوع كسب تستغني به عن الأراثل أفضل من التزيد في علمك فلو عرفت ما ينقص به لم ترى ما قد عزمت عليه لم ترى ما قد عزمت عليه زيادة مما يحتوي عليه هذا العزم السفر الذي كله مخاطرة بالنفس السفر الذي كله مخاطرة بالنفس وبذل الوجه الذي طالما صين لمن لا يصلح التفات مثلك إلى مثله وبعيد أن تقنع بعد شروعك في هذا الأمر بقدر الكفاف وقد علمت ما في السؤال بعد الكفاف من الإثم وأبعد منه أن تقدر على الورع في المأخوذ ومن لك بالسلامة والرجوع إلى الوطن وكم رمى قفر في بواديه من هالك ثم ما يحصله يفنى ويبقى منه ما أعطى وعيب المتقين إياك واقتداء الجاهلين بك ويكفيك أنك عدت على ما علمت من ذنب الدنيا بشينه إذا فعلت ما يناقضه خصوصا وقد مر أكثر العمر ومن أحسن فيما مضى يحسن فيما بقي 114 طريق الدرس لطالب العلم رأيت الشره في تحصيل الأشياء يفوت الشره مقصودة رأيت الشره في تحصيل الأشياء يفوت الشره مقصودة وقد رأينا من كان شرها في جمع المال فحصل له الكثير منه وهو حريص على الازدياد ولو فهم علم أن المراد من المال إنفاقه في العمر فإذا أنفق العمر في تحصيله فات المقصودان جميعا وكم رأينا ممن جمع المال ولم يتمتع به فأبقاه لغيره وأفنى نفسه كما قال الشاعر كدودة القز ما تبنيه يهدمها وغيرها بالذي تبنيه ينتفع وكذلك رأينا خلقا كثيرا يحرصون على جمع الكتب فينفقون أعمارهم في كتابتها وكدأ بأهل الحديث ينفقون الأعمار في النسخ والسماع إلى آخر العمر ثم ينقسمون فمنهم من يتشاغل بالحديث وعلمه وتصحيحه ولعله لا يفهم جواب حادثه ولعله عنده لحديث أسلم سالمها الله مئة طريق ولعله عنده لحديث أسلم سالمها الله مئة طريق قد حكي لي عن بعض أصحاب الحديث أنه سمع جزء ابن عرفة عن مئة شيخ قد حكي لي عن بعض أصحاب الحديث أنه سمع جزء ابن عرفة عن مئة شيخ وكان عنده سبعون نسخة ومنهم من يجمع الكتب ويسمعها ولا يدر ما فيها لا من حيث صحتها ولا من فهم معناها فتراه يقول الكتاب الفلاني سماعي وعندي به نسخة فتراه يقول الكتاب الفلاني سماعي وعندي به نسخة والكتاب الفلاني والفلاني فلا يعرف علم ما عنده من حيث فهم صحيحه من سقيمه وقد صده اشتغاله بذلك عن المهم من العلم فهم كما قال الحطية زوامل للأخبار لا علم عندها بمثقلها إلا كعلم الأباعر لعمرك ما يدري البعير إذا غدا بأوساقه أو راح ما في الغرائر الهامش الأوساق جمع وسق وهو الحمل والغرائر جمع غرارة أي الكيس أو الشوال انتهى الهامش ثم ترى منهم من يتصدر ويفتقر الزمان إلى تصدره للرواية فيمد يده إلى ما ليس من شغله فإن أفتأ أخطأ وإن تكلم في الأصول خلط ولولا أني لا أحب ذكر الناس لا ذكرت من أخبار كبار علمائهم ما خلطوا لا ذكرت من أخبار كبار علمائهم وما خلطوا ما يعتبروا به ولكنه لا يخفى على المحقق حالهم فإن قال قائل أليس في الحديث من همان لا يشبعان طالب علم وطالب دنيا قلت أما العالم فلا أقول له اشبع من العلم ولا اقتصر على بعضه بل أقول له قدم المهمة فإن العاقل من قدر عمره وعمل بمقتضاه وإن كان لا سبيل إلى العلم إلا بمقدار العمر غير أنه يبني على الأغلب فإن وصل فقد أعد لكل مرحلة زاد وإن مات قبل الوصول فحسبه ذلك فإذا علم العاقل أن العمر قصير وأن العلم كثير فقبيح بالعاقل الطالب لكمال الفضائل أن يتشاغل مثلا بسماع الحديث ونسخه ليحصل كل طريق أو ليحصل كل طريق وكل رواية وكل غريب وهذا لا يفرغ من مقصوده منه في خمسين سنة خصوصا إن تشاغل بالنسخ ثم لا يحفظ القرآن أو يتشاغل بعلوم القرآن ولا يعرف الحديث أو بالخلاف في الفقه ولا يعرف النقل الذي عليه مدار المسألة الهامش في قوله لا يعرف النقل أي الدليل النقلي الآية أو الحديث انتهى الهامش فإن قال قائل فدبر لي ما تختار لنفسك فأقول ذو الهمتي لا يخفى من زمان الصبا ذو الهمتي لا يخفى من زمان الصبا كما قال سفيان بن عيين قال لي أبي وقد بلغت خمس عشرة سنة إنه قد انقضت عنك شرائع الصبا فاتبع الخير تكن من أهله فجعلت وصية أبي قبلة أميل إليها ولا أميل عنها ثم قبل شروع في الجواب أقول ينبغي لمن له أنفة أن يأنفى من التقصير الممكن دفعه عن النفس فلو كانت النبوة مثلا تأتي بكسب لم يجز له أن يقنع بالولاية الهامش انظر الفصل رقم 108 انتهى الهامش أو تصور أن يكون مثلا خليفة لم يحسن بها أن يقتنع بإمارة ولو صح له أن يكون ملكا لم يرضى أن يكون بشرا الهامش نسي المؤلف أنه فضل فيما مضى من الفصول البشر على الملائكة انتهى الهامش والمقصود أن ينتهي بالنفس إلى كمالها الممكن لها في العلم والعمل وقد علم قصر العمر وكثرة العلم فيبتدئ بالقرآن وحفظه الهامش انظر الفصل رقم 120 ورقم 121 انتهى الهامش وينظر في تفسيره نظرا متوسطا لا يخفى عليه بذلك منه شيء وإن صح له قراءة القراءات السبع وأشياء من النحو وكتب اللغة ابتدأ بأصول الحديث من حيث النقل كالصحاح والمسانيد والسنن ومن حيث علم الحديث كمعرفة الضعفاء والأسماء فلينظر في أصول ذلك وقد رتبت العلماء من ذلك ما يستغن به الطالب عن التعب ولينظر في التواريخ ليعرف ما لا يستغنى عنه كنسب الرسول صلى الله عليه وسلم وأقاربه وأزواجه وما جرى له ثم ليقبل على الفقه فلينظر في المذاهب والخلاف وليكن اعتماده على مسائل الخلاف فلينظر في المسألة وما تحتوي عليه فيطلبه من مظانه كتفسير آية وحديث وكلمة لغة ويتشاغل بأصول الفقه وبالفرائض وليعلم أن الفقه عليه مدار العلوم الهامش انظر الفصل مئة وعشرة انتهى الهامش ويكفيه من النظر في الأصول الهامش يريد علم الأصول يريد علم أصول الدين وهو التوحيد لا علم أصول الفقه انتهى الهامش ويكفيه من النظر في الأصول ما يستدل به على وجود الصالع فإذا أثبته فإذا أثبته بالدليل وعرف ما يجوز عليه مما لا يجوز وأثبت إرسال الرسل وعلم وجوب القبول منهم فقد احتوى على المقصود من علم الأصول فإن اتسعى الزمان للتزيد من العلم فليكن من الفقه فإنه الأنفع ومهما فسح له في المهل فأمكنه تصنيف في علم فإنه يخلف بذلك خلفه فإنه يخلف أو يخلف بذلك خلفه خلفا صالحا مع اجتهاده في التسبب إلى اتخاذ الولد ثم يعلم أن الدنيا معبرة فليلتفت فيلتفت إلى فهم معاملة الله عز وجل فإن مجموع ما حصله من العلم يدل عليه فإذا تعرض لتحقيق معرفته ووقف على باب معاملته فقل أن يقف صادق إلا ويجذب إلى مقام الولاية ومن أريد وفق وإن الله عز وجل وإن لله عز وجل أقوى من يتولى تربيتهم ويضعث إليهم في زمن الطفولية مؤدبا ويسمى العقل ومقوما ويقال له الفهم ويتولى تأديبهم وتأديبهم وتثقيفهم ويهيئ لهم أسباب القرب منه فإن لا حقاطع قطعه فإن لا حقاطع قطعهم عنه وإن تعرضت بهم فتنة دفعها عنهم فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم ونعوذ بالله من خذلان لا ينفع معه اجتهاد انتهى الشريط السابع وننتقل إلى الشريط الثامن الشريط الثامن الوجه الأول من كتاب صيد الخاطر للإمام بن الجوزي مئة وخمسة عشر تقوى الله في الخلوات إن للخلوة تأثيرات تبين في الجلوة كم من مؤمن بالله عز وجل يحترمه عند الخلوات فيترك ما يشتهي حذرا من عقابه أو رجاء لثوابه أو إجلالا له فيكون بذلك الفعل كأنه طرح عودا هنديا على مجمر فينفوح طيبه فيستنشقه الخلائق ولا يدرون أينه وعلى قدر المجاهدة في ترك ما يقوي محبته أو على مقدر زيادة دفع ذلك المحبوب المتروك يزيد الطيب ويتفاوت تفاوت العود فترى عيون الخلق تعظم أو تعظم هذا الشخص وألسنتهم تمدحه ولا يعرفون لم ولا يقدرون على وصفه لبعدهم عن حقيقة معرفته وقد تمتد هذه الأرائيح بعد الموت على قدرها فمنهم من يذكر فمنهم من يذكر بالخير مدة مديدة ثم ينسى ومنهم من يذكر مئة سنة ثم يخفى ذكره وقبره ومنهم أعلام يبقى ذكرهم أبدا وعلى عكس هذا من هاب الخلق ولم يحترم خلوته بالحق فإنه على قدر مبارزته بالذنوب وعلى مقادير تلك الذنوب تفوح منه ريح الكراهة فتمقته القلوب فتمقته أو تمقته القلوب فإن قل مقدر ما جنى قل ذكر الألسل له بالخير وبقي مجرد تعظيمه وإن كثر كان قصار الأمر سكوت الناس عنه لا يمدحونه ولا يذمونه ورب خال بذنب كان سبب وقعه في هفوة شقوة في عيش الدنيا والآخرة ورب خال بذنب كان سبب وقعه في هفوة شقوة في عيش الدنيا والآخرة وكأنه قيل له ابقى ما آثرت فيبقى أبدا في التخبيط فانظروا إخواني إلى المعاصي أثرت وعثرت قال أبو الدردار رضي الله عنه إن العبد لا يخلو بمعصية الله تعالى فيلقي الله بغضه في قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر فتلمحوا ما سطرته واعرفوا ما ذكرته ولا تهمل خلواتكم ولا سرائركم فإن الأعمال بالنية والجزاء على مقدار الإخلاص مئة وستة عشر الرضا بالقدر من عرف جريان الأقدار من عرف جريان الأقدار ثبت لها وأجهل الناس بعد هذا من قاواها لأن مراد المقدر الذل له فإذا قاويت القدر فنلت مرادك من ذلك لم يبقى لك ذل مثال هذا أن يجوع الفقير فيصبر قدر الطاقة فإذا عجز خرج إلى سؤال الخلق مستحيا من الله كيف يسألهم وإن كان له عذر بالحاجة التي ألجأت غير أنه يرى أنه مغلوب الصبر فيبقى معتذرا مستحيا وذاك المراد منه أوليس بخروج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة فلا يقدر على العود إليها حتى يدخل في خفارة المطعم ابن عدي وهو كافر عبرة في ذلك فسبحان من ناط الأمور بالأسباب ليحصل ذل العارف بالحاجة إلى التسبب مئة وسبعة عشر يختبر الله صبر عباده سبحان المتصرف بخلقه بالاغتراب والإذلال ليبلو صبرهم ويظهر جواهرهم في الابتلاء هذا آدم عليه السلام تسجد له الملائكة ثم بعد قليل يخرج من الجنة وهذا نوح عليه السلام يضرب حتى يغشى عليه ثم بعد قليل ينجو في السفينة ويهذك أعداءه وهذا الخليل عليه السلام يلقى في النار ثم بعد قليل يخرج إلى السلام وهذا الذبيح يضجع مستسلما ثم يسلم ويبقى المدح وهذا يعقوب عليه السلام يذهب بصره بالفراق ثم يعود بالوصول وهذا الكريم عليه السلام يشتغل بالرعي ثم يرقى إلى التكليم وهذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقال له بالأمس اليتيم ويقلب في عجائب ويقلل ويقلب في عجائب يلاقيها من الأعداء تارة ومن مكائد الفقر أخرى وهو أثبت من جبل حراء ثم لما تم له مراده من الفتح وبلغ الغرض من أكبر الملوك وأهل الأرض نزل به ضيف النقلة فقال واكربا فمن تلمح بحر الدنيا وعلم كيف تتلقى الأمواج وعلم كيف تتلقى الأمواج وكيف يصبر على مدافعة الأيام لم يستهول نزول البلاء ولم يفرح بعاجل رخاء مئة وثمانية عشر لا تقدم على عمل لا تطيق ينبغي للعاقل أن لا يقدم على العزائم حتى يزن نفسه هل يطيقها ويجرب نفسه في ركوب بعضها سرا من الخلق فإنه لا يأمل أن يرى في حالة لا يصبر عليها ثم يعود فيفتضح مثاله رجل سمع بذكر الزهاد فرمى ثيابه الجميلة ولبس الدون وانفرد في زاوية وغلب على قلبه ذكه الموت والآخرة فلم يلبث متقاضي الطبعي أن ألحى بما جرت به العادة فمن القوم من عاد بمرة فمن القوم من عاد بمرة الهامش أي عاد إليها تماما كما يقال اليوم بالمرة انتهى الهامش فمن القوم من عاد بمرة إلى أكثر مما كان عليه كأكل ناقه من مرب ومنهم من توسط الحالة فبقي كالمذبذب وإنما العاقل هو الذي يستر نفسه بين الناس بثوب وسط لا يخرجه من أهل الخير ولا يدخله في زي أهل الفاقة فإن قويت عزيمته عمل في بيته ما يطيق وترك ثوب التجمل لستر الحال ولم يظهر شيئا للخلق فإنه أبعد من الرياء وأسلم من الفضيحة وفي الناس من غلب عليه قصر الأمل وذكر الآخرة حتى دفن كتب العلم وهذا الفعل عندي من أعظم الخطأ وإن كان منقولا عن جماعة من الكبار ولقد ذكرت هذا لبعض مشايخنا فقال أخطأ كلهم وقد تأويت لبعضهم بأنه كان فيها أحاديث عن قوم ضعفاء ولم يميزوها كما روي عن سفيان في دفن كتبه أو كان فيها شيء من الرأي فلم يحب أن يؤخذ عنهم الهامش من هذا المعنى أو مر هذا المعنى مرارا انظر الفصل رقم 19 انتهى الهامش فكان من جنس تحريق عثمان رضي الله عنه أو كان فيها شيء من الرأي فلم يحب أن يؤخذ عنهم فكان من جنس تحريق عثمان رضي الله عنه للمصاحف لأن لا يؤخذ بشيء مما فيها من المجمع على غيره وهذا التأويل يصح في حق علمائهم فأما غسل أحمد ابن أبي الحواري كتبه وابن أصباط فتفريط محض فالحذر الحذر من فعل يمنع منه الشرع أو من ارتكاب ما يظن عزيمة هو خطيئة أو من ارتكاب ما يظن عزيمة وهو خطيئة أو من اظهار ما لا يقوى عليه المظهر فيرجع القهقرة وعليكم من العمل ما تطيقون كما قال صلى الله عليه وسلم مئة وتسعة عشر لا خير في لذة من بعدها النار أجهل الجهلاء من آثر عاجلا على آجل لا يأمن سوء مغبته فكم قد سمعنا عن سلطان وأمير وصاحب مال أطلق نفسه في شهواتها ولم ينظر في حلال وحرام فنزل به من الندم وقت الموت أضعاف ملتذ ولو وحرام 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 وكيف والجزاء الدائم بين يديه فالدنيا محبوبة بالطبع لا ريب في ذلك ولا أنكر على طالبها ومؤثر شهواتها ولا أنكر على طالبها ومؤثر شهواتها ولكن ينبغي له أن ينظر في كسبها ويعلم وجه أخذها ليسلم له عاقبة لذته وإلا فلا خير في لذة من بعدها النار وهل عد العقلاء وهل عد في العقلاء قط من قيل له اجلس في المملكة سنة ثم نقتلك هيهات بل الأمر بالعكس وهو أن العاقل من صابر مرارة الجهد سنة بل سنين ليستريح في عاقبته وفي الجملة أف للذة أف للذة أعقبت عقوبة وقد أخبرنا عبد الرحمن بن محمد القزاز قال أخبرنا أبو بكر الخطيب قال أخبرنا الحسن بن أبي طالب قال حدثنا يوسف بن عمر القواس قال حدثنا الحسين بن إسماعيل إملاء قال حدثنا عبد الله ابن أبي سعد قال حدثنا محمد بن مسلم البلخي قال حدثنا محمد بن علي القوهستاني قال حدثنا دلف ابن أبي دلف قال رأيت كأن آتيا أتى بعد موت أبي فقال أجب الأمير فقمت معه فأدخلني دار وحشة وعرة سوداء الحيطان مقلعة السقوف والأبواب ثم أصعدني درجا فيها ثم أدخلني غرفة فإذا في حيطانها أثر النيران وإذا في أرضها أثر الرماد وإذا بي عريان واضع رأسه بين ركبتي وإذا أبي عريان واضع رأسه بين ركبتي فقال لي كالمستفهم دلف قلت نعم أصلح الله الأمير فأنشأ يقول أبلغن أهلنا ولا تخف عنهم أبلغن أهلنا ولا تخف عنهم ما لقينا في البرزخ الخفاقي قد سئلنا عن كل ما قد فعلنا فارحموا وحشتي وما قد ألاقي أفهمت قلت نعم فأنشأ يقول فلو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي لكان الموت راحة كل حي ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعده عن كل شيء مئة وعشرون نصائح لطالب العلم اللذات كلها بين حسي وعقلي فنهاية اللذات الحسية وأعلاها النكاح وغاية اللذات العقلية العلم فمن حصلت له الغايتان في الدنيا فقد نال النهاية وأنا أرشد الطالب إلى أعلى المطلوبين أو المطلوبين غير أن للطالب المرزوق علامة وهو أن يكون مرزوقا علو الهمة وهذه الهمة تولد مع الطفل فتراه في من زمن طفولته يطلب معالي الأمور كما يروى في الحديث أنه كان لعبد المطالب مفرش في الحجر فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي وهو طفل فيجلس عليه فيقول عبد المطالب إن لابني هذا شأنا فإن قال قائل فإن كانت له همة ولم أرزق ما أطلب فما الحيلة فإن قال قائل فإن كانت لي همة ولم أرزق ما أطلب فما الحيلة فالجواب أنه إذا امتنع الرزق من نوع لم يمتنع من نوع آخر ثم من البعيد أن يرزقك همة ولا يعينك فانظر في حالك فلعل له أعطاك شيئا ما شكرته أو ابتلاك بشيء من الهوى ما صبرت عنه واعلم أنه ربما زوى عنك من لذات الدنيا كثيرا لوفرك على لذات العلم فإنك ضعيف ربما لا تقوى على الجمع فهو أعلم بما يصلحك وأما ما أردت شرحه لك فإن الشاب المبتدئ في طلب العلم ينبغي له أن يأخذ من كل علم طرفا ويجعل علم الفقه الأهم الهامش الهامش انظر آخر الفصل رقم 114 انتهى الهامش ويجعل علم الفقه الأهم ولا يقصر في معرفة أو لا يقصر في معرفة النقل الهامش النقل أي الحاديث التي هي أدلة أحكام الفقه انتهى الهامش فبه تبين سير الكاملين وإذا رزق فصاحة من حيث الوضع ثم أضيف إليها معرفة اللغة والنحو فقد شحذت شفرة لسانه على أجود مسن ومتى أدى العلم لمعرفة الحق ومتى أدى العلم لمعرفة الحق وخدمة الله عز وجل ومتى أدى العلم لمعرفة الحق وخدمة الله عز وجل فتحت له أبواب لا تفتح لغيره وينبغي له بالتلطف أن يجعل جزء من زمانه مصروفا وينبغي له بالتلطف أن يجعل جزء من زمانه مصروفا إلى توفير الاكتساب والتجارة مستنيبا فيها غير مباشر لها مع التدبير في العيش الممتنع من الإسراف والتبذير فإن رواية العلم والعمل به فإن رواية العلم والعمل به إلى درجة المعرفة لله عز وجل فربما شغلته لذة فربما شغلته لذة ما وصل إليه عن كل شيء ويا لها حالة سليمة من الآفة ويا لها حالة سليمة من آفة وإن وجد من طبعه منازعا إلى الشوق في النكاح فليتحر الصرار فإن الحرائر في الأغلب غل وليعزل عن المملكات إلى أن يجرب خلقهن ودينهن الهامش العزل إلقاء الماء خارج الموضع لمنع الحمل انتهى الهامش وليعزل عن المملكات إلى أن يجرب خلقهن ودينهن فإن رضيهن طلب الولد منهن وإلا فالاستبدال بهن سهل ولا يتزوج فرة إلا أن يعلم أنها تصبر على التزويج عليها والتسري وليكن قصده الاستمتاع بها لا إجهاد النفس في الإنزال فإن ذلك يهدم قوته فيضعف الأصل فهذه الجامعة من الذتي الحسن والعقل ذكرتها على وجه الإشارة وفهم الذكي يملي عليه ما لم أشرح وفهم الذكي يملي عليه ما لم أشرح مئة وواحد وعشرون على طالب العلم أن لا يجهد نفسه اعلم أن المتعلم يفتقر إلى دوام الدراسة ومن الغلط أنهماك على الإعادة ليلا ونهارا فإنه لا يلبث صاحب هذه الحال إلا أياما ثم يفتر أو يمرض وقد روينا أن الطبيب دخل على أبي بكر ابن الأنباري في مرض موته فنظر إلى مائه الهامش أي بوله وكان جمع البول في قوارير وعرضه على الطبيب وعرضه وكان جمع البول في قوارير وعرضه على الطبيب هو الأسلوب الشايع في الفحص الطبي عند أطباء العرب من قبل تسعمائة سنة انتهى الهامش فنظر إلى مائه وقال قد كنت تفعل شيئا لا يفعله أحد ثم خرج فقال ما يجيء منه شيء فقيل له ما الذي كنت تفعل قال كنت أعيد كل أسبوع عشرة آلاف ورقة ومن الغلط حفظ الكثير أو الحفظ من فتور فإن القلب جارحة من الجوارح وكما أن من الناس من يحمل المئة رطل الهامش الفصيح أن يقال مئة الرطل أو المئة الرطل انتهى الهامش وكان وكما أن من الناس من يحمل المئة رطل ومنهم من يعجز عن عشرين رطلا فكذلك القلوب فليأخذ الإنسان على قدر قوته ودونها فإنه إذا استنفدها في وقت ضاعت منه أوقات كما أن الشره يأكل فضل قيمات يكون سببا إلى منع أكلات والصواب أن يأخذ قدر ما يطيق ويعيد في وقتين من الليل والنهار والصواب أن يأخذ قدر ما يطيق ويعيد في وقتين من الليل والنهار ويرفها القوى في بقية الزمان والدوام أصل عظيم فكم ممن ترك بعد الحفظ فضاع زمن طويل في استرجاع محفوظ قد نسي وللحفظ أوقات من العمر فأفضلها الصبا وما يقاربه من أوقات الزمان وأفضلها إعادة الأسحار وأنصاف النهار والغدوات خير من العشيات وأوقات الجوع خير من أوقات الشبع الهامش يريد ما بين الطعامين لا وقت الجوع الشديد انتهى الهامش ولا يحمد الحفظ بحضرة خضرة ولا على شاطئ نهر لأن ذلك يلهي والأماكن العالية للحفظ خير من السوافل والخلوة أصل وجمع الهم أصل الأصول وترفيه النفس من الإعادة يوما في الأسبوع ليثبت المحفوظ وتأخذ النفس قوة كالبنيان يترك أياما ثم يستقر يترك أياما حتى يستقر ثم يبني عليه وتقليل المحفوظ مع الدوام أصل عظيم وأن لا يشرع في فن حتى يحكم ما قبله ومن لم يجد نشاطا للحفظ فليترك فإن مكابرة النفس لا تسلح وإصلاح المزاج من الأصول العظيمة فإن للمأكولات أثرا في الحفظ قال الزهري ما أكلت خلا منذ عالجت الحفظ وقيل لأبي حنيفة بما يستعان على حفظ الفقه قال بجمع الهم وقال حماد بن سلمة بقلة الغم وقال مكحوم وقال مكحول من نظف ثوبه قل همه ومن طابت ريحه زاد عقله ومن جمع بينهما زادت مرؤته وأختاروا وأختاروا للمبتدئ في طلب العلم أن يدافع النكاح مهما أمكن فإن أحمد بن حنبا لم يتزوج حتى تمت له أربعون سنة وهذا لأجل جمع الهم فإن غلب عليه الأمر الهامش كما هي الحال في زماننا الذي كثرت فيه المغريات والمغويات انتهى الهامش فإن غلب عليه الأمر تزوج واجتهد في المدافعة بالفعل لتتوفر القوة على إعادة العلم ثم لينظر ما يحفظ من العلم فإن العمر عزيز والعلم غزير وإن أقواما يصرفون الزمان إلى حفظ ما غيره أولى منه وإن كان كل العلوم حسن ولكن الأولى تقديم الأهم والأفضل وأفضل ما تشوغل به حفظ القرآن وأفضل ما تشوغل به حفظ القرآن ثم الفقه وما بعد هذا بمنزلة تابع ومن رزق يقظة دلته يقظته فلم يحتج إلى دليل ومن قصد وجه الله تعالى بالعلم دله المقصود على الأحسن واتقوا الله ويعلمكم الله الهامش يحتج بعض الجهل بهذه الآية على أن التصوف يغني عن الطلب فينال صاحبه العلم وهو قاعد وذلك غلط لأن الله يعلم من يتقي والتقوى إنما تكون في اتباع الأوامر واجتناب النواهي ومما أمرنا به طلب العلم ومما أمرنا به طلب العلم فمن لم يطلب العلم لم يكن من أهل التقوى انتهى الهامش مائة واثنان وعشرون اتقل لها ولا تغتر بالسلامة من أراد دوام العافية والسلامة فليتقل لها عز وجل فإنه ما من عبد أطلق نفسه في شيء ينافي التقوى وإن قل إلا وجد عقوبته عاجلة أو آجلة ومن الاغترار أن تسيئ فترى إحسانا فتظن أنك قد سمحت وتنسى وتنسى من يعمل سوء أن يجز به وربما قالت النفس إنه يغفر فتسامحت ولا شك أنه يغفر ولكن لمن يشاء وأنا أشرح لك حالا فتأمله فتأمله بفكرك تعرف معنى المغفرة وذلك أن من هفى هفوة لم يقصدها ولم يعزم عليها قبل الفعل ولا عزم على العود بعد الفعل ثم انتبه لما فعل فاستغفر الله كان فعله وإن دخله عمدا في مقام خطأ مثل أن يعرض له مستحسن فيغلبه الطبع فيطلق النظر ويتشاغل في حال نظره بالتذاذ الطبع عن تلمح معنى النهي فيكون كالغائب أو كالسكران فإذا انتبه لنفسه ندم على فعله فقام الندم بغسل تلك الأوساخ التي كانت كأنها غلطة لم تقصد فهذا معنى قوله تعالى إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون فهذا معنى قوله تعالى إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون فأما المداوم على تلك النظرة المردد لها فأما المداوم على تلك النظرة المردد لها المصر عليها فكأنه في مقام متعمد في مقام متعمد للنهي مبارز بالخلاف فالعفو يبعد عنه فالعفو يبعد عنه بمقدار إصراره ومن البعد أن لا يرى الجزاء على ذلك كما قال ابن الجلاء رآني شيخي وأنا قائم أتأمل حدثا نصرانيا فقال ما هذا لتراين غبها ولو بعد حين فنسيت القرآن بعد أربعين سنة وأعلم أنه من أعظم المحن الاغترار بالسلامة بعد الذنب فإن العقوبة تتأخر ومن أعظم العقوبة أن لا يحس الإنسان بها وأن تكون في سلب الدين وطمس القلوب وسوء الاختيار للنفس فيكون من آثارها سلامة البدن وبلوغ الأغراض قال بعض المعتبرين أطلقت نظري فيما لا يحل لي ثم كنت أنتظر العقوبة فألجئت إلى سفر طويل لا نية لي فيه فلقيت المشاق ثم أعقب ذلك موت أعز الخلق عندي وذهاب أشياء كان لها وقع عظيم عندي ثم تلافيت أمري بالتوبة فصلح حالي ثم عاد الهوى فحملني على إطلاق بصري مرة أخرى فطمس قلبي وعدمت رقته واستلب مني ما هو أكثر من فقد الأول ووقع لي تعويض عن المفقود ما كان فقده أصلح فلما تأملت ما عوضت وما سلب مني صحت من ألم تلك السياط فها أنا أنادي من على الساحل الهامش الفصيح فها أنا ذا أنادي من الساحل انتهى الهامش فها أنا أنادي من على الساحل إخواني احذروا لجة هذا البحر ولا تغتروا بسكونه وعليكم بالساحل ولازموا حسن التقوى فالعقوبة مر واعلموا أن في ملازمة التقوى مرارات من فقد الأغراض والمشتهيات والمشتهيات غير أنها في ضرب المثل كالحمية تعقب صحة غير أنها في ضرب المثل كالحمية تعقب صحة والتخليط ربما جلب موت الفجأة وبالله لو نمتم على المزابل مع الكلاب في طلب رضى المبتلي كان قليلا في نيل رضاه ولو بلغتم نهاية الأمان من أغراض الدنيا مع إعراضه عنكم كانت سلامتكم هلاكا وعافيتكم مرضا وصحتكم سقما والأمر بآخره والعاقل من تلمح العواقب وصابر رحيمكم الله تعالى هجير البلاء فما أسرع زواله والله الموفق إذ لا حول إلا به ولا قوة إلا بفضله مئة وثلاثة وعشرون الرد على أهل البدع والصوفية والمتكلمين والمشبهة قدم إلى بغداد جماعة من أهل البدع الأعاجم فارتقوا منابر التذكير للعوام فكان معظم مجالسهم أنهم يقولون ليس لله في الأرض كلام وهل المصحف إلا ورق وعفص وزاج وأن الله ليس في السماء وأن الجارية التي قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله كانت خرساء فأشارت إلى السماء أي ليس هو من الأصنام التي تعبد في الأرض الهامش الله لا يحده زمان ولا يحويه مكان وهو خالق الزمان والمكان انتهى الهامش ثم يقولون أين الحروفية الذين يزعمون أن القرآن حرف وصوت هذا عبارة جبريل فما زال كذلك حتى هان تعظيم القرآن في صدور أكثر العوام وصار أحدهم يسمع فيقول هذا هو الصحيح وإلا فالقرآن شيء يجيء به جبريل في كيس فشكى إلي جماعة من أهل السنة فقلت لهم اصبروا فلابد للشبهات أن ترفع رأسها في بعض الأوقات وإن كانت مدموغة وللباطل جولة وللحق صولة والدجالون كثير ولا يخلو بلد ممن يضرب البهرج على مثل سكة السلطان قال قائل فما جوابنا عن قولهم قلت اعلم وفقك الله تعالى عز وجل ورسوله قنعا من الخلق بالإيمان بالجمل وعلم وفقك الله تعالى أن الله عز وجل ورسوله قنعا من الخلق بالإيمان بالجمل ولم يكلف معرفة التفاصيل إما لأن الاطلاع على التفاصيل يخبط العقائد وإما لأن قوى البشر تعجز عن مطالعة ذلك فأول ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إثبات الخالق ونزل عليه القرآن بالدليل على وجود الخالق بالنظر في صنعه فقال تعالى أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وقال تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون وما زال يستدل على وجوده بمخلوقاته وعلى قدرته بمصنوعاته ثم أثبت نبوة نبيه بمعجزاته وكان من أعظمها القرآن الذي جاء به فعجز الخلائق عن مثله واكتفى بهذه الأدلة جماعة من الصحابة ومضى على ذلك القرن الأول والمشرب صاف لم يتكدر الهامش فلم يقولوا إنه في السماء ولم ينفو ولم يحققوا الاستواء ولم يؤولوا ولم يتكلموا في ذلك بشيء ولكن فوضوا وسلموا انتهى الهامش وعلم الله عز وجل ما سيكون من البدع فبالغ في إثبات الأدلة وملأ بها القرآن ولما كان القرآن هو منبع العلوم وأكبر المعجزات للرسول أكد الأمر فيه فقال فقال تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك وننزل من القرآن ما هو شفاء فأخبر أنه كلامه بقوله تعالى يريدون أن يبدل كلام الله وأخبر أنه مسموع بقوله تعالى حتى يسمع كلام الله وأخبر أنه محفوظ فقال تعالى في لوح محفوظ وقال تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وأخبر أنه مكتوب ومتلو فقال تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إلى ما يطول شرحه من تعدد الآيات في هذه المعاني التي توجب إثبات القرآن ثم نزه نبيه صلى الله عليه وسلم عن أن يكون أتى به من قبل نفسه فقال تعالى أم يقولون افتره بل هو الحق من ربك وتوعده لو فعل فقال تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل وقال في حق الزاعم أنه كلام الخلق حين قال إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر ولما عذب كل أمة بنوع عذاب تولاه بعض الملائكة كصيحة جبريل عليه السلام بثمود وإرسال الريح على عاد والخسف بقارون وقلب جبريل دار لوط عليهم السلام وقلب جبريل دار لوط عليهم السلام وإرسال الطير الأبابيل على من قصد تخريب الكعبة تولى هو بنفسه عقاب المكذبين بالقرآن فقال تعالى ذرني ومن يكذب بهذا الحديث وقال تعالى ذرني ومن خلقته وحيدا وهذا لأنه أصل هذه الشرايع وهذا لأنه أصل هذه الشرايع والمثبت لكل شريعة تقدمت لأن جميع الملل ليس عندهم ما يدل على صحة ما كانوا فيه إلا كتابنا لأن كتبهم غيرت أو غيرت وبدلت وقد علم كل ذي عقل أن القائل إن هذا إلا قول البشر إنما أشار إلى ما سمع ولا يختلف أولو الألباب وأهل الفهم للخطاب أن قوله وأنه كناية عن القرآن وقوله تنزل به كناية أيضا عنه وقوله هذا كتاب إشارة إلى حاضر وهذا أمر مستقر لم يختلف فيه أحد من القدماء في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم ثم دس الشيطان دسائس البدع فقال قوم هذا المشار إليه مخلوق فثبت الإمام أحمد رحمه الله ثبوتا لم يثبته غيره على دفع هذا القول لألا يتطرق إلى القرآن ما يمحو بعض تعظيمه في النفوس ويخرجه عن الإضافة إلى الله عز وجل ورأى أن ابتداع ما لم يقل فيه لا يجوز استعماله ورأى أن ابتداع ما لم يقل فيه لا يجوز استعماله فقال كيف أقول ما لم يقل ورأى أن ابتداع ما لم يقل فيه لا يجوز استعماله فقال كيف أقول ما لم يقل ثم لم يختلف الناس في غير ذلك إلى أن نشأ علي بن إسماعيل الأشعري فقال مرة بقول المعتزلة ثم عن له فادعى أن الكلام صفة قائمة بالنفس فأوجبت دعواه هذه أن ما عندنا مخلوق وزادت فخضطت العقائد فما زال أهل البدع يجوبون في تيارها إلى اليوم الهامش جمهور المسلمين من سبعمائة سنة إلى اليوم على مذهب الأشعري في العقائد أو الماتريدي وهو قريب منه يدينون بذلك ويؤلفون فيه كتبهم ويعلمونها في مدارسهم ومما يضر الأشاعرة أن يسميهم بعض الناس الجهمية ولا يضرهم إن وافقوا المعتزل في شيء فإنه ليس كل ما قاله المعتزل أو قال الجهمية باطلة بل إن فيه ما لا يخل من حق وممن أنصفهم من العلماء المتأخرين العالم السلفية الشيخ جمال الدين القاسمي رحمه الله انظر رسالته الجهمية والمعتزلة وليس معنى قول هذا أن الأشاعرة فوق النقد أو أنهم أهدى الناس أو أن اتباع مذهبهم واجب فإن الأشاعرة كغيرهم يؤخذ منهم ويرد عليهم ولا يجب وجوبا اتباع مذهبهم والخير فيما كان عليه السلف قبل أن تكون هذه المذاهب الكلامية كلها فمن استطاع ذلك فيها فمن استطاع ذلك فبها ونعمة انتهى الهامش انتهى الوجه الأول وننتقل إلى الوجه الثاني الوجه الثاني والكلام في هذه المسألة مرتب بذكر الحجج والشبه في كتب الأصول فلا أطيل به هاهنا بل أذكر لك جملة تكفي من أراد الله هدى وهو أن الشرع قنع منا بالإيمان جملة وبتعظيم الظواهر ونهى عن الخوض فيما يثير غبار شبهته ولا يقوى على قطع طريقه إقدام الفهم وإذا كان قد نهى عن الخوض في القدر فكيف يجوز الخوض في صفات المقدر وما ذك إلا لأحد الأمرين الذين ذكرتهما إما لخوف إثارة شبهة تزلزل العقائد أو لأن قوى البشر تعجز عن إدراك الحقائق فإذا كانت ظواهر القرآن تثبت أو تثبت وجود القرآن فقال قائل ليس هاهنا قرآن فقد رد الظواهر التي تعب الرسول صلى الله عليه وسلم في إثباتها وقرر وجودها في النفوس وبماذا يحل ويحرم ويبت ويقطع وليس عندنا من الله تعالى تقدم بشيء الهامش في قوله تقدم بشيء أي أمر انتهى الهامش وهل للمخالف دليل إلا أن يقول قال الله فيعود فيثبت ما نفى فليس الصواب لمن وفق إلا الوقوف على ظاهر الشرع الهامش أي وقوف تفويض وتسليم لا تشبيه وتجسيم انتهى الهامش فإن اعترضه ذو شبهة فقال هذا صوتك وهذا خطك فإن القرآن فليقل له قد أجمعنا أنا وأنت على وجود شيء به نحتج جميعا وكما أنك تنكر علي أن أثبت شيئا لا يتحقق لي إثبات حسا لا يتحقق لي إثباته حسا فأنا أنكر عليك كيف تنفي وجود شيء قد ثبت شرعا وأما قولهم هل في المصحف إلا ورق وعفص وزاج هذا كقول القائل هل الآدمي إلا لحم ودم هيهة إن معنى الآدمي هو الروح فمن نظر إلى اللحم والدم وقف مع الحس فإن قال فكذا أقول أن المكتوب غير الكتابة قلنا له وهذا ما تنكره قلنا له وهذا مما ننكره عليك لأنه لا يثبت تحقيق هذا لك ولا لخصمك فإن أردت بالكتابة الحبر وتخطيطه فهذا ليس هو القرآن وإن أردت المعنى القائمة بذلك فهذا ليس هو الكتابة وهذه الأشياء لا يصلح الخوض فيها فإن ما دونها لا يمكن تحقيقه على التفصيل كالروح مثلا الهامش هذا صحيح ولكن المؤلف يخالف فعله قوله فلم يفوض تفوض السلف ولا قال بالمجاز كما فعل الخلف ولكنه مال إلى التأويل تارة وإلى التشبيه تارة انتهى الهامش فإن نعلم وجودها في الجملة فأما حقيقتها فلا فإذا جهلنا حقائقها كنا لصفات الحق أجهل فوجب الوقوف مع السمعيات مع نفي ما لا يليق بالحق لأن الخوض يزيد الخائض تخبيطا ولا يفيده تحصيلا بل يوجب عليه نفي ما يثبت بالسمع من غير تحقيق من غير تحقيق أمر عقلي فلا وجه للسلامة إلا طريق السلف والسلام وكذا أقول إن إثبات الإله بظواهر الآيات والسنن ألزم للعوام من تحديثهم بالتنزيه وإن كان التنزيه لازما وقد كان ابن عقيل يقول الأصلح لاعتقاد العوام ظواهر الآي والسنن لأنهم يأنسون بالإثبات فمتى محون ذلك من قلوبهم زالت السياسات والحشمة وتهافت العوام في الشبهة وتهافت العوام في الشبهة أحب إلي من إغراقهم في التنزيه لأن التشبيه يغمسهم في الإثبات الهامش أعوذ بالله كيف والمؤلف نفسه صاحب كتاب دفع شبهة التشبيه انتهى الهامش فيطمع ويخاف شيئا قد أنسوا إلى ما يخاف مثله قد أنسوا إلى ما يخاف مثله ويرجع فالتنزيه يرمي بهم إلى النفي ولا طمع ولا مخافة من النفي ومن تدبر الشريعة رأها عامة للمكلفين في التشبيه بالألفاظ التي لا يعطي ظاهرها سوى كقول الأعرابي أَوَيَضْحَكُ رَبُّنَا؟ قال نعم فلم يكفره من هذا القول الهامش إذا أخذه أحد على ظاهره وقال بأنه يضحك أي كضحكنا فقد كفر انتهى الهامش مئة وأربعة وعشرون العلم والفقر أعظم البلاية أن يعطيك همة عالية ويمنعك من العمل بمقتضاها فيكون من تأثير همتك الأنفة من قبول إرفاق الخلق استثقالا لحمل منانهم ثم يبتليك بالفقر فتأخذ منهم ويلطف مزاجك فلا تقبل من المأكولات ما سهل إحضاره فتحتاج إلى فضل نفق ثم يقلل رزقك ويعلق همتك بالمستحسنات أو بالمستحسنات ويقطع بالفقر السبيل إليهم ويريك العلم في مقام معشوق ويضعف بدنك عن الإعادة ويخلي يديك من المال الذي تحصل به الكتب ويقوي توقك إلى درجات العارفين والزهاد ويحوجك إلى مخالطة أرباب الدنيا وهذا البلاء المبين وأما الخسيس الهمة الذي لا يستنكف من سؤال الخلق ولا يرى الاستبدال بزوجته الهامش كان الزوجة كأن الزوجة عنده متاع إذا رث جدده لا ولكن رفيقه العمر ولكن رفيقة العمر لا يستبدل بها إلا إن أساءت أو تعذرت معاشرتها انتهى الهامش ولا يرى الاستبدال بزوجته ويكتفي بيسير من العلم ولا يتوق إلى أحوال العارفين فذلك لا يؤلمه فقد شيء ويرى ما وجد هو الغاية فهو يفرح فرح الأطفال بالزخارف فما أهون الأمر عليه إنما البلاء على العارف ذي الهمة العالية الذي تدعوه همته إلى جمع الأضاد للتزيد من مقام الكمال وتقصير خطاه عن مدارك مقصوده فيا له من حال ينفد في طريقه زاد الصابرين فيا له من حال ينفد في طريقه زاد الصابرين ولولا حالات غفلة تعتري هذا المبتلى ولولا حالات غفلة تعتري هذا المبتلى يعيش بها أو هذا المبتلى يعيش بها لكان دوام ملاحظته للمقامات يعمي بصره واجتهاده في السلوك يحفي قدمه لكن ملاحظات الإمداد له تارة ببلوغ بعض مراده وتارة بالغفلة عما قصد وهذا كلام عزيز لا يفهمه إلا أربابه ولا يعلم كنهه إلا أصحابه مائة وخمسة وعشرون فضيلة الصبر على ما فيه شبهة تراعنت علي نفسي في طلبها شيئا من أغراضها بتأوين فاسد فقلت لها بالله عليك تصبري أو تصبري إن في المعبر شغلا بحذر الغرق من كثرة الموج عن التنزه في عجائب البحر إذا همست بفعل فقدر حصوله ثم تلمح عواقبه وما تجتنين من ثمرته فأقل ذلك الندم على ما فعلت ولا يؤمن أن يثمر غضب الحق عز وجل وإعراضه عنك فأفن للقاطع عنه ولو كان الجنة ثم أعلم أيتها النفس أنه ما يمضي شيء جزافة وأن ميزان العدل تبين فيه الذرة فتلمح الأموات والأحياء والظر إلى من نشر ذكره بالخير والشر وزيادة ذلك ونقصانه والظر إلى من نشر ذكره بالخير والشر وزيادة ذلك ونقصانه فسبحان من أظهر دليل الخلوات على أربابها حتى أن حبات القلوب تتعلق بأهل الخير وتنفر من أهل الشر من غير مطالعة لشيء من أعمال الكل قال إبليس أو تترك مرادك لأجل الخلق قلت لا إنما هذا بعض الثمرات الحاصلة من طريق الغرض ونحن نرى من يمشي ثلاثين فرسخا ليقال ساع فالمتقي قد نال شرف الذكر وإن لم يقصد نيل ذلك مترجحا له في وزن الجزاء سيجعل لهم الرحمن ود قالت النفس لقد أمرتني بالصبر على العذاب لأن ترك الأغراض عذاب قلت لك عن الغرض عوض ومن كل متروك بدل وأنت في مقام مستعبد وأنت في مقام مستعبد ولا يصح للأجير أن يلبس ثياب الراحة في زمان الاستئجار وكل زمان المتقي وكل زمان المتقي نهار صوم ومن خاف العقاب ترك المشتهى ومن رام القرب استعمل الورع وللصبر حلاوة تبين في العواقب مائة وستة وعشرون اترك عاجل الهوى لآجل الثواب من نازعته نفسه إلى لذة محرمة فشغله نظره إليها عن تأمل عواقبها وعقابها وسمع هتاف العقل يناديه ويحك لا تفعل فإنك تقف عن الصعود وتأخذ في الهبوط ويقال لك ابقى بما اخترت ابقى بما اخترت فإن شغله هوا فلم يلتفت إلى ما قيل له لم يزل في نزول وكان مثله في سوء اختياره كالمثل المضروب إن الكلب قال للأسد يا سيد السباع غير اسمي فإنه قبيح فقال له أنت خائن لا يصلح لك غير هذا الاسم قال فجربني فأعطاه شقة لحم وقال احفظ لي هذه إلى غد وأنا أغير اسمك فجاع وجعل ينظر إلى اللحم ويصبر فلما غلبته نفسه قال وأي شيء باسمي وما كلب إلا اسم حسن فأكل وهكذا الخسيس الهمة القنوع بأقل المنازل المختار عاجل الهوى على آجل الفضائل فالله الله في حريق الهوى إذا ثار وانظر كيف تطفئه فرب زلة في بئر ورب أثر لم ينقلع والفائت لا يستدرك على الحقيقة والفائت لا يستدرك على الحقيقة فابعد عن أسباب الفتنة فإن المقاربة محنة لا يكاد صاحبها يسلم والسلام مائة وسبعة وعشرون مجاهدة المتقين رأيت الخلق كلهم في صف محاربة والشياطين يرمونهم بنبل الهوى ويضربونهم بأسياف اللذة فأما المخلطون فصرع من أول اللقاء فأما المخلطون فصرع من أول اللقاء وأما المتقون ففي جهد جهيد من المجاهدة فلابد مع طول الوقوف في المحاربة من جراح فهم يجرحون ويداوون إلا أن القتل محفوظ بلى إن الجراحة في الوجه شيء باق فليحذر ذلك أو فليحذر ذلك الهامش يريد أنهم أمنوا القتل ولم يأمنوا الجراح مثل بذلك للمتقين لا يقعون في الكفر لكن لا يخلصون من المعاصي وهذه الجملة مثال على تعقيد المؤلف وقصور تعبيره أحيانا انتهى الهامش مئة وثمانية وعشرون الدنيا فخ الدنيا فخ والجاهل بأول نظرة وقع فأما العاقل المتقي فهو يصابر المجاعة ويدور حول الحب الهامش الهامش الحب الموضوع في الفخ مثل بالفخ مثل بالفخ للمعصية وبالحب للذتها انتهى الهامش ويدور حول الحب والسلامة بعيدة فكم من صابر واجتهد سنين ثم في آخر الأمر وقع فالحذر الحذر فقد رأينا من كان على سنن الصواب ثم زل على شفير القبر مائة وتسعة وعشرون مرارة الذنوب وعواقبها اعلموا اخواني ومن يقبل نصيحتي ان للذنوب تأثيرات قبيحة مراراتها تزيد على حلوتها اضعافا مضاعفة والمجازي بالمرصاد لا يسبقه شيء ولا يفوته اوليس يروى في التفسير ان كل واحد من اولاد يعقوب عليهم السلام وكانوا اثني عشر ولد له اثنى عشر ولدا الا يوسف فانه ولد له احد عشر وجوزي بتلك الهمة فنقص ولدا فنقص ولدا الهامش في قوله وجوزي بتلك الهمة الهامش من هذا المعنى وهو رجم بالغيب بلا دليل مر هذا المعنى وهو رجم بالغيب بلا دليل ذلك لان يوسف عليه السلام رأى برهان ربه فكف ولو كان المجال مجال عقوبة لكان ذنبهم فيما صنعوا به اكبر من همه الذي هم به وانظر ما قاله المؤلف عنهم في الفصل الحادي عشر بعد المئة ولو كان الفضل ولو كان الفضل بكثرة الولد لكان اخوة يوسف افضل من ابراهيم عليه السلام انتهى الهامش فوأسف لمضروب بالسياط ما يحس بالألم ولمثخن بالجراح وما عنده من نفسه خبر ولمتقلب في عقوبات ما يدري بها ولعمري ان اعظم العقوبة ان لا يدري بالعقوبة فوعجبا للمغالط نفسه يرضى او يرضي ربه بطاعة ويسرق معصية ويقول حسنة وسيئة ويك من كيسك تنفق ويك من كيسك تنفق ومن بضاعتك تهدم ووجه جاهك تشين ورب جراحة قتلت ورب عثرة اهلكت ورب فارط لا يستدرك او لا يستدرك ويحك انتبه لنفسك ما الذي تنتظر بأوبتك وماذا تترقب بتوبتك المشيب فها هو اوهن العظم وهل بعد رحيل الاهل والاولاد والاقارب الا اللحق قدر ان ما تؤمله قدر ان ما تؤمله من الدنيا قد حصل فكان ماذا اما هو عاجل فشغلك عاجلا ثم اخر جرعة لذة شرق وانا واما ان تفارق محبوبك ويفارقك فيا لها جرعة مريرة تود عندها ان لو لم تره اهل لمحجوب العقل عن التأمل ولمصدود عن الورود وهو يرى المنهل اما في هذه القبور نذير اما في كرور الزمان زاجر اين من ملك وبلغ المنا فيما امل ناداهم في ناديهم هيهاتا صموا عن مناديهم فلو ان ما بهم الموت فلو ان ما بهم الموت انما القبور هنية العمل حصل يا معدوما بالامس يا متلاشي الاشلاء الهامش كلمة تلاشا لا اصل لها في الفصيح وفي كلام المؤلف كثير جدا من امثالها انتهى الهامش يا متلاشي الاشلاء في الغد يا متلاشي الاشلاء في الغد باي وجه تلقى ربك ايساوي ما تناله من الهوى لفظ عتاب بالله ان الرحمة بعد المعاتبة ربما لم تستوفي طلع البغضة من صميم القلب فكيف ان اعقب العتاب عقاب وقد اخبرنا عبد الرحمن ابن محمد القزاز قال اخبرنا ابو بكر الخطيب قال اخبرنا محمد بن الحسين المعدل قال اخبرنا ابو الفضل الزهري قال اخبرنا احمد بن محمد الزعفراني قال حدثنا ابو العباس ابن واصل المقري قال سمعت محمد بن عبد الرحمن الصير فيه قال رأى جار لنا يحيى بن اكثم بعد موته في منامه فقال ما فعل بك ربك فقال وقفت بين يديه فقال لي سوءة لك يا شيخ فقلت يا رب ان رسولك قال انك لتستحي من ابناء الثمانين ان تعذبهم وانا ابن الثمانين اسير الله في الارض فقال لي صدق رسولي قد عفوت عنك وفي رواية اخرى عن محمد بن سلم الخواص قال رأيت يحيى بن اكثم في المنام فقلت ما فعل الله بك فقال اوقفني بين يديه وقال لي يا شيخ السوء لو لا شيبتك لاحرقتك بالنار وقال لي يا شيخ السوء لو لا شيبتك لاحرقتك بالنار الهامش لا يبنى على مثل هذه المنامات حكم شرعي فلا يغتر ذو شيب بشيبه فيقيم على معصية انتهى الهامش والمقصود من هذا النظر بعين الاعتبار فهل يفي هذا بدخول الجنة فضلا على الذات الدنيا فنسأل الله عز وجل ان ينبهنا من رقدات الغافلين وان يرينا الاشياء كما هي لنعرف عيوب الذنوب والله الموفق مئة وثلاثون ومن يتق الله يجعل له مخرجا ضاق بي امر اوجب غما لازما دائما واخذت ابالغ في الفكر في الخلاص من هذه الهموم بكل حيلة وبكل وجه فما رأيت طريقا للخلاص فعرضت لي هذه الاية ومن يتق الله يجعل له مخرجا فعلمت ان التقوى سبب للمخرج من كل غم فما كان الا انهمنت بتحقيق التقوى فوجدت المخرج فلا ينبغي لمخلوق ان يتوكل او يتسبب او يتفكر فلا ينبغي لمخلوق ان يتوكل او يتسبب او يتفكر الا في طاعة الله تعالى وامتثال امره فان ذلك سبب لفتح كل مرتج الهامش اي مغلق ورتاج الباب غلقه ومنه قولهم ارتج على الخطيب اذا حصر وعجز عن الكلام انتهى الهامش فان ذلك سبب لفتح كل مرتج ثم اعجبه ان يكون من حيث لم يقدره من حيث لم يقدره المتفكر المحتال المدبر كما قال عز وجل ويرزقه من حيث لا يحتسب ثم ينبغي للمتقي ان يعلم ان الله عز وجل كافيه فلا يعلق قلبه بالاسباب فقد قال عز وجل ومن يتوكل على الله فهو حسبه مائة وواحد وثلاثون عدم اجابة الدعاء واسبابه من العجب الحاحك في طلب اغراضك وكلما زاد تعويقها زاد الحاحك وتنسى انها قد تمتنع لاحد امرين اما لمصلحتك فربما طلبت معجل اذى وانما لذنوبك فان صاحب الذنوب بعيد من الاجابة فنظف طرق الاجابة من اوساخ المعاصي وانظر فيما تطلبه هل هو لاصلاح دينك او لمجرد هواك فان كان للهوى المجرد فاعلم ان من اللطف بك والرحمة لك تعويق فاعلم ان من اللطف بك والرحمة لك تعويق وانت في الحاحك بمثابة الطفل يطلب ما يؤذيه فيمنع رفقا به وان كان لصلاح دينك فربما كانت المصلحة تأخيرا او كان صلاح الدين بعدمه وفي الجملة تدبير الحق عز وجل لك خير من تدبيرك وقد يمنعك ما تهوى ابتلاء ليبلو صبرك فاره الصبر الجميل ترى عن قرب ما يسر ومتى نظفت طرق الاجابة من ادران الذنوب وصبرت على ما يقتضيه لك فكل ما يجري اصلح لك عطاء كان او منعا مائة واثنان وثلاثون الاستعداد للموت وقصر الامل يجب على من لا يدري متى يبغته الموت ان يكون مستعدا ولا يرتر بالشباب والصحة فان اقل من يموت الاشياخ واكثر من يموت الشبان ولهذا ينظر من يكبر وقد انشدوا يعمر واحد فيغر قوما يعمر واحد فيغر قوما وينسى من يموت من الشباب ومن الاغترار طول الامل وما من افة اعظم منه فانه لولا طول الامل ما وقع اهمال اصلا وانما يقدم العاصي ويؤخر التوبة لطول الامل وتبادر وتبادر الشبهات وتبادر الشهوات وتنسى الانابة لطول الامل وان لم تستطع وان لم تستطع قصر الامل فاعمل عمل قصير الامل ولا تمسي حتى تنظر فيما مضى من يومك فان رأيت زلة فامحها بتوبة او خرقا فارقعه باستغفار واذا اصبحت فتأمل ما مضى في ليلك واياك والتسويف فانه اكبر جنود ابليس وخذ لك منك على مهلة ومقبل عيشك لم يدبر وخف هجمة لا تقيل العثار وتطوي الورود على المصدر ومثل لنفسك اي الرعيل يضمك في حلبة المحشر ثم صور لنفسك قصر العمر وكثرة الاشغال ثم صور لنفسك قصر العمر وكثرة الاشغال وقوة الندم على التفريط عند الموت وطول الحسرة على البدار بعد الفوت وصور ثواب الكاملين وانت ناقص والمجتهدين وانت متكاسل ولا تخلي نفسك من موعظة تسمعها وفكرة تحادثها بها فان النفس كالفرسي المتشيط فان النفس كالفرسي المتشيط ان اهملت لجامه لم تأمن ان يرمي بك وقد والله دنستك اهوائك وضيعت عمرك فالبدار البدار في الصيانة قبل تلف الباقي بالصبابة فكم تعرقل في فخ الهوى جناح جارم الهامش الجارم المجرم انتهى الهامش وكم وقع في بئر بوار مخمور ولا حول ولا قوة الا بالله مئة وثلاثة وثلاثون حذار من المعاصي الحذر الحذر من المعاصي فان عواقبها سيئة وكم من معصية لا يزال صاحبها في هبوط ابدا مع تعثير اقدامه وشدة فقره وحسراته على ما يفوته من الدنيا وحسرة لمن نالها فلو قارب زمان جزائه على قبيحه الذي ارتكبه كان اعتراضه على القدر في فوات اغراضه بعيد العذاب جديد فوأسفا لمعاقب لا يحس بعقوبته وآه من عقاب يتأخر حتى ينسى سببه اوليس ابن سيرين يقول عيرت رجلا بالفقر فافتقرت بعد اربعين سنة وابن الجلا يقول نظرت الى شاب مستحسن فنسيت القرآن بعد اربعين سنة فوأحسرة للمعاقب لا يدري ان اعظم العقوبة عدم الاحساس بها فالله الله في تجويد التوبة عساها تكف كف الجزاء والحذر الحذر من الذنوب خصوصا ذنوب الخلوات فان المبارزة لله تعالى تسقط العبد من عينه واصلح ما بينك وبينه في السر وقد اصلح لك احوال العلانية ولا تغتر بستره ايها العاصي فربما يجذب عن عورتك ولا بحلمه فربما بغت العقاب وعليك بالقلق واللجء اليه والتضرع فان نفع شيء فذلك وتقوت بالحزن وتمزز كأس الدمع واحفر بمعوى للأسى قليبا قلب الهوى لعلك تنبط من الماء ما يغسل جرم جرمك الهامش في قوله قليبا قلب الهوى القليب البئر الواسعة وفي قوله جرم جرمك الجرم بكسر الجيم الجرم بالكسر هو الجسم والجرم بالضم هو الذنب انتهى الهامش مئة واربعة وثلاثون الاستقامة ومراقبة الله تعالى اخواني اسمعوا نصيحة اسمعوا نصيحة من قد جرب وخبر انه بقدر اجلالكم لله عز وجل يجلكم وبمقدار تعظيم قدره واحترامه يعظم اقداركم وحرمتكم ولقد رأيت والله من انفق عمره في العلم الى ان كبرت سنه ثم تعدى بعض الحدود فهان عند الخلق وكانوا لا يلتفتون اليه مع غزارة علمه وقوة مجاهدته ولقد رأيت من كان يراقب الله عز وجل في صبوته مع قصوره بالاضافة الى ذلك العالم فعظم الله قدره في القلوب حتى علقته النفوس ووصفته بما يزيد على ما فيه من الخير ورأيت من كان يرى الاستقامة اذا استقام فاذا زاغ مال اللطف عنه ولولا عموم الستر وشمول رحمة الكريم لفتضح هؤلاء المذكورون غير انه في الاغلب تأديب او تلطف في العقاب كما قيل ومن كان في سخته محسنا فكيف يكون اذا ما رضي غير ان العدل لا يحابي وحاكم الجزاء لا يجور وما يضيع عند الامين شيء مائة وخمسة وثلاثون للبلايا اوقات قد تطول ايها المذنب اذا احسست نفحات الجزاء فلا تكثرن الضجيج ولا تقولن قد تبت وندمت فهل زال عني من الجزاء ما اكره فلعل توبتك ما تحققت وان للمجازات زمانا يمتد امتداد المرض الطويل فلا تنجح فلا تنجح فيه الحيل حتى ينقضي اوانه وان بين زمان وعصى الى اباني فتلقى مدة مديدة الهامش هذه اشارة الى ايتي وعصى ادم ربه فغوى وقوله تعالى فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه انتهى الهامش فاصبر ايها الخاطئ حتى يتخلل ماء عينيك خلال ثوب القلب المتنجس فاذا عصرته فاذا عصرته كف الاسى ثم تكررت دفع الغسلات حكم بالطهارة بقي ادم يبكي على زلته ثلاثمائة سنة ومكث ايوب عليه السلام في بلائه ثمان عشرة سنة واقام يعقوب يبكي على يوسف عليهما السلام ثمانين سنة الهامش من اين جاء بهذه الارقام انتهى الهامش وللبلايا اوقات ثم تنصرم ورب عقوبة امتدت الى زمان الموت فاللازم ان تلازم محراب الانابة وتجلس جلسة المستجد وتجعل طعامك القلق وشربك البكاء فربما قدم بشير القبول فارتد يعقوب الحزن بصيرا وان ميت في سجن شجنك فربما ناب حزن الدنيا عن حزن الاخرة وفي ذلك ربح عظيم مئة وستة وثلاثون احذر عاقبة العاصي الواجب على العاقل ان يحذر مغبة المعاصي فان نارها تحت الرماد وربما تأخرت العقوبة ثم فجأت وربما جاءت مستعجلة او مستعجلة فليبادر باطفاء ما اوقذ من نيران الذنوب ولا ماء يطفي تلك النار الا ما كان من عين العين الهامش اي نبع العين يريد الدمع وللعين عشرات المعاني انظر قصيدة جمعتها كلها في مقدمة الصاحي لاحمد بن فارس انتهى الهامش لعل ولا ماء يطفي تلك النار الا ما كان من عين العين لعل خصم الجزاء يرضى قبل ان يبت الحاكم في حكمه مائة وسبعة وثلاثون وجوب التوبة والعمل وجوب التوبة والعمل الاخرة وعجبا من عارف بالله عز وجل وعجبا من عارف بالله عز وجل يخالفه ولو في تلف نفسه هل العيش الا معه هل الدنيا والاخرة الا له اف لمترخص فعل ما يكره لنيل اف لمترخص فعل ما يكره لنيل ما يحب تالله لقد فاته اضعاف ما حصل اقبل على ما اقوله يا ذا الذوق هل وقع لك تعثير في عيش وتخبيط في حال الا حال مخالفته ولن ثنى عزمي عن بابكم الا تعثرت بأذيالي ولن ثنى عزمي عن بابكم الا تعثرت بأذيالي اما سمعت تلك الحكاية عن بعض السلف انه قال رأيت على سور بيروت شابا يذكر الله تعالى فقلت له الك حاجة فقال اذا وقعت لي حاجة سألته اياها بقلبي فقضاها يا ارباب المعاملة بالله عليكم لا تكدروا المشرب يا ارباب المعاملة بالله عليكم لا تكدروا المشرب قفوا على باب المراقبة وقوف الحراس وادفعوا ما لا يصلح ان يلجى فيفسد وهجروا اغراضكم لتحصيل محبوب الحبيب فان اغراضكم تحصل على اني اقول اف لمن ترك بقصد الجزاء الهامش اي رجاء المكافأة ومن ترك الذنب بقصد المكافأة كان محسنا في نظر الشرع ولا يقال له اف انتهى الهامش اهذا شرط العبودية كلا انما ينبغي لي اذا كنت مملوكا ان افعل ليرضى لا 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 اعطى فان كنت محبا رأيت قطع الاربي في رضاه وصلا اقبل نصحي مخدوعا بغرضه ان ضعفت عن حمل بلائه فاستغث به وان الامك كرب اختياره فانك بين يديه ولا تيأس من روحه وان قوي خناق البلاء بالله ان موت الخادم في الخدمة حسن عند العقلاء اخواني لنفسي اقول فمن له شرب معي فليرد اخواني لنفسي اقول فمن له شرب معي فليرد ايتها النفس لقد اعطاك ما لم تأملي وبلغك ما لم تطلبي وستر عليك من قبيحك ما لو فاح ضجة المشام فما هذا الضجيج من فوت كمال الاغراض ام ملوكة انت ام حرة اما علمت انك في ذار التكليف وهذا الخطاب ينبغي ان يكون للجهال فاين دعواك المعرفة اتراه لو هبت نفحة فاخذت البصر كيف كانت تطيب لك الدنيا واسفا واسفا او تلاعبت او تلاعبت في بحر العمر ريح الضعف ففرقت تلفيق القوى وكان قد فصلت الموكب وكان قد فصلت المركب بلغت نهاية الاجل وعين هواك تتلف الى الصبا بلغت نهاية الاجل وعين هواك تتلف الى الصبا بالله عليك لا تشتم بالله عليك لا تشمتي بك او لا تشمتي بك الاعداء هذا اقل الاقسام واوفى منها ان اقول ان اقول بالله عليك لا يفوتنك قدم سابق مع قدرتك على قطع المضمار انتهى الشريط الثامن وننتقل الى الشريط التاسع الشريط التاسع الوجه الاول من كتاب صيد الخاطر للامام ابن الجوزي الخلوة الخلوة واستحضر قرين العقل وجول في حيرة الفكر واستدرك صبابة الاجل قبل ان تميل بك الصبابة واستدرك صبابة الاجل قبل ان تميل بك الصبابة عن الصواب الهامش الهامش الصبابة البقية والصبابة الصبوة والميل انتهى الهامش وعجباً وعجباً كلما صعد العمر نزلت وكلما جد الموت هزلت اتراك ممن ختم له بفتنة وقضيت عليه عند آخر عمره المحنة كان اول عمرك كان اول عمرك خيراً من الاخير كنت في زمن الشباب اصلح منك في زمن ايام المشيب وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون نسأل الله عز وجل ما لا يحصل مطلوبنا الا به وهو توفيقه انه سميع مجيب مئة وثمانية وثلاثون من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه قدرت في بعض الايام علي شهوة للنفس هي عندها احلى من الماء قدرت في بعض الايام او قدرت في بعض الايام على شهوة للنفس هي عندها احلى من الماء الزلال في فم الصاد وقال التأويل ما ها هنا مانع ولا معوق الا نوع ورع وكان ظاهر الامر امتناع الجواز فترددت بين الامرين فمنعت النفس عن ذلك فبقيت حيرتي لمنع ما هو الغاية في غرضها من غير صاد عنه بحال الا حذر المنع الشرعي فقلت لها يا نفس والله ما من سبيل الا ما لا يؤمن من دونه فتقلقلت فصحت بها كم وافقتك في مراد ذهبت لذته وبقيت تأسف على فعله فقدري بلوغ الغرض من هذا المراد اليس الندم يبقى في مجال اللذة العاف زمانها فقالت كيف اصنع فقلت صبرت ولا بالله ما بي جلادة على الحب لكني صبرت على الرغم وهاءنا انتظر من الله عز وجل حسن الجزاء على هذا الفعل الهامش في قوله وهاءنا الفصيح وهاءنا ذا انتهى الهامش وهاءنا انتظر من الله عز وجل حسن الجزاء على هذا الفعل وقد تركت باقي هذه الوجهة بيضاء الهامش اي هذه الصفحة انتهى الهامش ارجو ان ارى حسن الجزاء على الصبر فاصطره فيه ان شاء الله فاصطره فيه ان شاء الله تعالى فانه قد يعجل جزاء الصبر وقد يؤخره فان عجل صطرته وان اخر وان اخر فما اشك في حسن الجزاء لمن خاف ما قام ربه فانه من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه والله اني ما تركته الى لله تعالى ويكفيني تركه ذخيرة حتى لو قيل لي اتذكر يوما اثرت الله على هواك قلت يوم كذا وكذا فافتخر ايتها النفس بتوفيقك واحمدي من وفقك فكم قد خذل سواك واحذري ان تخذلي في مثلها واحذري ان تخذلي في مثلها ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وكان هذا في سنة احدى وستين وخمسمائة فلما دخلت سنة خمس وستين اودت خيرا من ذلك بما لا يقارب مما لا يمنع منه ورع مما لا يمنع منه ورع ولا غيره فقلت هذا جزاء الترك لاجل الله سبحانه في الدنيا ولاجل الاخرة خير ولاجر الاخرة خير والحمد لله مئة وتسعة وثلاثون تذهب اللذة ويبقى العقاب لا انكر على من طلب لذة الدنيا من طريق المباح لانه ليس كل احد يقوى على الترك انما المحنة على من طلبها فلم يجدها الا من طريق الحرام فاجتهد في تحصيلها فلم يجدها الا من طريق الحرام فاجتهد في تحصيلها ولم يبالي كيف حصلت فهذه المحنة التي بخس العقل فيها بخس العقل فيها حقا ولم ينفع صاحبه وجوده لانه لو وزن ما اوثر وعقابه طاشت كفة اللذة التي فنيت عنه التي فنيت عند اول ذرة من جزائها وكم قد رأينا ممن اثر شهوته فسلب الدينه فليعجب العاقل حين التصفح لاحوالهم كيف اثروا شيئا ما اقاموا معه وصاروا الى عقاب لا يفارقهم فالله الله في بخس العقول حقها ولينظر السالك اين يضع القدم فرب مستعجل وقع في بير بوار الهامش اي في بئر فارغة مهجورة وقد كرر هذه الصورة مرارا انتهى الهامش ولتكن عين التيقض مفتوحة فانكم في صف حرب لا يدرى فيه من اين يتلق النبل فاعين انفسكم ولا تعين عليها مئة واربعون الطاعة بامتثال الامر واجتناب النهي الحق عز وجل اقرب الى عبده من حبل الوريد لكنه عامل العبد معاملة الغائب عنه البعيد عنه البعيد منه فامره بقصد بيته ورفع اليدين اليه والسؤال له فقلوب الجهال تستشعر البعد ولذلك تقع منهم المعاصي اذ لو تحققت مراقبتهم للحاضر الناظر لا كفوا الاكف عن الخطايا والمتيقظون علموا قربة والمتيقظون علموا قربه فحضرتهم المراقبة وكفتهم عن الانبساط ولولا نوع تغطية على عين المراقبة 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 الحقيقية لما انبسطت كف بأكل ولا قدرت عين على النظر ولا قدرت عين على نظر ومن هذا الجنس انه لا يغان على قلبي ومتى تحققت المراقبة حصل الانس وانما يقع الانس بتحقيق الطاعة لان المخالفة توجب الوحشة والموافقة مبسطة المستأنسين فيا للذة فيا للذة عيش المستأنسين ويا خسارة المستوحشين وليست الطاعة كما يظن اكثر الجهال انها في مجرد الصلاة والصيام انما الطاعة الموافقة بامتثال الامر واجتناب النهي هذا هو الاصل والقاعدة الكلية فكم من متعبد بعيد لانه مضيع الاصل وهادم للقواعد بمخالفة الامر او ارتكاب النهي وانما المحقق من امسك وانما المحقق من امسك ذؤابة ميزان المحاسبة للنفس فادى ما عليه واجتنب ما نهي عنه فان رزق زيادة تنفل وانلا لم يضره والسلام مائة وواحد واربعون اللذات مشوبة بالنغص فعليك بدفع الايام الدنيا في الجملة معمر فينبغي للانسان ان لا ينافس بلذاتها وان يعبر الايام فانه لو تفكر في كيفية الذبائح ووسخ من يباشرها وعمل الكامخ وغيرها من المأكلات ما طابت له الهامش الكامخ هو الايدام انتهى الهامش ولو تفكر في جولان اللقمة مختلطة بالريق ما قدر على اساغتها فلا يخلو من حالتين اما ان يريد التنعم باللذات المباحات او يريد دفع الوقت بالضرورات وايهما طلب فلا ينبغي له ان يبحث فيما يناله عن باطنه فانه لو نظر الى عورة الزوجة نبى عنها وقد قالت عائشة رضي الله عنها ما رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رآه مني فينبغي للعاقل ان يكون له وقت معلوم يأمر زوجته بالتصنع له فيه ثم يغمض عن التفتيش ليطيب له عيشه وينبغي لها ان تتفقد من نفسها هذا فلا تحضره الا على احسن حال وبمثل هذا يدوم العيش فاما اذا حصلت البذلة بانت بها العيوب فنبت النفس وطلبت الاستبدال ثم يقع في الثانية مثل ما يقع في الاولى وكذلك ينبغي ان يتصنع لها كتصنعها له ليدوم الود بحسن الاعتلاف ومتى لم يجري الامر على هذا في حق من له انفة من شيء تنب عنه النفس وقع في احد امرين اما الاعراض عنها واما الاستبدال بها ويحتاج في حالة الاعراض الى صبر عن اغراضه وفي حالة الاستبدال الى فضل مؤونة وكلاهما يؤذي ومن لم يستعمل ما وصفنا لم يطب له عيش في متعة ولم يقدر على دفع الزمان كما ينبغي مئة واثنان واربعون نعم الله عليك كثير فلا تتعرض الى ما يكرهه نازعتني نفسي الى امر مكروه في الشرع وجعلت تنصب لي التأويلات وتدفع الكراهة وكانت تأويلاتها فاسدة والحجة ظاهرة على الكراهة وكانت الحجة ظاهرة على الكراهة فلجأت الى الله تعالى في دفع ذلك عن قلبي واقبلت على القراءة وكان درسي قد بلغ الى سورة يوسف فافتتحتها وذلك الخاطر قد شغل قلبي حتى لا ادري ما اقرأ فلما بلغت الى قوله تعالى قال ما عاد الله ان ربي احسن مثواي انتبهت لها وكأني خطبت بها فافقت من تلك السكرة وقلت يا نفس افهمت هذا حر بيع ظلما هذا حر بيع ظلما فراعي حق من احسن هذا حر بيع ظلما فراع حق من احسن الي وسماه مالكا وان لم يكن عليه ملك فقال انه ربي ثم زاد بيان موجب كفه عما يؤذيه فقال احسن مثواي فكيف بك وانت عبد على الحقيقة لمولى ما زال يحسن اليك من ساعة وجودك وان ستره عليك الزلل اكثر من عدد الحصى وان ستره عليك الزلل اكثر من عدد الحصى افما تذكرين كيف رباك وعلمك ورزقك ودافع عنك وساق الخير اليك وهداك اقوى مطريق ونجاك من كل كيد وضم الى حسن الصورة الظاهرة جودة الذهن الباطن وسهل لك مدارك العلوم حتى ننت في قصير الزمان ما لم ينله غيرك في طويله وجلى في عرصة لسانك عرائس العلوم في حلل الفصاحة بعد ان ستر عن الخلق مقابحك فتلقوها منك بحسن الظن وساق رزقك بلا كلفة تكلف ولا كدر ولا كدر من رغدا غير نزر فوالله ما ادري اي نعمة عليك اشرح لك حسن الصورة وصحة الاهلات ام سلامة المزاج واعتدال التركيب ام لطف الطبع الخال عن خساسه ام الهام الرشاد منذ صغر ام الحفظ بحسن الوقاية عن الفواحش والزلل ام تحبيب طريق النقل واتباع الاثر من غير جمود على تقليد لمعظم ولا انخراط في سلك مبتدع وان تعد نعمة الله لا تحصوها كم كائد نصب لك المكائد فوقاك كم عدو حط كم عدو حط منك بالذنب فرقاك كم اعطش من شراب الامان خلقا وسقاك كم امات من لم يبلغ بعض مرادك وابقاك فانت تصبحين وتمسين سليمة البدن محروسة الدين في تزيد من العلم وبلوغ الامل فاذا منعت مرادا فرزغت الصبر عن بعد ان تبين لك وجه الحكمة في المنع حتى يقع اليقين بان المنع اصلح ولو ذهبت ولو ذهبت ولو ذهبت اعد من هذه النعم ما نسخ ذكره امتلأت الطروس ولم تنقطع الكتابة وانت تعلمين ان ما لم اذكره اكثر وان ما اومأت الى ذكره لم يشرح فكيف يحسن بك التعرض بما يكره معاذ الله ان ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون مئة وثلاثة واربعون من حام حول الحمى اوشك ان يقع فيه ما رأيت اعظم فتنة من مقاربة الفتنة وقل ان يقاربها الا من يقع فيها ومن حام حول الحمى يوشك ان يقع فيه قال بعض المعتبرين الهامش اظنه يعني نفسه وانه هو صاحب القصة انتهى الهامش قال بعض المعتبرين قدرت على لذة ظاهرها التحريم ويحتمل الاباحة اذ الامر فيها مردد فجهدت النفس فقالت انت ما تقدر فلهذا تترك فقارب المقدور عليه فاذا تمكنت فاذا تمكنت فتركت كنت تاركا حقيقة فقلت ففعلت وتركت كنت تاركا حقيقة ففعلت وتركت ثم عاودت مرة اخرى في تأويل اردتني فيه الجوازة وان كان الامر يحتمل فلما وافقتها اثر ذلك ظلمة في قلبي اثر ذلك ظلمة في قلبي لخوف ان يكون الامر محرمة فرأيت انها تارة تقوى علي بالترخص والتأويل وتارة اقوى عليها بالمجاهدة والامتناع فاذا رخصت لم امن ان يكون ذاك لم امن ان يكون ذلك الامر محظورا ثم ارى عاجلا تأثير ذلك الفعل في القلب فلما لم امن عليها بالتأويل تفكرت في قطع طمعها من ذلك الامر المؤثر فلم ارى ذلك الا بان قلت لها قدري ان هذا الامر مباح قطعا فوالله الذي لا اله الا هو لا عدت اليه فانقطع طمعها باليمين والمعاهدة وهذا ابلغ دواء وجدته في امتناعها لان تأويلها لا يبلغ الى ان تأمر لان تأويلها لا يبلغ الى ان تأمر بالحنث والتكفير فاجود الاشياء قطع اسباب الفتن وترك الرخص فيما يجوز اذا كان حاملا ومؤديا الى ما لا يجوز والله الموفق مئة واربعة واربعون سكرة الهوى لو لا غيبة العاصي في وقت المعاصي كان كالمعاند لولا غيبة العاصي في وقت المعاصي كان كالمعانب غير أن الهوى يحول بينه وبين الفهم للحال فلا يرى إلا قباء شهوته وإلا فلولاحت له المخالفة خرج من الدين بالخلاف فإنما يقصد هواه فيقع الخلاف ضمنا وتبعا وأكثر ما يقع هذا في مقاربة الفتنة وقل من يسلم عند المقاربة لأنه كتقديم نار إلى حلفة الهامش حلفة نبت من نبت البادية سريع الاشتعال يريد أن اجتماع المرأة والرجل في معرض الفتنة كاجتماع النار والبرود فإذا اجتمع ولم يكن انفجار جاز أن يختلط الجنسان لاختلاط الذي نراه الآن ثم لا يكون سفاد ولا فساد وهيهات انتهى الهامش ثم لو ميز العاقل بين قضاء وطره لحظة وانقضاء باقي العمر بالحسرة على قضاء ذلك الوطر لما قرب منه ولو أعطي الدنيا غير أن سكرة الهوى تحول بين الفكر وذلك آهن كم من معصية مضت في ساعاتها كأنها لم تكن ثم بقيت آثارها وأقلها ما لا يبرح من المرارة في الندم والطريق الأعظم في الحذر أن لا يتعرض لسبب فتنة ولا يقاربه الهامش فلا يزج بابنه أو بنته في أماكن الاختلاط ولو كانت أماكن علم ولو كان من ورائها علم الأولين والآخرين انتهى الهامش فمن فهم هذا وبالغ في الاحتراز كان إلى السلامة أقرب مئة وخمسة وأربعون دعي المباحات فربما آذت في الدين البلايا على مقادير الرجال فكثير من الناس تراهم ساكنين راضين بما عندهم من دين ودنيا وأولئك قوم وأولئك قوم لم يرادوا لمقامات الصبر الرفيعة أو علم ضعفهم عن مقاومة البلاء فلطف بهم إنما المحنة العظمى أن ترزق همة عالية لا تقنع منك إلا بتحقيق الورع وتجويد الدين وكمال العلم ثم تبتلى بنفس تميل إلى المباحات وتدعي أنها تجمع بذلك همها وتشفي مرضها لتقبل مزاحة العلة على تحصيل الفضائل وهتان الحالتان كضدين لأن الدنيا والآخرة ضرتان لأن الدنيا والآخرة ضرتان واللازم في هذا المقام مراعاة الواجبات وأن لا يفسح للنفس في مباح لا يؤمن أن يتعدى منه إعراض عن واجب ورع المبتلي يصيح فلأن يبكي الطفل خير من أن يبكي الوالد واعلم أن فتح باب المباحات ربما جر أذى كثيرا في الدين فأوثق السكر قبل فتح الماء الهامش سكر الماء من عامي الشام الفصيح وهو المسناه أي سد الماء انتهى الهامش فأوثق السكر قبل فتح الماء والبس الدرع قبل لقاء الحرب وتلمح أواقب ما تجني قبل تحريك اليد واستظهر في الحذر باجتناب ما يخاف منه وإن لم يتيقن 146 وصايا لطالب العلم ينبغي لطالب العلم أن يكون جل همته مصروفا إلى الحفظ والإعادة فلو صح صرف الزمان إلى ذلك كان الأولى غير أن البدن مطية وإغذاذ السير مظنة الإنقطاع ولما كانت القوى تكل فتحتاج إلى تجديد وكان النسخ والمطالعة والتصنيف لا بد منه مع أن المهم الحفظ وجب تقسيم الزمان على الأمرين فيكون الحفظ في طرفي النهار وطرفي الليل ويوزع الباقي بين عمل بالنسخ والمطالعة وبين راحة للبدن وأخذ لحظه وبين راحة للبدن وأخذ لحظه ولا ينبغي أن يقع الغبن بين الشركاء فإنه متى أخذ أحدهم فوق حقه أثر الغبن وبان أثره وإن النفس لتهرب إلى النسخ والمطالعة والتصنيف عن الإعادة والتكرار لأن ذلك أشهى وأخف علي لأن ذلك أشهى وأخف عليها فليحذر الراكب من إهمال الناقة ولا يجوز له أن يحمل عليها ما لا تطيق ومع العدل والإنصاف يتأتى كل مراد ومن انحراف عن الجادة طالت طريقه ومن طوى منازل في منزل أو شكا أن يفوته ما جد لأجله على أن الإنسان إلى التحريض أحوج لأن الفتور أكثر من الجد وبعد فاللازم في العلم طلب المهم طلب المهم فرب صاحب حديث حفظ مثلا لحديث فرب صاحب حديث حفظ مثلا لحديث من أتى الجمعة فليغتسل عشرين طريقا والحديث قد ثبت من طريق واحد فتشغله ذلك عن معرفة آداب الغسل فشغله ذلك عن معرفة آداب الغسل والعمر أقصر وأنفس من أن يفرط منه في نفس وكفى بالعقل مرشدا إلى الصواب من عضده التوفيق مئة وسبعة وأربعون من أصلح سريرته ذاع فضله إذا صح قصد العالم استراح من كلف التكليف فإن كثيرا من العلماء يأنفون من قول لا أدري فيحفظون بالفتوى جاههم عند الناس لألا يقال جهل الجواب وإن كانوا على غير يقين مما قالوا وهذا نهاية الخزلان وقد روي عن مالك بن أنس أن رجلا سأله عن مسألة فقال لا أدري فقال قطعت البلدان إليك فقال ارجع إلى بلدك وقل سألت مالكا فقال لا أدري فانظر إلى دين هذا الشخص وعقله كيف استراح من الكلفة وسلم عند الله عز وجل ثم إن كان المقصود الجاه ثم إن كان المقصود الجاه عندهم فقلوبهم بيد غيرهم والله لقد رأيت من يكثر الصلاة والصوم والصمت ويتخشع في نفسه ولباسه والقلوب تنب عنه وقدره في النفس وقدره في النفوس ليس بذاك ورأيت من يلبس فاخر الثياب وليس له كبير نفل ولا تخشع والقلوب تتهافت على محبته فتدبرت السبب فتدبرت السبب فوجدته السريرة كما روي عن أنس بن مالك أنه لم يكن له كبير عمل من صلاة ولا صوم أنه لم يكن له كبير عمل من صلاة وصوم وإنما كانت له سريرة فمن أصلح سريرته فاح عبير فضله وعبقت القلوب بنشر طيبه فالله الله في السرائر فإنه ما ينفع مع فسادها صلاح ظاهر 148 لا تجزع من تأخر إجابة الدعاء نزلت في شدة وأكثرت من الدعاء أطلب الفرج والراحة وتأخرت الإجابة الهامش تقدم هذا المعنى مرارا انتهى الهامش فانزعجت النفس وقلقلت فانزعجت النفس وقلقت فصحت بها ويلك تأمل أمرك أم ملوكة أنت أم مالكة أم مدبرة أنت أم مدبرة أما علمت أن الدنيا دار ابتلاء واختبار فإذا طلبت أغراضك ولم تصبر على ما ينافي مرادك فأين الابتلاء وهل الابتلاء إلا الإعراض وعكس المقاصد فافهمي معنى التكليف وقد هان عليك ما عز وسهل ما استصعب فلما تدبرت ما قلته سكنت بعض السكون فقلت لها وعندي جواب ثاني وهو أنك تقتضين الحق بأغراضك الهامش أي تطالبين الله انتهى الهامش وهو أنك تقتضين الحق بأغراضك ولا تقتضين نفسك بالواجب له وهذا عين الجهل وإنما كان ينبغي أن يكون الأمر بالعكس لأنك مملوكة والمملوك العاقل يطالب نفسه بأداء حق المالك ويعلم أنه لا يجب على المالك تبليغه ما يهوى فسكنت أكثر من ذلك السكون فقلت لها وعندي جواب ثالث وهو أنك قد استبطأت الإجابة وأنت سددت طرقها بالمعاصي فلو قد فتحت الطريقة أسرعت كأنك ما علمت أن سبب الراحة التقوى أو ما سمعت قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه ويجعل له من أمره يسرى أو ما فهمت أن العكس بالعكس آه من سكر غفلة صار أقوى من كل سكر في وجه مياه المراد صار أقوى من كل سكر في وجه مياه المراد يمنعها من الوصول إلى زرع الأمان فعرفت النفس أن هذا حق فاطمأنت فقلت وعندي جواب الرابع وهو أنك تطلبين ما لا تعلمين عاقبته وربما كان فيه ضررك فمثلك كمثل طفل محموم يطلب الحلوى والمدبر لك أعلم بالمصالح كيف وقد قال تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم فلما بان الصواب للنفس في هذه الأجوبة زادت طمأنينتها فقلت له وعندي جواب خامس وهو أن هذا المطلوب ينقص من أجرك ويحط من مرتبتك فمنع الحق لك ما هذا سبيله عطاء منه لك الهامش في قوله فمنع الحق أي منع الله انتهى الهامش فمنع الحق لك ما هذا سبيله عطاء منه لك ولو أنك طلبت ما يصدق آخرتك كان أولى لك فأولى لك أن تفهم ما قد شرحت فقالت لقد سرحت في رياضي ما شرحت فهمت إذ فهمت الهامش الهامش في قوله فهمت منها ما يهيم انتهى الهامش مئة وتسعة وأربعون على العالم طلب الغنى حضرنا بعض أغذية أرباب الأموال فرأيت العلماء أذل الناس عندهم فالعلماء يتواضعون لهم ويذلون لموضع طمعهم فيهم وهم لا يحفلون بهم لما يعلمونه من احتياجهم إليهم فرأيت هذا عيبا في الفريقين أما في أهل الدنيا أما في أهل الدنيا فوجه العيب أنهم كانوا ينبغي لهم أنهم كانوا ينبغي لهم تعظيم العلم ولكن لجهلهم بقدره فاتهم وآثر عليه كسب الأموال فلا ينبغي أن يطلب منهم تعظيم ما لا يعرفون ولا يعلمون قدره وإنما أعود باللوم على العلماء وأقول ينبغي لكم أن تصون أنفسكم التي شرفت بالعلم عن الذل للأنذال وإن كنتم في غنى عنهم كان الذل لهم والطلب منهم حراما عليكم وإن كنتم في كفاف فلما لم تؤثر التنزه عن الذل بالعفة عن الحطام الفان الحاصل بالذل إلا أنه يتخيل لي من هذا الأمر أني علمت قلة صبر النفس على الكفاف والعزوف عن الفضول فإن وجد ذلك منها في وقت لم يوجد على الدوام فالأولى للعالم أن يجتهد في طلب الغنى ويبالغ في الكسب وإن ضاع بذلك عليه كثير من زمان طلب العلم فإنه يصون بعرضه فإنه يصون بعرضه وقد كان سعيد ابن المسيب يتجر في الزيت وخلف مالا وخلف سفيان الثوري مالا وقال لولاك لتمندلوا بي وخلف السفيان الثوري مالا وقال لولاك لتمندلوا بي الهامش أي اتخذوني من سحة أي منديلا أو لعل لها في عامية ذلك الزمان معنا آخر يريده المؤلف انتهى الهامش وقد سبق في كتابي هذا في بعض الفصول شرف المال ومن كان من الصحابة والعلماء يقتني والسر في فعلهم ذلك وحثي طالبي العلم على ذلك وما بينته من أن النفس لا تثبت على التعفف ولا تصبر على دوام التزهد وكم قد رأينا من شخص قويت عزيمته على طلب الآخرة فأخرج ما في يدي ثم ضعفت فعاد يكتسب من أقبح وجه فالأولى ادخار المال والاستغناء عن الناس فالأولى ادخار المال والاستغناء عن الناس فيخرج الطمع من القلب ويصف نشر العلم من شائبة ميلة ومن تأمل أخبار الأخيار من الأحبار وجدهم على هذه الطريقة وإنما سلك طريق الترفه عن الكسب من لم يؤثر عنده بذل الدين والوجه من لم يؤثر عنده بذل الدين والوجه فطلب الراحة ونسي أنها في المعنى عناء كما فعل جماعة من جهال المتصوفة في إخراج ما في أيديهم والدعاء التوكل وما علموا أن الكسب لا ينافي التوكل وإنما طلبوا طريق الراحة وجعلوا التعرض للناس كسبا وهذه طريقة مركبة من شيئين أحدهما قلة الأنفة على العرض الثاني قلة العلم 150 لو تأمل العاصي عظمة الخالق معصى تأملت وقوع المعاصي من العصى فوجدتهم لا يقصدون العصيان وإنما يقصدون موافقة هواهم فتبع العصيان تبعا فتبع العصيان تبعا فنظرت في سبب ذلك الإقدام مع العلم بوقوع المخالفة فإذا به ملاحظتهم لكرم الخلق وفضله الزاخر ولو أنهم تأملوا حظمته وهيبته من بسطت كف بمخالفته فإنه ينبغي والله أن يحذر ممن أقل فعله تعميم الخلق بالموت فإنه ينبغي والله أن يحذر ممن أقل فعله تعميم الخلق بالموت حتى إلقاء الحيوان البهيم للذبح وتعذيب الأطفال بالمرض وفقر العالم وغنى الجاهل وفقر العالم وغنى الجاهل فليعرض المقدم على الذنوب على نفسه فليعرض المقدم على الذنوب على نفسه الحذر ممن هذه صفته فقد قال الله تعالى ويحذركم الله نفسه وملاحظة أسباب الخوف أدنى إلى الأمن من ملاحظة أسباب الرجاء فالخائف آخذ بالحزم والراجي متعلق بحبل طمع وقد يخلف الظن أو وقد يخلف الظن مائة وواحد وخمسون على العالم أن لا يذل لأرباب الدنيا رأيت عموم أرباب الأموال يستخدمون العلماء يستذلونهم بشيء يسير يعطونهم من زكاة أموالهم فإن كان لأحدهم ختمة قال ففلان ما حضر وإن مرض قال فلان ما تردد وكل منته عليه شيء وكل منته عليه شيء نزر ويجب تسليمه إلى مثله وقد رضي العلماء بالذل في ذلك لموضع الضرورة فرأيت أن هذا جهل من العلماء بما يجب عليه من صيانة العلم ودواؤه من جهاتين إحداهما القناعة باليسير كما قيل من رضي بالخل والبقل لم يستعبده أحد والثاني صرف بعض الزمان المصروف في خدمة العلم إلى كسب الدنيا فإنه يكون سببا لأزاز العلم وذلك أفضل من صرف جميع الزمان في طلب العلم مع احتمال هذا الذل ومن تأمل ما تأملته وكان له أنف قدر قوته واحتفظ بما معه أو سعى في مكتسب في مكتسب يكفه ومن لم يأنف مثل هذه الأشياء لم يحفظ من العلم لم يحظى من العلم إلا بصورته دون معناه انتهى الوجه الأول وننتقل إلى الوجه الثاني الوجه الثاني مئة واثنان وخمسون افهم مقصود أوامر الله بعقلك واتبع الدليل مدار الأمر كله على العقل فإنه إذا تم العقل لم يعمل صاحبه إلا على أقوى دليل وثمرة العلم فهم الخطاب وتلمح المقصود من الأمر ومن فهم المقصود ومن فهم المقصود وعمل على الدليل كان كلبان على أساس وثيق وإني رأيت كثيرا من الناس لا يعملون على دليل بل كيف اتفق وربما كان دليلهم العادات وهذا أقبح شيء يكون ثم رأيت خلقا كثيرا لا يتبعون الدليل بطريق إثباته كاليهود والنصارى فإنهم يقلدون الآباء ولا ينظرون فيما جاء من الشرايع هل صحيح أم لا وكذلك يثبتون الإله ولا يعرفون ما يجوز عليه مما لا يجوز فينسبون إليه الولد ويمنعون جواز تغييره ما شرع وهؤلاء وهؤلاء لم ينظروا حق النظر لا في إثبات الصانع وما يجوز عليه ولا في الدليل على صحة النبوات فتقع أعمالهم ضائعة كالبان على رمل ومن هذا القبيل في المعنى قوم يتعبدون ويتزهدون وينصبون أبدانهم في العلم بأحاديث باطلة ولا يسألون عنها من يعلم ومن الناس من يثبت الدليل ولا يفهم مقصود الذي دل عليه الدليل الهامش كمن يعرف طرق الأحاديث ودرجاتها ولم يستكبل أسباب الاجتهاد والاستنباط فيدعو ما عليه الفقهاء ويأخذ بما فهم من الحديث وإن خالف فيه العلماء انتهى الهامش ومن هذا الجنس قوم سمعوا ذنب الدليل الدنيا فتزهدوا وما فهموا المقصود فظنوا أن الدنيا تذم لذاتها وأن النفس تجب عداوتها فحملوا على أنفسهم فوق ما يطاق وعذبوها بكل نوع ومنعوها حظوظها جاهرين بقوله عليه الصلاة والسلام إن لنفسك عليك حقا وفيهم من أداته وفيهم من أدته الحال إلى ترك الفرائض ونحول الجسم وضعف القوة وكل ذلك بضعف الفهم للمقصود والتلمح للمراد كما روي عن داود الطائي الهامش هو داود بن النصير ولد في الكوفة ورحل إلى بغداد فأقام فيها إلى أن مات سنة ستين ومئة للهجرة أخذ عن أبي حنيفة وغيره ثم اعتزل ولزم العبادة انتهى الهامش روي عن داود الطائي أنه كان يترك ماء في دن تحت الأرض فيشرب منه وهو شديد الحر وقال لسفيان إذا كنت تأكل اللذيذ الطيب وتشرب الماء البارد المبرد فمتى تحب الموتى والقدوم على الله وهذا جهل بالمقصود فإن شرب الماء الحار يورث أمراضا في البدن ولا يحصل به الري وما أمرنا بتعذيب أنفسنا في الصورة بل بخلاف ما تدعو إليه مما نهى الله عنه وفي الحديث الصحيح أن أبا بكر رضي الله عنه لما حلب له الراعي في طريق الهجرة صب الماء على القدح صب الماء على القدح حتى برد أسفله ثم سقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرش له في ظل صخرة وكان يستعذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم الماء وقال إن كان عندكم ماء بات في شن وإلا كرعن ولو فهم داود رحمه الله أن إصلاح علف الناقة متعين لقطع المنزل لم يفعل هذا ألا ترى إلى سفيان الثوري فإنه كان شديد المعرفة والخوف وكان يأكل اللذيذ ويقول إن الدابة إذا لم يحسن إليها لم تعمل ولعل بعض من يسمع كلامي هذا يقول هذا ميل على الزهاد فأقول كن مع العلماء وانظر إلى طريق الحسن وسفيان ومالك وأبو حنيفة فأقول كن مع العلماء وانظر إلى طريق الحسن وسفيان ومالك وأبو حنيفة وأحمد والشافعي وهؤلاء أصول الإسلام ولا تقلد في دينك من قل علمه وإن قوي زهده واحمل أمره على أنه كان يطيق هذا ولا تقتدي بهم فيما لا تطيقه فليس أمرنا إلينا والنفس وديعة عندنا فإن أنكرت ما شرحته فأنت ملحق بالقوم الذين أنكرت عليهم هذا رمز إلى المقصود والشرح يطول مئة وثلاثة وخمسون عجز الخلق عن فهم حكمة الخالق أو عجز الخلق عن فهم حكمة الخالق الواجب على العاقل أن يتبع الدليل ثم لا ينظر فيما يجني من مكروه الهامش أي فيما ينتج عنه انتهى الهامش مثاله أنه قد ثبت بالدليل القاطع حكمة الخالق عز وجل وملكه وتدبيره فإذا رأى الإنسان ما عقولهم أو ما عقولهم من جملة مواهبه فكيف يحكم على حكمته وتدبيره ببعض مخلوقاته التي هي بالإضافة إليه أنقصوا من كل شيء ولقد بلغني عن اللعين ابن الراوندي الهامش هو أحمد ابن يحيا متفلسف زنديق مات ببغداد سنة 45 و 200 للهجرة وهو أستاذ ملاحدة عصرنا وإمامهم وأستاذ الجميع إبليس انتهى الهامش ولقد بلغني عن اللعين ابن الراوندي أنه كان جالسا على الجسر الهامش أي جسر بغداد انتهى الهامش أنه كان جالسا على الجسر وفي يده رغيف يأكله فجازت خيل وأموال فقال لمن هذه فقيل لفلان الخادم فجازت خيل وأموال فقال لمن هذه فقيل لفلان الخادم فلما مر الخادم رأى شخصا محتقرا فرمى الرغيف إلى ناحيته وقال وهذا لفلان ما هذه القسمة ولو فكر المدبر لبانت له وجوه أقلها جهله بمن يدعي معرفته وقلة تعظيمه ولو فكر المدبر لبانت له وجوه أقلها جهله بمن يدعي معرفته وقلة تعظيمه وذلك يوجب عليه أشد مما كان فيه من تضييق العيش ولكنه مراث إبليس حيث اعتقد سوء التدبير في تفضيل آدم عليه السلام فالعجب من تلميذ يتعلم على أستاذه ومن مملوك يتيه على سيده الهامش في قوله يتمعلم في الفصيح يتعالم انتهى الهامش ومما ينبغي أن يتبع فيه الدليل ومما ينبغي أن يتبع فيه الدليل ولا يلتفت إلى ما جنت الحال أن العلم أشرف مكتسب وقد رأى جماعة من الجهلة قلة حظوظ العلماء من الدنيا فأزروا على العلم وقالوا لا فائدة فيه وذلك لجهلهم بمقدار العلم فإن تابع الدليل لا يبالي بما جنى وإنما يبين الاختبار بفقد الغرض ولو لم يكن من الدليل على صدق نبينا صلى الله عليه وسلم إلا إعراضه عن الدنيا وتضييق العيش عليه ثم لم يخلف شيئا وحرم أهله المراث فدل على صدق طلبه لمطلوب آخر وربما رأى الجاهل قوما من العلماء يفعلون خطيئة فيزر على العلم ويدعيه ناقصا وهذا غلط كبير الهامش وهو كثير في أيامنا ينسبون النقص إلى الدين وإذا رأوا في بعض المشايخ نقصا وهو كثير في أيامنا ينسبون النقص إلى الدين إذا رأوا في بعض المشايخ نقصا وإنما النقص من من نقص وإنما النقص من نقص والدين بريء من انتهى الهامش فليتق الله العاقل وليعمل بمقتضى العقل فيما يأمر به من طاعة الله تعالى والعمل بالعلم وليعلم أن الابتلاء في الصبر على فوات المطلوبات وليلزم اتباع الدليل وإن جنى مكروها والله الموفق مئة واربعة وخمسون موافقة هوى النفس ومخالفته قرأت سورة يوسف عليه السلام فتعجبت من مدحه عليه السلام على صبره وشرح قصته للناس ورفع قدره بترك ما ترك فتأملت خبيئة الأمر فإذا هي مخالفة للهوى والمكروه فإذا هي مخالفة للهوى المكروه فقلت وعجبا لو وافق هواه من كان يكون ولما قد خالفه لقد صار أمرا عظيما يضرب الأمثال بصبره ويفتخر على الخلق باجتهاده وكل ذلك قد كان بصبر ساعة فياله عزا وفخرا ويقاوم كل لحظة من ذكره أمثال ساعة الصبر عن المحبوب يقاوم كل لحظة من من ذكره أمثال ساعة الصبر عن المحبوب وبالعكس منه حالة آدم في موافقته هواه لقد عادت نقيصة في حقه أبدا لولا التدارك فتاب عليه الهامش في قوله لقد عادت يريد لقد كادت تكون وما كانت وآدم نبي وهو أبو الأنبياء وهم أكمل البشر انتهى الهامش فتلمح رحمكم الله عاقبة الصبر ونهاية الهوى فالعاقل من ميز بين الأمرين الحلوين والمرين فإن من عدل ميزانه ولم تمل به كفة الهوى رأى كل الأرباح في الصبر وكل الخسران في موافقة النفس وكفى بهذا موعظة في مخالفة الهوى لأهل النهى والله الموفق مئة وخمسة وخمسون وجوب مزج الفقه والحديث بالرقائق وسير الصالحين رأيت الاشتغال بالفقه وسماع الحديث لا يكاد يكفي في صلاح القلب إلا أن يمزج بالرقائق والنظر في سير الصلف الصالحين فأما مجرد العلم بالحلال فليس له كبير عمل في رقة القلب وإنما ترق القلوب بذكر رقائق الأحاديث وأخبار السلف الصالحين لأنهم تناولوا مقصود النقل وخرجوا عن صور الأفعال المأمور بها إلى ذوق معانيها والمراد منها والمراد بها وما أخبرتك بهذا إلا بعد معالجة وذوق لأني وجدت جمهور المحدثين وطلاب الحديث لأني وجدت جمهور المحدثين وطلاب الحديث همة أحدهم في الحديث العالي همة أحدهم في الحديث العالي وتكثير الأجزاء الهامش في قوله في الحديث العالي أي عالي السند انتهى الهامش وجمهور الفقهاء وجمهور الفقهاء في علوم الجدل وما يغلب به الخصم همة أحدهم في الحديث العالي وتكثير الأجزاء وجمهور الفقهاء في علوم الجدل وما يغلب به الخصم وكيف يرق القلب مع هذه الأشياء وقد كان جماعة من السلف يقصدون العبد الصالح للنظر إلى سمته وهديه لا لاقتباس علمه وذلك أن ثمرة علمه هديه وسمته فافهم هذا وامزج طلب الفقه والحديث بمطالعة سير السلف والزهاد في الدنيا ليكون سببا لرقة قلبك وقد جمعت لكل واحد من مشاهير الأخبار كتابا فيه أخباره وآدابه فجمعت كتابا في أخبار الحسن الهامش أي الحسن البصري انتهى الهامش وكتابا في أخبار سفيان الثوري وإبراهيم بن أدهم وبشر الحافي وأحمد بن حنبل ومعروف الهامش أي معروف الكرخي انتهى الهامش وغيرهم من العلماء والزهاد والله الموفق للمقصود ولا يصلح العمل مع قلة العلم فهما في ضرب المثل كسائق وقائد والنفس بينهما حرون ومن جد ومع جد السائق والقائد ينقطع المنزل ونعوذ بالله من الفتور مائة وستة وخمسون لا تترخص في مخالفة الإجماع ترخصت في شيء يجوز في بعض المذاهب فوجدت في قلبي قسوة عظيمة وتخيل لي نوع طرد عن الباب وبعد وبعد وظلمة تكاثفت فقالت نفسي ما هذا أليس ما خرجت عن إجماع الفقهاء فقلت لها يا نفس فقلت لها يا نفس السوء جوابك من وجهي أحدهما أنك تأولت ما لا تعتقدين فلو استفتيتي لم تفتي بما فعلت قالت لو لم أعتقد جواز ذلك ما فعلته فلو استفتيتي لم تفتي بما فعلتي قالت لو لم أعتقد جواز ذلك ما فعلته قلت ألا إن اعتقادك هو ما ترضيه فقلت ألا إن اعتقادك هو ما ترضينه لغيرك في الفتوى والثاني أنه ينبغي لك الفرح بما وجدت من الظلم عقيب ذلك لأنه لولا نور في قلبك ما أثر مثل هذا عندك قالت فلقد استوحشت بهذه الظلمة المتجددة في القلب قلت فاعزمي على الترك وقدري ما تركت جائزا بالإجماع وعدي هجره ورعا وقد سلمتي مئة وسبعة وخمسون لا تظاهر أحدا بالعداوة مما أفادني تجارب الزمان أنه لا ينبغي لأحد أن يظاهر بالعداوة أحدا مهما استطاع فإنه ربما يحتاج إليه وأن الإنسان قد لا يظن الحاجة إليه يوما كما قد يحتاج إلى عويد منبوذ لا يلتفت إليه الهامش في قوله عويد أي عود صغير انتهى الهامش وكم من محتقر أحتيج إلي وإن لم تقع الحاجة إلى ذلك الشخص في جلب نفع وقعت الحاجة وقعت الحاجة في دفع ضر ولقد احتجت في عمري إلى ملاطفة أقوام ما خطر لي قط وقوع الحاجة إلى التلطف بهم واعلم أن المظاهرة بالعداوة قد تجلب أذى من حيث لا يعلم لأن المظاهرة بالعداوة كشاهر السوف كشاهر السيف ينتظر مضربة وقد يلوح مضرب خفي وإن اجتهد المتدرع في ستر نفسه فيغتنبه ذلك العدو فينبغي لمن عاش في الدنيا أن يجتهد في أن لا يظاهر بالعداوة أحدا لما بينت من وقوع احتياج الخلق بعضهم إلى بعض وإقدار بعضهم على ضرر بعض وهذا فصل مفيد تبين فائدته للإنسان مع تغلب الزمان مائة وثمانية وخمسون لذات الدنيا ممزوجة بالآفات والمنغصات رأيت أن النفس تنظر إلى لذات أرباب الدنيا العاجلة وتنسى كيف حصلت وما يتضمنها من الآفات وبيان هذا أنك إن رأيت صاحب أمارة وسلطنة فتأملت نعمته وجدتها مشوبة بالظلم فإن لم يقصده هو حصل من عماله ثم هو خائف منزعج في كل أموره جذر من عدو أن يسمى أو حذر من عدو أن يسمى قلق ممن هو فوقه أن يعزله ومن نظيره أن يكيده ثم أكثر زمانه يمضي في خدمة من يخافه من السلاطين وفي حساب أموالهم وتنفيذ أوامرهم التي لا تخلو من أشياء منكرة وإن عزل أربى ذلك على جميع ما نال من لذة ثم تلك اللذة تكون معمورة بالحذر فيها ومنها وعليها وإن رأيت صاحب تجارة رأيته قد تقطع في البلاد فلم ينل ما نال إلا بعد علو السن وذهاب الزمان اللذة كما حكي أن رجل من أولاد الرؤساء كان حال شبيبته فقيرا فلما كبر استغنى وملك أموالا واشترى عبيدا من التركي وغيرهم وجواريا من الروم فقال هذه الأبيات في شرح حاله ما كنت أرجوه إذ كنت ابن عشرين ملكته بعد أن جاوزت سبعين بعد أن جاوزت سبعين تطيف بي من بني الأتراك أغزلة مثل الغصون على كثبان يبرين وخرد من بنات الروم رائعة يحكين بالحسن حور الجنة العين يغمزني بأساريع منعمة الهامش أساريع الإسروع في الأصل لفظ وهو يريد الأصابة يغمزني بأساريع منعمة تكاد تعقد من أطرافها لنا يردن إحياء ميت لا حراك به وكيف يخيين ميتا صار مدفون قالوا أنينك طول الليل يسهرنا فما الذي تشتكي قلت الثمانين وهذه الحالة هي الغالبة فإن الإنسان لا يكاد يجتمع له كل ما يحبه إلا عند قرب رحيله فإن بدر ما يحب في بداية شبابه فالصبوة مانعة من فهم التدبير في الالتذاذ والإنسان في حالة الصبوة والإنسان في حالة الصبوة لا يدري أين هو إلى أن يبلغ فإذا بلغ كانت همته في المنكوح كيف اتفق وإن تزوج جاء الأولاد فمنعوه اللذة وانكسر في نفسه وافتقر إلى الكسب عليهم فبينما هو قد دعك في تلك المديدة القريبة الثلاثين وخطه الشيب فانفرق من نفسه لعلمه أن النساء ينفرقن منه كما قال ابن المعتز بالله لقد أتعبت نفسي في مشيبي فكيف تحبني الخرد الكعاب الهامش يقال خرد وخرد انتهى الهامش فإذا فهم المتمتع بالمستحسنات وخرج عن طلب صورة النكاح لم يجد ما لا يبلغ به المراد فإن كسب أو فإن كسب باع زمن تمتعه وإذا تم المطلوب فالشيب أقبح قذا وأعظم مبغض ثم إن صاحب المال خائف على ماله محاسب أو محاسب لمعاملين مذموم إن أسرف وإن قتر مذموم إن أسرف وإن قتر ولده يرصد موته وجاريته قد لا ترضى بشخصه وهو مشغول بحفظ حواشيه فقد مضى زمانه في محن أو فقد مضى زمانه في محن واللذة فيها خلس معتادة لا لذة فيها ثم في القيامة يحشر الأمير والتاجر إلا من عصم الله فإياك إياك أن تنظر إلى صورة نعيمهم فإنما تستطيبه لبعده عنك ولو قد نلته برد عندك ثم في ضمنه من محن الدنيا والآخرة ما لا يوصف فعليك بالقناعة مهما أمكن ففيها سلامة الدنيا والدين وقد قيل لبعض الزهاد وعنده خبز يابس كيف تشتهي هذا قال فقال أتركه حتى أشتهيه مئة وتسعة وخمسون مناجاه وقع بيني وبين أرباب الولايات نوع معادات لأجل المذهب فإني كنت في مجلس التذكير أنصر أن القرآن كلام الله وأنه قديم وأقدم أبا بكر وأتفق في أرباب الولايات واتفق في أرباب الولايات من يميل إلى مذهب الأشعري الهامش مغزى العبارة أن مذهب الأشعري من المذاهب المخالفة للسنة وليس كذلك انظر تعليقه في الفصل 123 انتهى الهامش وفيهم من يميل إلى مذهب الروافض وتمالأ علي في الباطن فقلت يوما في مناجاتي للحق سبحانه وتعالى سيدي نواصل كل بيدك وما فيهم من يقدر لي على ضر إلا أن تجريه على يده وأنت قلت سبحانك وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وطيبت قلب المبتلى بقولك قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا فإن أجريت على أيدي بعضهم ما يوجب خذلاني كان خوفي على ما نصرته أكثر من خوفي على نفسي لألا يقال لو كان على حق ما خذل وإن نظرت إلى تقصيري وذنوبي فإني مستحق للخذلان غير أني أعيش بما نصرته من السنة فأدخلني في خفارته وقد استودعني إياك خلق من صالح عبادك فإن لم تحفظني بي فاحفظني بهم سيد انصرني على من عاداني فإنهم لا يعرفونك كما ينبغي وهم عيضون عنك على كل حال وأنا على تقصيري إليك أنسب مئة وستون السعيد من ذل وسأل الله العافية روية عن الحلاج الصوفي الهامش هو الحلاج قتل على الكفر بسيف الشرع فلا تغتر بكلام من يدافع عنه الهامش انتهى الهامش روية عن الحلاج الصوفي انه كان يقعد في الشمس في الحر الشديد وعرقه يسيل فجاز به بعض العقلاء فقال يا أحمق هذا تقاو على الله تعالى وما أحسن ما قال هذا فإنه ما وضع التكليف إلا على خلاف الأغراب وقد يخرج صاحبه إلى أن يعجز عن الصبر فالجاهل الأحمق من تقاوى ويسأل البلاء كما قال ذلك الأبلة فكيف ما شئت فاختبرني والسعيد من ذل وسأل العافية فإنه لا يوهب فإنه لا يوهب العافية على الإطلاق فلا بد من بلاء فلا يزال العاقل يسأل العافية لتغلب على جمهور أحواله فيقرب الصبر على يسير البلاء وفي الجملة ينبغي للإنسان أن يعلم أنه لا سبيل إلى محبوباته ففي كل جرعة غصص وفي كل لقمة شجن ومن لم يعشق الدنيا قديما ولكن لا سبيل إلى الوصال وعلى الحقيقة ما الصبر إلا على الأقدار وقل أن تجري الأقدار إلا على خلاف مراد النفس فالعاقل من دار نفسه في الصبر بوعد الأجر وتسهيل الأمر ليذهب زمان البلاء سالما من شكوى ثم يستغيث بالله تعالى سائلا العافية فأما المتجلد فما عرف الله قط نعوذ بالله من الجهل به ونسأله عرفانه إنه كريم مجيب مئة وواحد وستون انحراف الصوفية الجدة السليمة والطريق القويم الاقتداء بصاحب الشرع والبدار إلى الاستئنان به والبدار إلى استئنان به فهو الكامل الذي لا نقص فيه فإن خلقا كثيرا انحرفوا إلى جادة الزهد وحملوا أنفسهم فوق الجهد فأقاموا في أواخر العمر والبدن قد نهك والبدن قد نهك وفاتت أمور مهمة من العلم وغيره وإن أقواما انحرفوا إلى صورة العلم فبالغوا في طلبه فأقاموا في أواخر العمر وقد فاتهم العمل به فطريق المصطفى صلى الله عليه وسلم العلم والعمل والتلطف بالبدن كما أوصى عبدالله بن عمر بن العاص وقال له إن لنفسك عليك حقا ولزوجك عليك حقا فهذه هي الطريق الوسطى المفضلة فهذه هي الطريق الوسطى الفضلة فأما اليبس المجرد فكم فوت من علم ولو حصل نيل به أكثر مما نيل بالعمل فكم فوت من علم لو حصل نيل به أكثر مما نيل بالعمل فإن مثل العالم فإن مثل العالم كرجل يعرف الطريق والعابد جاهل بها والعابد جاهل بها الهامش في قوله العابد أي العابد بلا علم أما العالم العابد فهو الذي جمع الخير كله والعبادة الصحيحة هي غاية الخلق فمن علم ولم يعمل كان علمه حجة عليه يوم يقوم الحساب انتهى الهامش والعابد جاهل بها فيمشي العابد من الفجر إلى العصر ويقوم العالم قبيل العصر فيلتقيان وقد سبق العالم فضل شوطه فإن قال قائل بير لي هذا قلت صورة التعبد خدمة لله تعالى وذل له وربما لم يطلع العابد على معنى تلك الصورة لأنه ربما ظن أنه أهل لأنه ربما ظن أنه أهل لوجود الكرامة على يده وأنه مستحق تقبيل يده أو أنه خير من كثير من الناس وذلك كله لقلة العلم وأعني بالعلم فهم أصول العلم لا كثرة الرواية والمطالعة لا كثرة الرواية ومطالعة مسائل الخلاف فإذا طالع العالم الأصوري سبق هذا العابد بحسن خلق ومدارة الناس وتواضعه في نفسه وإرشاده الخلق إلى الله تعالى فيعسر هذا على العابد وهو في ليل جهده بالحال راقد ربما تزوج العابد ثم حمل نفسه على التجفف فحبس زوجته عن مطلوبها ولم يطلقها وصار كالتي حبست الهرة فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض الهامش وأصله دخلت النار امرأة في هرة حبستها إلى آخره انتهى الهامش ومن تأمل حالة الرسول صلى الله عليه وسلم رأى كاملا من الخلق يعطي كل ذي حق حق فتارة يمزح وتارة يضحك ويداعب الأطفال ويسمع الشعر ويتكلم بالمعاريض ويحسن معاشرة النساء ويأكل ما قدر عليه وفتح له وإن كان لذيذا كالعمل وإن كان لذيذا كالعسل ويستعذب ويستعذب له الماء ويفرش له في الظل ولا ينكر ذلك ولم يسمع عنه بمثل ما حدث بعده من جهال المتصوفة والمتزهدين من منع النفس شهواتها على الإطلاق فقد كان يأكل البطيخ بالرطب ويقبل ويمص اللسان ويطلب المستحسنات فأما أكل خبز الشعير ووزن المأكول وتجفيف البدن وهجر كل مشتهى فإنه تعذيب للنفس وهدب للبدن لا يقتضيه عقل ولا يمدحه شرع وإنما اقتنع وإنما اقتنع أقوام بالقليل لأسباب مثل أن حدثت شبهة فتقلل أو اختلط طعام بطعام فتورع ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم يوفي العبادة حقها بقيام الليل والاجتهاد في الذكر فعليك بطريقته التي هي أكمل الطرق وب شرعته التي لا شوب فيها ودع حديث فلان وفلان من الزهاد واحمل أمرهم على أحسن محمل وأقم لهم الأعذار مهما قدرت فإن لم تجد عذرا فهم محجوجون بفعله إذ هو قدرة الخلق إذ هو قدوة الخلق وسيد العقلاء وهل فسد الناس إلا بالانحراف عن الشريعة ولقد حدثت آفات من المتصورة وفة والمتزهدين خرقوا بها شبكة الشريعة وعبروا فمنهم من يدعي المحبة والشوق ولا يعرف المحبوب فتراه يصيح ويستغيث ويمزق ثيابه ويخرج عن حد الشرع بدعواه ومضمونها ومنهم من حمل على نفسه بالجوع والصوم الدائم وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعبد الله بن عمر سم يوما وأفطر يوما فقال أريد أفضل من ذلك فقال لا أفضل وفيهم من خرج إلى السياحة فأفاءت نفسه الجماعة وفيهم من دفن كتب العلم وقعد يصلي ويصوم ولم يعلم أن دفنها خطأ قبيح لأن النفس تغفل وتحتاج إلى التذكير في كل وقت ونعم المذكر كتب العلم وإنما دخل إبليس على كل قوم منهم من حيث قدر وكان مقصوده بدفن الكتب إطفاء المصباح ليسير العابد في الظلم وما أحسن ما قال بعض العلماء لرجل سأله فقال أريد أن أمضي إلى جبل الآكام فقال هذه هوكلة وهي كلمة عامية معناها حب البطالة وعلى الحقيقة الزهاد في مقام الخفافيش فقد دفنوا أنفسهم بالعزلة عن نفع الناس وهي حالة حسنة إذا لم تمنع من خير من جماعة واتباع جنازة وعيادة مريض إلا أنها حالة الجبناء فأما الشجعان فهم يتعلمون ويعلمون وهي مقامات الأنبياء عليهم السلام أترى كم بين العابد إذا نزلت به حادثة وبين الفقيه بالله لو مال الخلق إلى التعبد لضاعت الشريعة على أنه لو فهم معنى التعبد لم يقتصر به على الصلاة والصوم فرب ماش في حاجة مسلم فضل تعبده ذلك على صوم سنة أو فضل تعبده ذلك على صوم سنة والعمل بالبدن سعي الآلات الظاهرة والعلم سعي الآلات الباطنة من العقل والفكر والفهم فلذلك كان أشرف فإن قلت كيف تذم المعتزلين للشر إلى التعبد قلت ما أذمهم بل حدثت منهم حوادث اختباها الجهل من الدعاوى والآفات التي سببها قلة العلم وحملوا على أنفسهم التي ليست لهم وعن غير إذن الآمر ما لم يجز حتى إن أحدهم يرى أن فعل ما يؤذي النفس على الإطلاق فضيلة حتى قال بعض الحمق دخلت الحمام فوجدت غفلة فآليت أن لا أخرج حتى أسبح كذا وكذا تسبيح فآليت أن لا أخرج حتى أسبح كذا وكذا تسبيح فطال الأمر فمرضت وهذا رجل خاطر بنفسه في فعل ما ليس له ومن المتصوفة والزهاد من قنع بصورة النباس وركب من الجهل في الباطن ما لم يسعه كتاب طهر الله الأرض منهم وأعانى العلماء عليهم فإن أكثر الحمق معهم فلو أنكر عالم على أحدهم مال العوام على العالم بقوة الجهل ولقد رأيت كثيرا من المتعبدين وهو في مقام العجائز يسبح تسبيحا لا يجوز النطق به ويفعل في صلاته ما لم ترد به السنة ولا قد دخلت يوما على بعض من على بعض من كان يتعبد وقد أقام إماما وهو خلفه في جماعة يصل بهم صلاة الضحى ويجهر فقلت لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة النهار عجما فغضب ذلك الزاهد وقال كم ينكر هذا علينا وقد دخل فلان وأنكر وفلان وأنكر نحن نرفع أصواتنا حتى لا ننام فقلت وعجبا ومن قال لكم لا تناموا أليس في الصحيحي من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له قم ونم وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام ولعله ولعله ما مضت عليه ليلة إلا ونام فيها ولقد شاهدت رجلا كان يقال له حسين القزويني بجامع المنصور وهو يمشي في الجامع مشيا كثيرا دائبا فسأت ما السبب في هذا المشي فقيل لي حتى لا ينام وهذه كلها حماقات أوجبها قلة العلم لأنه إذا لم تأخذ النفس حظها من النوم اختلط العقل وفاة المراد من التعبد لبعد الفهم انتهى الشريط التاسع وننتقل إلى الشريط العاشر الشريط العاشر الوجه الأول من كتاب صيد الخاطر للإمام بن الجوزي ولقد حدثني بعض الصالحين المجاورين بجامع المنصور أن رجلا اسمه كثير دخل عليهم الجامع فقال إني عهدت الله على أمر ونقضته وقد جعلت عقوبتي لنفسي أن لا آكل شيئا أربعين يوما قال فمكث منها عشرة أيام قريب الحال يصل في جماعة ثم في العشر الثاني بان ضعفه وكان يدار الأمر ثم صار في العشر الثالث يصلي قاعدة ثم استطرح في العشر الرابع فلما تمت الأربعون جيئا بنقوع فشرب فسمعنا صوته في حلقه مثل ما يقع الماء على المقلات ثم مات بعد أيام فقلت يا لله العجب انظروا ما فعل الجهل بأهله ظاهروا هذا أنه في النار إلا أن يعفى عنه ولو فهم العلم وسأل العلماء لعرفوه أنه يجب عليه أن يأكل وأن ما فعله بنفسه حرام ولكن من أعظم الجهل استبدادوا الإنسان بعلمه وكل هذه الحوادث نشأت قليلا قليلا حتى تمكنت فأما الشرب الأول فلم يكن فيه من هذا الشيء وما كانت الصحابة تفعل شيئا من هذه الأشياء وقد كانوا يؤثرون ويأكلون دون الشبع الهامش يؤثرون غيرهم على أنفسهم انتهى الهامش ويصبرون إذا لم يجدوا فمن أراد الاقتداء فعليه برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ففي ذلك الشفاء والمطلوب ولا ينبغي أن يخلد العاقل إلى تقليد معظم شاع اسمه فيقول قال أبو يزيد وقال الثوري فإن المقلد أعمى الهامش أي المقلد فيما يقدر على الاجتهاد فيه أو لا ضرورة له إلى التقليد فيه أما تقليد العامي الذي لا يقدر على الاجتهاد لأحد آئمة المذاهب الأربعة فواجب انتهى الهامش وكم قد رأينا أعمى يأنف من حمل عصى الهامش هذا مثال من يأنف من التقليد وهو عاجز عن الاجتهاد انتهى الهامش وكم قد رأينا أعمى يأنف من حمل عصى فمن فهم هذا المشار إليه طلب الأفضل والأعلى والله الموافق مئة واثنان وستون الفلسفة والرهبانية تأملت الدخل الذي دخل في ديننا في العلم والعمل فرأيته من طريقين تأملت الدخل الذي دخل في ديننا في العلم والعمل فرأيته من طريقين فأما أصل الدخل في العلم والاعتقاد فمن الفلسفة وهو أن خلقا من العلماء في ديننا لم يقنعوا بما قانع به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الانعكاف على الكتاب والسنة فأوغلوا في النظر في مذاهب أهل الفلسفة وخاضوا في الكلام الذي حملهم على مذاهب ردية أفسدوا بها العقائد وأما أصل الدخل في باب العمل فمن الرهبانية فإن خلقا من المتزاهدين أخذوا عن الرهبان طريق التقشف ولم ينظروا في سير نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسمعوا ذم الدنيا وما فهموا المقصود فاجتمع لهم الإعراض عن علم شرعنا مع سوء الفهم للمقصود فحدثت منهم بدع قبيحة فأول ما ابتدأ به إبليس أنه أمرهم بالإعراض عن العلم فدفنوا كتبهم وغسلوها وألزمهم زاوية التعبد فيما زعم وأظهر لهم من الخزعبلات ما أوجب إقبال العوام عليهم فجعل إلههم هواهم ولو علموا أنهم منذ دفنوا كتبهم وفارقوا العلم انطفأ مصباحهم ما فعلوا لكن إبليس دقيق المنقب الهامش في قوله المنقب أي المخرز انتهى الهامش وبالعلم يعلم فساد الطريقين ويهتدى إلى الأصوب نسأل الله عز وجل أن لا يحرمنا إياه فإنه النور في الظلم والأنيس في الوحدة والوزير عند الحادثة الهامش أي المعين عند المصيبة انتهى الهامش 163 دواء البطالين أعوذ بالله من صحبة البطالين لقد رأيت خلقا كثيرا يجرون أو يجرون معي فيما قد اعتاده الناس من كثرة الزيارة ويسمون ذلك التردد خدمة ويطلبون الجلوس ويجرون فيه أحاديث الناس وما لا يعني ويتخلله غيبة وهذا شيء يفعله في زماننا كثير من الناس وربما طلبه المزور وربما طلبه المزور وتشوق إليه واستوحش من الوحدة وخصوصا في أيام التهان والأعياد فتراهم يمشي بعضهم إلى بعض ولا يقتصرون على الهناء والسلام بل يمزجون ذلك بما ذكرته من تضييع الزمان فلما رأيت أن الزمان أشرف شيء فلما رأيت أن الزمان أشرف شيء والواجب انتهابه بفعل الخير كرهت ذلك وبقيت معهم بين أمرين فلما رأيت أن الزمان أشرف شيء والواجب انتهابه بفعل الخير كرهت ذلك وبقيت معهم بين أمرين إن أنكرت عليهم وقعت وحشة لموضع قطع المألوف وإن تقبلته منهم ضاع الزمان فصرت أدافع باللقاء جهدي فإذا غلبت قصرت في الكلام لأتعجل الفراق ثم أعددت أعمالا لا تمنع من المحادثة لأوقات لقائهم لألا يمضي الزمان فارغا فجعلت من الاستعداد للقائهم فجعلت من الاستعداد للقائهم قطع الكاغد وبرية الأقلام وحزم الدفاتر فإن هذه الأشياء لا بد منها ولا تحتاج إلى فكر وحضور قلب فأرصدتها لأوقات زيارتهم لألا يضيع شيء من وقتي نسأل الله عز وجل أن يعرفنا شرف أوقات العمر وأن يوفقنا لاغتنامه ولقد شاهدت خلقا كثيرا لا يعرفون معنى الحياة فمنهم من أغناه الله عن التكسب بكثرة ماله فهو يقعد في السوق أكثر النهار ينظر إلى الناس وكم تمر به من آفة ومنكر ومنهم من يخلو بلعب الشطرنج ومنهم من يخلو بلعب الشطرنج ومنهم من يقطع الزمان بكثرة الحوادث من السلاطين والغلاء والرخص إلى غير ذلك الهامش أي رواية الحوادث واستقصاء الأخبار ويجمع ذلك كله قراءة الجرائد واستماع الإذاعات انتهى الهامش فعلمت أن الله تعالى لم يطلع أو لم يطلع على شرف العمر ومعرفة قدر أوقات العافية فعلمت أن الله تعالى لم يطلع على شرف العمر ومعرفة قدر أوقات العافية إلا من وفقه وألهمه اغتنام ذلك وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم 164 التصنيف أنفع من التدريس رأيت من الرأي القويم أن نفع التصانيف أكثر من نفع التعليم بالمشافهة لأني أشافه في عمري عددا من المتعلمين وأشافه بتصنيفي خلقا لا يحصون ما خلقوا بعد الهامش صحيح والله رحمه الله وأجزل ثوابه انتهى الهامش ودليل هذا أن انتفاع الناس بتصانيف المتقدمين أكثر من انتفاعهم بما يستفيدونه من مشايخهم فينبغي للعالم أن يتوفر على التصانيف إن وفق للتصنيف المفيد فإنه ليس كل من صنف صنف وليس المقصود جمع شيء كيف كان وإنما هي أسرار يطلع الله عز وجل عليها من شاء من عباده الهامش جعلنا الله منهم انتهى الهامش وإنما هي أسرار يطلع الله عز وجل عليها من شاء من عباده ويوفقه لكشفها فيجمع ما فرق أو يرتب ما شتت أو يشرح ما أهمل هذا هو التصنيف المفيد وينبغي اغتنام التصنيف في وسط العمر لأن أوائل العمر زمن الطلب وآخره كلال الحواس وربما خان الفهم والعقل من قدر عمره وإنما يكون التقدير على العادات الغالبة لأنه يعلم الغيبة فيكون زمن الطلب والحفظ والتشاغل إلى الأربعين ثم يبتدع بعد الأربعين بالتصانيف والتعليم هذا إذا كان قد بلغ ما يريد من الجمع والحفظ وأعين على تحصيل المطالب فأما إذا فلت الآلات عنده من الكتب أو كان في أول عمره ضعيف الطلب فلم ينل ما يريده في هذا الأوان أخر التصنيف إلى تمام خمسين سنة ثم ابتدأ بعد الخمسين في التصنيف والتعليم إلى رأس الستين ثم يزيد فيما بعد ستين في التعليم ويسمع الحديث والعلم ويعلن التصنيف إلى رأس السبعين الهامش أن يرجع عليها بالتصحيح والتنقيح وبيان الأدلة والعمل ومنه سمي مجد الدين الموصلي ومنه سمى مجد الدين الموصلي كتابه الذي بيّن فيه أدلة الأحكام الذي بيّن فيه أدلة أحكام المختار وشرحه فيه الاختيار للتعليم المختار انتهى الهامش فإذا جاوز السبعين جعل الغالب عليه ذكرى الآخرة والتهيء للرحيل فيوفر نفسه على نفسه إلا من تعليم يحتسبه أو تصنيف يفتقر إليه فذلك أشرف العدد للآخرة ولتكن همته في تنظيف نفسه وتهذيب خلاله والمبالغة في استدراك زلاته فإن اختطف في خلال ما ذكرنا فإن اختطف في خلال ما ذكرنا فنية المؤمن خير من عمله وإن بلغ إلى هذه المنازل فقد بيّن ما يصلح لكل منزل وقد قال سفيان الثوري ما بلغ سن رسول الله صلى الله عليه وسلم من بلغ سن رسول الله صلى الله عليه وسلم فليتخذ لنفسه كفناء وقد بلغ جماعة من العلماء سبعا وسبعين سنة منهم أحمد بن حنبل فإن بلغها فليعلم أنه على شفير القبر وأن كل يوم يأتي بعدها مستقرف فإن تمت له الثمانون فليجعل همته فليجعل همته كلها مصروفة إلى تنظيف خلاله وتهيئة زاده وليجعل الاستغفار حليفة والذكر أليفة وليدقق في محاسبة النفس في بدل العلم أو مخالطة الخلق فإن قرب الاستعراض للجيش يوجب عليهم فإن قرب الاستعراض للجيش يوجب عليهم الحذر من العارض وليبالغ في إبقاء أثره قبل رحيله مثل بث علمه وإنفاق كتبه وشيء من ماله وبعد فمن تولاه الله عز وجل علمه ومن أراد ألهمه نسأل الله عز وجل أن ينعم علينا بأن يتولانا ولا يتولى عنا إنه قريب مجيب مائة وخمسة وستون العادات والشرع رأيت عادات الناس قد غلبت على عملهم بالشرع فهم يستوحشون من فعل الشيء لعدم جريان العادة لا لنهي الشرع فكم من رجل يوصف بالخير يبيع ويشتري فإذا حصلت له القرابة باعها بالصحيح من غير تقليد لإمام الهامش كانت الدراهم بالوزن والدرهم إما أن يكون صحيحا وإما أن يكون قطعا فضية مكسرة من الدرهم وهي القراضة والكلمة مستعملة عند عوام الشام إلى الآن ووجه إنكار المؤلف كونها فضة كونها فضة وهي من الأموال الربوية لا تكون مثلا إلا يدا بيد لا تكون مثلا إلا يدا بيد يراجع باب ربى الفضل في كتب الفقه ورسالة القياس في الشرع الإسلامي لابن تيمية انتهى الهامش فإذا حصلت له القرابة باعها بالصحيح من غير تقليد لإمام أو عمل برخصة عادة من القوم واستثقالا للاستفتاء ونرى خلقا يحافظون على صلاة الرغائب ويتوانون عن الفرائض وكثيرا من المتصوفين لا يستوحشون من ظلم الناس ثم يتصدقون على الفقراء وربما توانوا عن إخراج الزكاة وتكاسلوا باستعمال التأويلات فيها ثم إذا حضر أحدهم مجلس وعظ بكى كأنه يصانع بتلك الحال ومنهم من يخرج بعض الزكاة مصانعة عما لم يخرجه ومنهم من يعلم أن أصل ماله حرام ويصعب عليه فراقه للعادة وفيهم من يحلف بالطلاق ويحنث ويرى الفراق صعبا فربما تأول وربما تكاسل عن التأويل اتكالا على عفو الله تعالى ووعدا من النفس بالتوبة ومنهم من يرى أن استعمال الشرع ربما كان سببا في تضييق معاشه وقد ألف التفسح فلا يسهل عليه فراق ما قد ألف والعادات في الجملة هي المهلكة ولقد حضر عندي رجل شيخ ابن ثمانين سنة رجل شيخ ابن ثمانين سنة فاشتريت منه دكانا وعقدت معه العقد فلما افترقنا غدر بعد أيام فطلبت منه الحضور عند الحاكم فأبى فأحضرته فحلف اليمين الغموس أنه ما بعته فقلت ما تدور عليه السنة وأخذ يبرطل لمن يحول بيني وبينه من الظلمة الهامش البرطيل الرشوة وبرطله فتبرطله أرشاه فارتشى وهو من عامي الشام الفصيح انتهى الهامش وأخذ يبرطل لمن يحول بيني وبينه من الظلمة فرأيت من العوام قد غلبت عليه العادات فلا يلتفت معها إلى قول فقيه يقول هذا ما قبض الثمن فكيف يصح البيع وآخر يقول كيف يجوز لك أن تأخذ دكانه بغير رضاه وآخر يقول يجب عليك أن تقيله البيع فلما لم أقله أخذ هو وأقاربه يأخذون عرضي ورأى أنه يحامي عن ملكه ثم سعى بي إلى السلطان سعاية يحرض فيها من الكذب ما أدهشني وبرطل مالا لخلق من الظلمة فبالغوا وسعوا إلا أن الله تعالى نجاني من شرهم ثم إني أقمت عليه البيينة عند الحاكم فقال بعض أرباب الدنيا للحاكم لا تحكم له فوقف عن الحكم بعد ثبوت البيينة عنده فرأيت من هذا الحاكم ومن حاكم آخر أعلى منه من ترك إنفاذ الحق حفظا لرياستهم ما هول عندي ما فعله ذلك الشيخ حفظا لماله لجهله وعلم هؤلاء فتجلى لي من الأمر أن العادات غلبت على الناس وأن الشرع أعرض عنه وإن وقعت موافقة للشرع فكما اتفق أو لأجل العادة وإن وقعت موافقة للشرع فكما اتفق أو لأجل العادة فإن الإنسان لو ضرب أو لو ضرب بالسياط ما أفطر في رمضان عادة قد استمرت ويأخذ أعراض الناس وأموالهم عادة فكم رأيت هذا الشيخ يصلي ويحافظ على الصلاة ثم لما خاف فوت غرضه ترك الشرع جانبا وكم قد رأيت أولئك الحكام يتعبدون ويطلبون العلم غير أنه لما خافوا على رياستهم أن تزول تركوا جانب الدين ثم إن الله تعالى نصرني عليه وتقدم إلى الحاكم بإنفاذ ما ثبت عنده ودارت السنة فمات الشيخ على قل ودارت السنة فمات الشيخ على قل أو قل أي في الهامش أي على قلة وحاجة انتهى الهامش فنسأله عز وجل التوفيق للانقياد لشرعه ومخالفة أهوائنا مئة وستة وستون عزلة العالم ما أعرف للعالم قط لذة ولا عز ولا شرف ولا راحة ولا سلامة أفضل من العزلة فإنه ينال بها سلامة بدنه ودينه وجاهه عند الله عز وجل وعند الخلق لأن الخلق يهون عليهم من يخالطهم ولا يعظم عندهم قول المخالط لهم ولهذا عظم قدر الخلفاء لاحتجابهم الهامش محتجب أبو بكر ولا عمر وكانهم أعظم قدرا إنما يعظم أقدار الحكام اتباعهم الشرع ولو مثل القارئ لعز الحجاب وذل العرض ولو مثل القارئ لعز الحجاب وذل العرض بحجاب المرأة أمس وسفورها اليوم ولو مثل للقارئ لعز الحجاب وذل العرض بحجاب المرأة أمس وسفورها اليوم لكان أقرب وأصوب انتهى الهامش وإذا رأى العوام أحد العلماء مترخصا في أمر مباح هان عندهم فالواجب عليه صيانة علمه وإقامة قدر العلم عندهم فقد قال بعض السلف كنا نمزح ونضحك فإذا صرنا يقتدى بنا فما أراه يسعنا ذلك وقال سفيان الثوري تعلموا هذا العلم واقضموا عليه ولا تخلطوه بهزل فتمجه القلوب فمرعاة الناس لا ينبغي أن تنكر وقد قال صلى الله عليه وسلم لعائشة لو لا حدثان قومك في الكفر لا نقضت الكعبة وجعلت لها بابين وقال أحمد بن حنبل في الركعتين قبل المغرب رأيت الناس يكرهونهما فتركتهما ولا تسمع من جاهل يرى مثل هذه الأشياء رياء إنما هي صيانة للعلم وبيان هذا أنه لو خرج العالم إلى الناس مكشوف الرأس أو في يده كسرة يأكلها قل عندهم الهامش إنما هي عادات ولقد كان عامة علماء الاندلس إلا القضاة منهم يكشفون رؤوسهم انتهى الهامش وإن كان هذا مباحا وبيان هذا أنه لو خرج العالم إلى الناس مكشوف الرأس أو في يده كسرة يأكلها قل عندهم وإن كان هذا مباحا فيصير بمثابة تخليط الطبيب الآمر بالحمية فلا ينبغي للعالم أن ينبسط عند العوام حفظا لهم ومن أراد مباحا فليستتر به عنهم وهذا القدر الذي لاحظه أبو عبيدة حين رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه رضي الله عنهما قد قدم الشام راكبا على حمار ورجلاه من جانب فقال يا أمير المؤمنين يتلقاك عظماء الناس فما أحسن ما لاحظ إلا أن عمر رضي الله عنه أراد تأديب أبي عبيدة بحفظ الأصل فقال إن الله أعزكم بالإسلام فمهما طلبتم العزة في غيره أذن لكم والمعنى ينبغي أن يكون طلبكم العزة بالدين لا بصور الأفعال وإن كانت الصور تلاحظ فإن الإنسان يخلو في بيته عريان الهامش كلمة عريان غير ممنوعة من الصرف انتهى الهامش فإن الإنسان يخلو في بيته عريان فإذا خرج إلى الناس لبس ثوبين وعمامة ورداء ومثل هذا لا يكون تصنعا ولا ينسب إلى كبر وقد كان مالك بن أنس يغتسل ويتطيب ويقعد للحديث ولا تلتفت يا هذا إلى ما ترى من بذل العلماء على أبواب السلاطين فإن العزلة أصوى للعالم والعلم وما يخسره العلماء في ذلك أضعاف ما يربحون وقد كان سيد الفقهاء سعيد بن المسيب لا يغشى الولاة وعن قول هذا سكت عنه الهامش ولعل في العبارة تحريفا من النساخ انتهى الهامش وعن قول هذا سكت عنه وهذا فعل الحازم فإن أردت اللذة والراحة فعليك أيها العالم بعقر دارك فعليك أيها العالم بعقر بيتك وكن معتزلا عن أهلك يطب لك عيشك واجعل للقاء واجعل للقاء الأهل وقتا فإذا عرفوه تصنعوا للقائك فكانت المعاشرة بذلك أجود وليكن لك بيت في بيتك تخل فيه وتحادث سطور كتبك وتجري في حلبات فكرك واحترس من لقاء الخلق وخصوصا العوام واجتهد في كسب يعفك عن الطمع فهذه نهاية لذة العالم في الدنيا وقد قيل لابن المبارك ما لك لا تجالسنا فقال أنا أذهب فأجالس الصحابة والتابعين وأشار بذلك إلى أنه ينظر إلى كتبه ومتى رزق العالم الغنى عن الناس والخلوة فإن كان له فهم يجلب التصاليف فقد تكاملت لذته وإن رزق فهما يرتقي إلى معاملة الحق ومناجاته فقد تعجل دخول الجنة قبل الممات الهامش لأن لذة المناجات في الخلوات أعظم اللذات وكأنها من نعيم الجنات انتهى الهامش نسأل الله عز وجل همة عالية تسم إلى الكمال وتوفيقا لصالح الأعمال فالسالكون طريق الحق أفراد مئة وسبعة وستون ثمرة العلم تأملت أحوال الناس في حالة علو شأنهم فرأيت أكثر الخلق تبين خسارتهم حينئذ فمنهم من بالغ في المعاصي من الشباب ومنهم من فرط في اكتساب العلم ومنهم من أكثر من الاستمتاع باللذات حينئذ فكلهم نادم في حالة الكبر حين فوات الاستدراك لذنوب سنفت أو قوى ضعفت أو فضيلة فاتت فيمضي زمان الكبر في حسرات فإن كانت للشيخ إفاقة من ذنوب قد سلفت قال وأسفا على ما جنيت وإن لم يكن له إفاقة صار متأسفا على فوات ما كان يلتذ به فأما من أنفق عصر الشباب في العلم فإنه في زمن الشيخوخة يحمد جنيا ما غرس ويلتذ بتصنيف ما جمع ولا يرى ما يفقد من لذات البدن شيئا الهامش شيئا مفعول ثاني ليرى انتهى الهامش ولا يرى ما يفقد من لذات البدن شيئا بالإضافة إلى ما يناله من لذات العلم هذا مع وجود لذاته في الطلب الذي كان تأمل به إدراك الذي كان تأمل به إدراك المطلوب وربما كانت تلك الأعمال أطيب مما نيل منها كما قال الشاعر أهتز عند تمني وصلها طربا ورب أمنية أحلى من الظفر ولقد تأملت نفسي بالإضافة إلى عشيرة الذين أنفقوا أعمارهم في اكتساب الدنيا وأنفقت زمن الصبوة والشباب في طلب العلم فرأيتني لم يفتني مما نالوه إلا ما لو حصل لي ندمت عليه ثم تأملت في حالي فإذا عيش في الدنيا أجود من عيشهم وجاه بين الناس أعلى من جاههم وما نلته من معرفة العلم لا يقاوم فقال لي إبليس ونسيت تعبك وسهرك فقلت له أيها الجاهل تقطيع الأيدي لا وقع له عند رؤية يوسف وما طالت طريق أدت إلى صديق جزى الله المسير إليه خيرا وإن ترك المطايا كالمزادي جزى الله المسير إليه خيرا وإن ترك المطايا كالمزادي الهامش جمع مزادة أي تركها جلدا أو أي تركها جلدا على عظم انتهى الهامش ولقد كنت في حلاوة طلب العلم ولقد كنت في حلاوة طلب العلم ألقى من الشدائد ما هو عندي أحلى من العسل لأجل ما أطلب وأرجو كنت في زمان الصبى أخذ معي أرغفة يابسة فأخرج إلى طلب الحديث وأقعد على نهر عيسى الهامش من ضواحي بغداد انتهى الهامش فلا أقدر على أكلها إلا عند الماء فكلما أكلت نقمة شربت عليها وعين همتي لا ترى إلا لذة تحصيل العلم فأثمر ذلك عندي أني عرفت بكثرة سماعي لحديث سير الرسول صلى الله عليه وسلم أحواله وأدابه وأحوال أصحابه وتابعيهم فصرت في معرفة طريقه كابني أجود وأثمر ذلك عندي من المعاملة ما لا يدرك بالعلم حتى أنني أذكر في زمان الصبى ووقت الغلمة والعزبة ووقت الغلمة والعزبة قدرته على أشياء كانت النفس تتوق إليها توقان العطشان إلى الماء الزلال ولم يمنعني عنها إلا ما أثمر عندي من العلم من خوف الله عز وجل ولولا خطايا لا تخل منها البشر لقد أخاف على نفسي العجبة غير أنه عز وجل صانني وعلمني وأطلعني من أسرار العلم على معرفته وإيثار الخلوة به حتى أنه لو حضر معي معروف وبشر لا رأيتهما زحمة الهامش معروف وبشر أي معروف الكرخي وبشر الحافي انتهى الهامش ثم عاد فغمسني في التقصير والتفريط حتى رأيت أقل الناس خيرا مني وتارة يوقظني لقيام الليل ولذة مناجاته وتارة يحرمني ذلك مع سلامتي بدني ولولا بشارة العلم بأن هذا نوع تهذيب وتأديب لخرجت إما إلى العجب عند العمل وإما إلى اليأس عند البطالة ولكن رجاء من فضله قد عادل خوف منه وقد يغلب الرجاء بقوة أسبابه لأني رأيت أنه قد رباني منذ كنت طفلا فإن أبي مات وأنا لا أعقل به والأم لم تلتفت إلي فركز في طبعي حب العلم وما زال يوقعني على المهم فالمهم ويحملني إلى من يحملني على الأصوب حتى قوم أمري وكم قد قصدني عدو فصده عني وإذا رأيته قد نصرني وبصرني ودافع عني ووهب لي قوي رجائي في المستقبل بما قد رأيت في الماضي ولقد تاب على يدي في مجالس الذكر أكثر من مئتي ألف وأسلم على يدي أكثر من مئتي نفس وكم سالت عين متجبر بوعظي لم تكن تسيل ويحق لمن تلمح هذا الإنعام أن يرجو التمام وربما لاحت أسباب الخوف وربما لاحت أسباب الخوف بنظري إلى تقصيري وزللي ولقد جلست يوما فرأيت حولي أكثر من عشرة آلاف ما فيهم إلا من قد رق قلبه أو دمعت عينه فقلت لنفسي كيف بك إن نجوا وهلكت فصحت بلسان وجدي إلهي وسيدي إن قضيت علي بالعذاب غدا فلا تعلمهم بعذابي صيانة لكرمك لا لأجلي لألا يقولوا عذب من دل عليه إلهي قد قيل لنبيك صلى الله عليه وسلم اقتل ابن أبي المنافق فقال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه إلهي فاحفظ حسن عقائدهم في بكرمك أن تعلمهم بعذاب الدليل عليك حاشاك والله يا رب من تكدير الصافي لا تبري عودا أن تريشته لا تبري عودا أن تريشته حاشا لبان الجود أن ينقص حاشا لبان الجود أن ينقض لا تعطش الزرع الذي نبته بصوب إنعامك قد روض مئة وثمانية وستون العاشق في عذاب من الأمور التي تخفى على العاقل أن يرى أنه متى لم يكن عنده امرأة أو جارية يهواها من الأمور التي تخفى على العاقل أن يرى أنه متى لم يكن عنده امرأة أو جارية يهواها هوا شديدا أنه لا يلتذ في الدنيا فإذا صور محبوبا مملوكا تخايل لذة عظيمة وإذا كان عنده من لا يمين إليه اعتقد نفسه محروما وهذا أمر شديد الخفاء فينبغي أن يوضح وهو أن المملوك مملوك ومتى قدر الإنسان على ما يشتهيه من له ومالا إلى غيره تارة لبيان عيوبها التي تكشفها المخالطة فإنه قد قال الحكماء العشق أعمى عن عيوب المحبوب وتارة لمكان القدرة عليه والنفس لا تزال تطلع والنفس لا تزال تتطلع إلى ما لا تقدر عليه ثم لو قدرنا دوام المحبة مع القدرة فإنها قد تكون ولكن ناقصة بمقدار القدرة وإنما يقويها تجني المحبوب فيكون تجنيه كالمتناع أو امتناعه من الموافقة فيكون تجنيه كالمتناع أو امتناعه من الموافقة فإذا صفى فلابد من أكدار منها الحذر عليه ومنها قلة ميله إلى هذا العاشق وربما تكلف القرب منه وربما تكلف القرب منه بعلم الإنسان بقلة ميل محبوبه إليه ينغص بل يبغض فإن خاف منه خيانة احتاج إلى حراسته فقوية النغص وأصلح المقدمات التوسط وهو اختيار ما تميل النفس إليه ولا يرتقي إلى مقام العشق فإن العاشق في عذاب وإنما يتخايل الفارغ من العشق وإنما يتخايل الفارغ من العشق التذاذ العاشق وليس كذلك الهامش في قوله يتخايل يتخايل في أسلوب المؤلف يتوهم ويتخيل انتهى الهامش وإنما يتخايل الفارغ من العشق التذاذ العاشق وليس كذلك فإنه كما قيل وما في الأرض أشقى من محب وإن وجد الهوى عذب المذاق تراه باكيا في كل وقت مخافة فرقة أو لاشتياق فيبكي إن نأوا شوقا إليهم فيبكي إن نأوا شوقا إليهم ويبكي إن دنوا خوف الفراق فتسخن عينه عند التداني وتسخن عينه عند الفراق الهامش في قوله تسخن عينه تقول العرب أقر الله عينه كناية عن الضحك والسرور فقال المولدون سخنة عينه يكنون بها عن البكاء انتهى الهامش وبهذا ينتهي الوجه الأول وننتقل إلى الوجه الثاني الوجه الثاني مئة وتسعة وستون علو الهمة بلا مبتولي الإنسان قط بأعظم من علو همته فإن من علت همته يختار المعالي وقد لا يساعد الزمان وقد تضعف الآلة فيبقى في عذاب وإني أعطيت من علو الهمة طرفا فأنا به في عذاب ولا أقول ليته لم يكن فإنه إنما يحل العيش بقدر عدم العقل الهامش ذو العقل يشقى في النعيم بعقله وأخ الجهالة في الشقاوة ينعم انتهى الهامش والعقل لا يختار زيادة اللذة بنقصان العقل ولقد رأيت أقواما يصفون علو همهم أو علو هممهم فتأملتها فإذا بها في فن واحد ولا يبالون بالنقص فيما هو أهم قال الرضي ولكل جسم في النحول بلية وبلاء جسمي من تفاوت همتي فنظرت فإذا غاية أمله الإمارة وكان أبو مسلم الخرساني في حال شبيبته لا يكاد ينام فقيل له في ذلك فقال ذهن صاف وهم بعيد ونفس تتوق إلى معالي الأمور مع عيش كعيش الهمج الرعاع مع عيش كعيش الهمج الرعاع قيل فما الذي يبرد غليلك قال الظفر بالبلغ قيل فاطلبه قال لا يطلب إلا بالأهوال قيل فركب الأهوال قال العقل مانع قيل فما تصنع قال سأجعل من عقلي جهلا وأحاول به خطرا لا ينال إلا بالجهل وأدبر بالعقل ما لا يحفظ إلا به فإن الخمول أخ العدم فإن الخمول أخ العدم فنظرت إلى حال هذا المسكين فإذا به قد ضيع أهم المهمات وهو جانب الآخرة وانتصب في طلب الولايات فكم فتك وقتل حتى نال بعض مراده من لذات الدنيا ثم لم يتنعم في ذلك أكثر من ثمان سنين ثم لم يتنعم في ذلك أكثر من ثمان سنين ثم اغتيل ونسي ثم اغتيل ونسي تدبير العقل فقتل ومضى إلى الآخرة على أقبح حال وكان المتنبي يقول وفي الناس من يرضى بميسور عيشه ومركوبه رجلاه والثوب جلده ولكن قلبا بين جنبي ما له مدى ينتهي به في مراد أحده ولكن قلبا بين جنبي ما له مدى ينتهي به في مراد أحده ترى جسمه يكسي شفوفا تربه ترى جسمه يكسي أو يكسى شفوفا تربه فيختار أن يكسى دروعا تهده فتأملت هذا الآخر فإذا همته فيما يتعلق بالدنيا فحسب ونظرت إلى عنو همتي فرأيتها عجبا وذلك أنني أروم من العلم ما أتيقن أني لا أصل إليه لأنني أحب نيل كل العلوم على اختلاف فنونها وأريد استقصاء كل فرد وهذا أمر يعجز العمر عن بعضه فإن عرض لي همة في فن قد بلغ منتهى رأيته ناقصا في غيره فلا أعد همته تامة فلا أعد همته تامة مثل المحدث فاته الفقه والفقيه فاته علم الحديث فلا أرى الرضا بنقصان العلوم إلا حادثا عن نقص الهموم ثم إني أروم نهاية العمل بالعلم ثم إني أروم نهاية العمل بالعلم فأتوق إلى ورع بشر وزهادة معروف فأتوق إلى ورع بشر وزهادة معروف وهذا مع مطالعة التصانيف وإفادة الخلق ومعاشرتهم بعيد وإفادة الخلق ومعاشرتهم بعيد ثم إني أروم الغنى عن الخلق وأستشرف الأفضال عنهم ثم إني أروم الغنى عن الخلق وأستشرف الأفضال عليهم والاشتغال بالعلم مانع من الكسب وقابول منني مما تأباه الهمة العالية ثم إني أتوق إلى طلب الأولاد كما أتوق إلى تحقيق التصانيف لبقاء الخلفين لبقاء الخلفين نائبين عني بعد التلف الهمش يشير إلى أنه إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية وعلم نافع وولد صالح يدعو له وهذان هم الخلفان الذان أراد انتهى الهمش لبقاء الخلفين نائبين عني بعد التلف وفي طلب ذلك ما فيه من شغل القلب المحب للتفرد ثم إني أروم الاستمتاع بالمستحسنات وفي ذلك امتناع من جهة قلة المال ثم لو حصل فرق جمع الهمة وكذلك أطلب لبدن ما يصلحه من المطاعم والمشارب فإنه متعود للترفه والتلطف وفي قلة المال مانع وكل ذلك جمع بين أرداد فإن أنا وما وصفته من حال من كانت غاية همته الدنيا وأنا لا أحب أن يخدش حصول شيء من الدنيا وجه ديني بسبب ولا أن يؤثر في علمي ولا في عملي فواقلقي من طلب قيام الليل وتحقيق الورع مع إعادة العلم وشغل القلب بالتصانيف وتحصيل ما يلايم البدن من المطاعم ووأسفي على ما يفوتني من المناجات في الخلوة مع ملاقات الناس وتعليمهم ويا كذر الورع مع طلب لا بد منه للعائلة غير أني قد استسلمت لتعذيبي ولعل تهذيبي في تعذيبي لأن عليان الهمة الهامش عليان بمعنى علو مما لا أعرفه من اللغة انتهى الهامش لأن عليان الهمة تطلب المعالي المقربة إلى الحق عز وجل وربما كانت الخيارة في الطلب دليلا إلى المقصود وهاءنا الهامش الفصيح هاءنذا انتهى الهامش وهاءنا أحفظ أنفاسي من أن يضيع منها نفس في غير فائدة وإن بلغ همي مراده وإلا فنية المؤمن أبلغ من عمله وإن بلغ همي مراده وإلا فنية المؤمن أبلغ من عمله مئة وسبعون التلطف بالجسم لما سطرت هذا الفصل المتقدم رأيت أذكار الناس بما لا بد لها في الطريق منه وهو أنه لا بد لها من التلطف رأيت إذكار النفس بما لا بد لها في الطريق منه وهو أنه لا بد لها من التلطف فإن قاطع مرحلتين في مرحلة خليق بأن يقف فينبغي أن يقطع الطريق بألطف ممكن وإذا تعبت الرواحل نهض الحادي يغنيها وأخذ الراحة للجد جد وغوص السابح في طلب الدر سعود ودوام السير يجشر الإبل والمفازة صعبة الهامش في قوله يجشر الإبل أن يريد أنه يتعبها انتهى الهامش ومن أراد أن يرى التلطف بالنفس ومن أراد أن يرى التلطف بالنفس فلينظر في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه كان يتلطف بنفسه ويمازح ويخالط النساء ويقبل ويمص اللسان ويختار المستحسنات ويستعذب له الماء ويختار الماء البارد الهامش كرر هذا المعنى من قبل انتهى الهامش والأوفق ويستعذب له الماء ويختار الماء البارد والأوفق من المطاعم كلحم الظهر والذراع والحلوى وهذا كله رفق بالناقة في طريق السير فأما من جرد عليها السوت فإنه يوشك أن لا يقطع الطريق وقد قال صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق فإن المنبتة لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى وأعلم أنه ينبغي وأعلم أنه ينبغي للعاقل أن يغالط نفسه فيما يكشف العقل عن عواره فإن فكرة المتيقض يسبق قبل مباشرة المرأة إلى أنها اعتناق جسد يحتوي على قدارة وقبل بلع اللقمة أنها متقلبة أنها متقلبة في الريق لو أخرجها اللسان الهامش هنا بياض بالأصل انتهى الهامش ولو فكر في قرب الموت وما يجري عليه بعده لبغض عاجل لذته لبغض أو بغض عاجل لذته فلابد من مغالطة فلابد من مغالطة تجري لينتفع الإنسان بعيشه كما قال لبيد فأكذب النفس إن حدثتها فأكذب النفس إذا حدثتها إن صدق النفس يزري بالأمل وقال البستي الهامش هو أبو الفتح علي بن الحسين كان من أكبر شعراء عصره توفي في بخارة سنة أربعمائة للهجرة انتهى الهامش وقال البستي أفض طبعك المكدود بالهم راحة تجم وعلله بشيء من المزح ولكن إذا أعطيته ذاك فليكن بمقدار ما يعطى الطعام من الملح وقال أبو علي ابن الشبل الهامش هو الحسين ابن عبد الله فيلسوف شاعر توفي في بغداد سنة أربعمائة واربع وسبعين للهجرة وله القصيدة النادرة المشهورة جدا بربك أيها الفلك المدار أقصد ذا المسيرة أم الطرار بربك أيها الفلك المدار أقصد ذا المسيرة أقصد ذا المسير أم الطرار انتهى الهامش وقال أبو علي بن الشبل وإذا هممت فناجي نفسك بالمنا وعدا فخيرات الجنان حدات واجعل رجاءك دون يأسك جنة حتى تزول بهمك الأوقات واستر عن الجلساء بثك إنما جلساءك الحساد والشمات ودع التوقع للحوادث إنه للحي من قبل الممات ممات ودع التوقع للحوادث إنه للحي من قبل الممات ممات فالهم ليس له ثبات مثلما في أهله مال السرور ثبات لولا مغالطة النفوس عقولها لم يصف للمتيقضين لم يصف للمتيقضين حياته وقال أيضا بحفظ الجسم تبقى النفس فيه بقاء النار تحفظ بالوعاء فباليأس الممض فلا تمتها ولا تمدد لها طول الرجاء وعدها في شدائدها رخاء وذكرها الشدائد في الرخاء يعد صلاحها هذا وهذا وبالتركيب منفعة الدواء وقد كان عموم السلف يخضبون الشيبة لألا يرى الإنسان منهم ما يكره وإن كان الخطاب لا يعدم النفس علمها بذلك ولكنه نوع من مخادعة للنفس وما زالت ترى الظاهر وإنما الفكر والعقل مع الغائب ولا بد من مغالطة تجري ليتم العيش الهامش قال المتنبي تصف الحياة لجاهل أو غافل عما مضى منها وما يتوقع ولمن يخادع في الحقائق نفسه ويسومها طلب المحال فتقنع انتهى الهامش ليتم العيش ولو عمل العامل بمقتبى قصر الأمل ما كتب العلم ولا صنف فافهم هذا الفصل مع الذي تقدمه فإن الأول في مقام العزيمة وهذا في مكان الرخصة ولا بد للتعب من راحة وإعانة والله عز وجل على قدر صدق الطلب وقوة اللج وخلع الحول والقوة وهو الموفق 171 درس للشباب والشيوخ قوام الآدمي بشيئين الحرارة والرطوبة ومن شأن الحرارة الهامش هو ما يسمى اليوم الكالوري انتهى الهامش ومن شأن الحرارة ان تحلل الرطوبة وتفنيها فالآدمي محتاج إلى تحصيل خلف المتحلل فأبدان النشئ تغتذي بأكثر مما يتحلل منها والأبدان المتناهية تغتذي بمقدار ما يتحلل منها والأبدان التي قد أخذت في الهرم يتحلل منها أكثر مما تغتذي به فينبغي للناشئ البالغ أن يتحفظ في النكاح لأنه يربي قاعدة قوة يجد أثرها في الكبر أما المتوسط والواقف السن فينبغي أن يحذر فضول الجماع فإن حصل له مثل ما يخرج منه فأسرف فاللازم أخذ آخذ من الحاصل فاللازم أخذ فاللازم أخذ من الحاصل ويوشك أن يسرع النفاد وأما الشيخ فترك النكاح كاللازم له خصوصا إذا زاد علو سن لأنه ينفق من الجوهر الذي لا يحصل مثله أبدا ثم ينبغي أن ينظر العاقل في ماله فيكتسب أكثر مما ينفق ليكون الفاضل مدخرا لوقت العجز وليحذر السرف فإن العدل هو الأصلح ثم ينظر في الزوجة والمطلوب منها شيئان وجود الولد وتدبير المنزل فإذا كانت مبذرة فعيب لا يحتمل فإذا انضمت صفة العقر فلا وجه للإمساك إلا أن تكون مستحسنة الصورة فإن ضم إليها عقل وعفاف حسن الإمساك وإن كانت مما يحتاج أن تحفظ فتركها لازم وإن كانت مما يحتاج أن تحفظ فتركها لازم فأما الخدم فليجتهد في تحصيل خادم لا تستعبده الشهوة فإن عبد الشهوة له مولى غير سيده ولينظر المالك في طبع المملوك فمنهم من لا يأتي إلا على الإكرام فيكرمه فإنه يربح محبته ومنهم من لا يأتي إلا على الإهانة فليداره وليعرض عن الذنوب فإن لم يكن عاتب بلطف الهامش أي فإن لم يكن إعراض عاتب بلطف انتهى الهامش وليحذر العقوبة ما أمكن وليجعل للممالك زمن راحة والعجب ممن يُعنى بدابته وينسى مدارات جاريته وأجود الممالك الصغار وكذلك الزوجات لأنهم متعودون خلق المشتري وليحفظ نفسه الهيبة من الانحراف مع الزوجة ولا يُطلعها على ماله فإنها سفيهة تطلب كثرة الإنفاق وأما تدبير الأولاد وأما تدبير الأولاد فحفظهم من مخالطة تفسد ومتى كان الصبي ذا أنفة حييا رجي خيره وليحمل على صحبة الأشراف والعلماء الهامش أي الولد انتهى الهامش وليحمل أو وليحمل على صحبة الأشراف والعلماء وليحذر من مصاحبته الجهال وليحذر من مصاحبته الجهال والسفهاء فإن الطبع لص وليحذر الصبي من الكذب غاية التحذير ومن المخالطة للصبيان وليوصه بزيادة البر للوالدين وليحفظ من مخالطة النساء فإذا بلغ فليزوج بصبية فينتفعان هذه الإشارة إلى تدبير أمور الدنيا فأما تدبير العلم فينبغي أن يحمل الصبي من حين فينبغي أن يحمل الصبي من حين يبلغ خمس سنين على التشاغل بالقرآن والفقه وسماع الحديث وليحصل له المحفوظات أكثر من المسموعات لأن زمان الحفظ إلى خمس عشرة سنة فإذا بلغ تشتتت همته فليضرب تارة ويرشى أخرى ليبلغ وقد حصل محفوظات سنية وأول ما ينبغي أن يكلف حفظ القرآن متقنة فإنه يثبت ويختلط باللحم والدم ثم مقدما من النحو يعرف بها اللحم ثم الفقه مذهبا وخلافا الهامش علم الخلاف أي الفقه المقارن كما يقولون اليوم والخلاف بين علماء المذاهب المتعددة والاختلاف بين علماء المذهب الواحد وأجود ما أعرف من كتب الخلاف بداية المجتهد لابن رشد والمقارنة بين المذاهب للشيخ شلتوت شيخ الأزهر اليوم انتهى الهامش وما أمكن بعد هذا من العلوم فحفظ حسن وليحذر من عادات أصحاب الحديث فإنهم يفنون الزمان في سماع الأجزاء التي تتكرر فيها الأحاديث فيذهب العمر وما حصلوا فهم شيء فإذا بلغوا سنا طلبوا جواز فتوى أو قراءة جزء من القرآن فعادوا القهقرة يحفظون بعد كبر السن فلا يحصل مقصودهم فالحفظ في الصبى للمهم من العلم أصل عظيم وقد رأينا كثيرا ممن تشاغل بالمسموعات وكتابة الأجزاء ورأى الحفظ صعبا فمال إلى الأسهل فمضى عمره في ذلك فلما احتاج إلى نفسه قعد يتحفظ على كبر فلم يحصل مقصوده فاليقظة لفهم ما ذكرت فاليقظة لفهم ما ذكرت وانظر في الإخلاص فما ينفع شيء دونه 172 الويل للمفرط المهمل اشتد الغلاء ببغدادة في أول سنة 75 الهامش أي سنة 75 و500 انتهى الهامش وكلما جاء الشعير زاد فتواقع الناس على اشتراء الطعام فاغتبط من يستعد كل سنة يزرع ما يقوته وفرح من بادر في أول النيسان إلى اشتراء الطعام فإنه يضاعف ثمنه وأخرج الفقراء ما في بيوتهم فرموه في سوق الهوان وبانى ذل نفوس كانت عزيزة فقلت يا نفس خذي من هذه الحال إشارة لا يغبطن من له عمل صالح لا يغبطن من له عمل صالح وقت الحاجة إليه ولا يفرحن من له جواب عند إقبال المسألة وكل الويل على المفرط الذي لا ينظر في عقبته فتنبهي فقد نبهت ناسا الدنيا على أمر الآخرة وبادري موسم الزرع ما دامت الروح في البدن فالزمان كله تشرين قبل أن يدخل نيسان الحصاد وما لك زرع وحاجة المفتقرين إلى أموالهم تمنعهم من الإيثار مئة وثلاثة وسبعون محبة غير متبادلة تأملت حالة أزعجتني وهو أن الرجل قد يفعل مع امرأته كل جميل وهي لا تحبه وكذا يفعل مع صديقه والصديق يبغضه وقد يتقرب إلى السلطان بكل ما يقدر عليه والسلطان لا يؤثره فيبقى متحيرا يقول ما حيلتي فخفت أن تكون هذه حالتي مع الخالق سبحانه أتقرب إليه وهو لا يريدني وربما يكون قد كتبني شقيا في الأزل ومن هذا خاف الحسن فقال أخاف أن يكون اطلع على بعض ذنوبي فقال لا غفرت لك فليس إلا القلق والخوف لعل سفينة الرجاء تسلم يوم دخولها الشاطئ من جرف مئة وأربعة وسبعون الأحاديث النبوية وعددها جرى بيني وبين أحد أصحاب الحديث كلام في قول الإمام أحمد صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعمائة ألف حديث فقلت له إنما يعني به الطرق الهامش أي أن الحديث الواحد يكون له خمسة طرق أي خمسة أسانيد فيعدونه بخمسة أحاديث ومن هنا جاءت هذه الأرقام الكبيرة وقد غلط في هذه المسألة أحمد أمين في فجر الإسلام ونبهت أنا عليها في الرسالة من نحو ربع قرن انتهى الهامش فقال لا إلا المتون فقلت هذا بعيد التصور ثم رأيت لأبي عبد الله الحاكم كلاما ينصر ما قال ذلك الشخص وهو أنه قال في كتاب المدخل إلى كتاب الإكليل كيف يجوز أن يقال إن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبلغ عشرة آلاف حديث وقد روي عنه من أصحابه أربعة آلاف رجل وقد روى عنه من أصحابه أربعة آلاف رجل وامرأة صحبوه نيفا وعشرين سنة بمكة ثم بالمدينة حفظوا أقواله وأفعاله ونومه ويقظته وحركاته وغير ذلك سوى ما حفظوا من أحكام الشريعة واحتج بقول أحمد صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعمائة ألف حديث وكسر وأن إسحاق ابن راهوي كان يملي سبعين ألف حديث حفظا وأن أبا العباس ابن عقدة قال أحفظ لأهل البيت ثلاثمائة ألف حديث قال ابن عقدة وظهر لابن كريب بالكوفة ثلاثمائة ألف حديث قلت ولا يحسن أن يشار بهذا إلى المتون وقد عجبت كيف خفي هذا على الحاكم وهو يعلم أن أجمع المسانيد الظاهرة مسند أحمد ابن حنبل وقد طاف الدنيا مرتين حتى حصل وهو أربعون ألف حديث منها عشرة ألاف مكررة قال حنبل بن إسحاق جمعنا أحمد بن حنبل أنا وصالح وعبد الله وقرأ علينا المسند وقال لنا هذا كتاب جمعته من أكثر من سبعمائة ألف وخمسين ألفا فما اختلف المسلمون فيه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعوا إليه فإن وجدتموه وإلا فليس بحجة افترى أو أفترى يخفى على متيقظ أنه أراد بكونه جمعه من سبعمائة ألف أنه أراد الطرق لأن السبعمائة الألف إن كانت من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف أهملها فإن قيل فقد أخرج في مسنده أشياء ضعيفة ثم أعوذ بالله أن يكون سبعمائة ألف ما تحقق منها سوى ثلاثين ألفا وكيف ضاعت هذه الجملة ولما أهملت وقد وصلت كلها إلى زمن أحمد فانتقى منها ورمى الباقي وأصحاب الحديث قد كتبوا كل شيء من الموضوع والكذب وكذلك قال أبو داود جمعت كتاب السنوني من ستمائة ألف حديث ولا يحسن أن يقال إن الصحابة الذين رووها ماتوا ولم يحدث بها التابعين فإن الأمر قد وصل إلى أحمد فأحصى سبعمائة ألف حديث وما كان الأمر ليذهب هكذا عاجلا ومعلوم أنه لو جمع الصحيح والمحالة الموضوع وكل من قول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بلغ خمسين ألفا فأين الباقي ولا يجوز أن يقال تلك الأحاديث كلام التابعين فإن الفقهاء نقلوا مذاهب القوم ودونوها وأخذوا بها ولا وجه لتركها ففهم كل ذي لب أن الإشارة إلى الطرق وأن ما توهمه الحاكم فاسد ولو عرض هذا الاعتراض عليه ولو عرض هذا الاعتراض عليه وقيل له فأين الباقي لم يكن له جواب لكن الفهم عزيز والله المنعم بالتوفيق ومثل هذا تغفل قوم قالوا إن البخارية لم يخرج كل ما صح عنه إن البخارية لم يخرج كل ما صح عنده وأن ما أخرج كل الموذج وإلا فكان يطول وقد ذهب إلى نحو هذا أبو بكر الإسماعيدي وحكى عن البخارية أنه قال ما تركت من الصحيح أكثر وإنما يعني الطرق يدل على ما قلته أن الدار قطني وهو سيد الحفاظ جمع ما يلزم البخاري ومسلما إخراجه الهامش أي ما وجده من الأحاديث على شرطهما راجع رسالة شروط الأئمة الخمسة طبع حسام الدين القدسي وانظر كتاب مجمع الزوائد انتهى الهامش فبلغ ما لم يذكراه أحاديث يسيرة ولو كان كل ما قالوا لا أخرج ولو كان كما قالوا لا أخرج مجلدات ثم قوله ما يلزم البخاري دليل صريح على ما قلته لأنه من أخرج الأنموذج لا يلزمه شيء وكذلك أخرج أبو عبد الله الحاكم كتابا جمع فيه ما يلزم البخاري إخراجه فذكر حديث الطائر فلم يلتفت الحفاظ إلى ما قال فما أقل فهم هؤلاء الذين شغلهم الحديث من التدقيق الذي لا يلزم في صحة الحديث وإنما وقع لقلة الفقه والفهم إن البخاري ومسلما ترك أحاديث أقوام ثقات لأنهم خولفوا في الحديث فنقص الأكثرون من الحديث وزادوا ولو كان ثم فقه لعلموا أن الزيادة من الثقة مقبولة وتركوا أحاديث أقوام لأنهم انفردوا بالرواية عن شخص ومعلوم أن انفراد الثقة لا عيب فيه وتركوا من ذلك الغرائب وكل ذلك سوء فهم ولهذا لم يلتزم الفقهاء ولهذا لم يلتزم الفقهاء هذا وقالوا الزيادة من الثقة مقبولة ولا يقبل القدح حتى يبين سببه الهامش ومن القدح الذي لم يبن سببه ولا وجه لقبوله ولا صحة له قدح بعض المحدثين بسيد فقهاء الإسلام الإمام الأعظم أبي حنيفة أو قدح بعض المحدثين بسيد فقهاء الإسلام الإمام الأعظم أبي حنيفة وأعجبه وأبعده عن الحق اتهامهم اياه بسوء الحفظ وقد كان في حفظه نادرة الدنيا واعجوبة الدهر انتهى الهامش وكل من لم يخالط الفقهاء وجهد مع المحدثين تأذى وساء فهمه فالحمد لله الذي انعم علينا بالحالتين مئة وخمسة وسبعون طبيعة النفوس اعلم ان الله عز وجل وضع في النفوس اشياء لا تحتاج الى دليل فالنفوس تعلمها ضرورة واكثر الخلق لا يحسنون التعبير عنها فانه وضع في النفس ان المصنوع لا بد له من صانع وان المبنى لا بد له من باني وان الاثنين اكثر من الواحد وان الجسم الواحد لا يكون في مكانين في حالة واحدة ومثل هذه الاشياء لا تحتاج الى دليل الهامش وهي البديهيات انتهى الهامش والهم العرب والهم العرب النطق بالصواب من غير لحن الهامش هذه ملكة اشبه بالغريزة وليست من باب البديهيات العقلية انتهى الهامش فهم يفرقون بين المرفوع والمنصوب بامارات في جبلتهم وان عجزوا عن النطق بالعلة قال عثمان بن جني سألت يوما ابى عبد الله بن عساف العقيلي فقلت له كيف تقول ضربت اخوك فقال اقول ضربت اخاك فاردته على الرفع فابى وقال لا اقول اخوك ابدا قال فكيف تقول ضربني اخوك فرفع فقلت اليس زعمت انك لا تقول اخوك ابدا فقال ايش هذا اختلفت جهتها في الكلام وهذا ادل شيء على تأملهم مواقع الكلام واعطائهم اياه في كل موضع حق وانه ليس استرسالا ولا ترخيما قال عثمان واللغة هي اصوات يعبر بها كل قوم عن اغراضهم والنحو انتحاء والنحو انتحاء سمت الكلام انتحاء سمت كلام العرب في تصرفه من اعراب وغيره كالتثنية والجمع والتحقير الهامش اي التصغير انتهى الهامش والتكسير وغير ذلك ليلحق من ليس من اهل اللغة اهلها مئة وستة وسبعون علو الهمة تدبرت احوال الاخيار والاشرار فرأيت سبب صلاح الاخيار النظر وسبب اهمال الاشرار اهمال النظر الهامش كلمة النظر هنا وفي مثل هذا المقام المراد بها النظر العقلي اي الفكر انتهى الهامش وذاك ان العاقل ينظر فيعلم انه لا بد له من صانع وان طاعته لازمة ويتأمل معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم قياده الى الشرع ثم ينظر فيما يقربه اليه ويزلفه لديه فاذا شق عليه فاذا شق عليه عادة العلم تأمل ثمرته فسهل ذلك واذا صعب عليه قيام الليل فكذلك واذا رأى مجتهى تأمل عاقبته فعلم ان اللذة تفنى والعار والاثم يبقى فيسهل عليه الترك واذا اشتهى الانتقام ممن يؤذيه ذكر ثواب الصبر وندم الغضبان ذكر ثواب الصبر وندم الغضبان وندم الغضبان على افعاله في حال الغضب ثم لا يزال يتأمل سرعة مر العمر فيغتنمه بتحصيل افضل الفضائل فينال مناه واما الغافل فانه لا يرى الا الشيء الحاضر فمنهم من لم يتأمل في معنى المصنوع واثبات الصانع فجحدوا وتركوا النظر وجحدوا الرسل وما جاءوا به ونظروا الى العاجل ولم يتفكروا في مبدأه ومنتهى فليس عندهم من عرفان المطعم الا الاكل ولو تأملوا كيف انشئ ولماذا جعل حافظا للابدان لعرفوا حقائق الامور وكذلك كل شهوة تعرض لهم لا ينظرون في عقبتها بل في عاجل لذتها وكم قد جنت عليهم من وقوع حد وقطع يد وفضيحة فتعجيل اللذة يفوت الفضائل ويحصل الرذائل وسببه عدم النظر في العواقب وهذا شغل العقل وذلك وذاك المذموم شغل الهوى نسأل الله عز وجل يقظة ترين العواقب وتكشف لنا الفضائل والمعائب انه قادر على ذلك مئة وسبعة وسبعون المؤلف ذو همة عالية خلقت لي همة عالية تطلب الغايات فعلت السن وما بلغت ما أملت فأخذت أسأل تطويل العمر وتقوية البدن وبلوغ الآمال فأنكرت علي العادات وقالت ما جرت عادة بما تطلب فقلت إنما أطلب من قادر يخرق العادات وقد قيل لرجل لنا حويجة فقال اطلب لها رجيلا وقيل لآخر جئناك في حاجة لا ترزأك فقال هل لا طلبتم لها سفاسف الناس فإذا كان أهل الأنفة من أرباب الدنيا يقولون هذا فلما لا نطمع في فضل كريم قادر وقد سألته هذا السؤال في ربيع للآخر من سنة خمس وسبعين فإن مد لي فإن مد لي أجل الهامش عاش بعد ذلك ثنتين وعشرين سنة انتهى الهامش فإن مد لي أجل وبلغت ما أملته نقلت هذا الفصل إلى ما بعد وبيضته وأخبرت ببلوغ آمالي وإن لم يتفق ذلك فسيدي أعلم بالمصالح فإنه لا يمنع بخلا ولا حول إلا به انتهى الشريط العاشر وننتقل إلى الشريط الحادي عشر الشريط الحادي عشر الوجه الأول من كتاب صيد الخاطر للإمام بن الجوزي مئة وثمانية وسبعون الرياء في العبادة ما أقل من يعمل لله تعالى خالصا لأن أكثر الناس يحبون ظهور عباداتهم وسفيان الثوري كان يقول لا أعتد بما ظهر من عملي وكانوا يسرون أنفسهم واليوم ثياب القوم تشهرهم وقد كان أيوب السختياني الهامش فقيه زاهد محدث جمع الفضائل توفي سنة 31 ومئال الهجرة انتهى الهامش وقد كان أيوب السختياني يطول قميصه حتى يقع على قدمي ويقول كانت الشهرة في التطويل واليوم الشهرة في التقصير فاعلم أن ترك النظر إلى الخلق ومحو الجاه من قلوبهم بالتعمل وإخلاص القصد وستر الحال هو الذي رفع من رفع فقد كان أحمد بن حنبل يمشي حافيا في وقت ويحمل عليه في يدي ويخرج للقاط وبشر يمشي حافيا على الدوام وحده ومعروف يلتقط النوى الهامش وكان الشيخ عبد الحكيم الأفغاني يمتنع عن أموال الأمراء والأغنياء فإذا احتاج تنكر وخرج إلى بساتين الغوطة فاشتغل فاعلا انتهى الهامش واليوم صارت الرياسات من كل جانب وما تتمكن الرياسات حتى يتمكن من القلب الغفلة ورؤية الخلق حتى يتمكن من القلب الغفلة ورؤية الخلق ونسيان الحق فحينئذ تطلب الرياسة على أهل الدنيا فحينئذ تطلب الرياسة على أهل الدنيا ولقد رأيت من الناس عجبا حتى من يتزيى بالعلم إن رآني أمشي وحدي أنكر علي وإن رآني أزور فقيرا عظم ذلك وإن رآني أنبسط بتبسم نقصت من عينه فقلت فعجبا هذه كانت طريق الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم فصارت أحوال الخلق نواميسا لإقامة الجاه لا جرم والله سقطتم من عين الحق فصارت أحوال الخلق نواميسا لإقامة الجاه لا جرم والله سقطتم من عين الحق فأسقطكم من عين الخلق فكم من يتعب في تربية ناموس ولا يلتفت إليه ولا يحظى بمراده ويفوته المراد الأكبر فالتفتوا إخواني إلى إصلاح النيات وترك التزيين للخلق ولتكن عمدتكم الاستقامة مع الحق فبذلك صعد السلف وسعدوا وإياكم وما الناس عليه اليوم فإنه بالإضافة إلى يقضة السلف نوم 179 تأديب الولد والله ما ينفع تأديب الولد إذا لم يسبق إذا لم يسبق اختيار الخالق لذلك الولد الهامش على الوالد أن يتبع الأمر باتخاذ الأسباب وأن يسأل الله التوفيق فيؤدب ولده ما استطاع ويدعو الله أن يجعله من الصالحين انتهى الهامش فإنه سبحانه إذا أراد شخصا رباه من طفولته وهداه إلى الصواب ودله عن الرشاد وحبب إليه ما يصلح وصحبه من يصلح وبغض إليه ضد ذلك وقبح عنده سفساف الأمور وعصمه من القبائح وأخذ بيده كل ما عثر وإذا أبغض شخصا تركه دائم التعثير ومتخبطا في كل حال ولم يخلق أو لم يخلق له همة لطلب المعالي وشغله بالرذائل عن الفضائل وإن قال لما خصست بهذا قال الخطاب الذي لا يجاب بما كسبت أيديكم الهامش هذه أمور لا مجال للعقل فيها والمطلوب فيها الوقوف عند النصوص ونصوص القرآن صريحة بأن العبد يدخل الجنة بعمله ويصل النار بعمله وفي القرآن الآيات الكثيرة بهذا المعنى انتهى الهامش 180 من الأدلة على الله من أكبر الدليل على وجود الخالق سبحانه أن هذه النفس النطقة المميزة المحركة للبدن على مقتضى إرادتها والتي دبرت مصالحها وترقت إلى معرفة الأفلاك واكتسبت ما أمكن تحسيله من العلوم وشاهدت الصانع في المصروع فلم يحجبها ستر وإن تكاثف لا يعرف مع هذا ما هيتها لا يعرف مع هذا ما هيتها ولا كيفيتها ولا جوهرها ولا محلها بأشغالها الهامش بل نحن لا نعرف ما هي الكهرباء والمغناطيس فإذا كان هذا مدى جهلنا بنفوسنا وبما حولنا فكيف نطمع أن نبحث بعقولنا في صفات خالق هذه النفوس وأن نبحث في القضاء والقدر وأن نقول الصفة عين الموصوف أم لا وهل هي قائمة بالذات أم لا وما اليد وما الاستواء انتهى الهامش ولا يفهم من أين جاءت ولا يدري أين تذهب ولا كيف تعلقت بهذا الجسد وهذا كله يوجب عليها أن لها مدبرا وخالقا وكفى بذلك دليلا عليه إذ لو كانت وجدت بها لما خفيت أحوالها فسبحانه سبحانه مئة وواحد وثمانون تعلم الحديث خير من التنفل سبحان من من على الخلق بالعلماء الفقهاء الذين فهموا مقصود الأمر ومراد الشارع فهم حفظة الشريعة فأحسن الله جزاءهم وأن الشيطان لا يتجافاهم خوفا منهم فإنهم يقدرون على أذاه وهو لا يقدر على أذاهم ولقد تلعب بأهل الجهل والقليل الفهم وكان من أعجب تلعبه أن حسن لأقوام ترك العلم ثم لم يقنعوا بهذا حتى قدحوا في المتشاغلين به وهذا لو فهموا قدح في الشريعة فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بلغ عني وقد قال له ربه عز وجل بلغ فإذا لم يتشاغل بالعلم فكيف يبلغ الشريعة إلى الخلق وقد نقل مثل هذا عن كبار الزهاد كبشر الحافي فإنه قال لعباس بن عبد العظيم لا تجالس أصحاب الحديث وقال ليسحاق ابن الضيف إنك صاحب حديث فأحب أن لا تعود إلي ثم اعتذر فقال إنما الحديث فتنة إلا لمن أراد الله به وإذا لم يعمل به فتركه أفضل وهذا عجب منه من أين له أن طلابه لا يريدون الله به وأنهم لا يعملون به أوليس العمل به على ضربين عمل يجب وذلك لا يسع أحدا تركه والثاني نافلة ولا يلزم والتشاغل بالحديث أفضل من التنفل بالصوم والصلاة وما أظنه أراد إلا طريقة في دوام الجوع والتهجد وذلك شيء لا يلام تاركه فإن كان يريد أن لا يوغل في علوم الحديث فهذا خطأ لأن جميع أقسامه محمودة أفترى لو ترك الناس طلب الحديث كان بشر يفتي فالله الله في الالتفات إلى قول من ليس بفقيه ولا يهولنك تعظيم اسمه فالله يعف عنه 182 من عصى الله بطاعة غيره صلطه عليه العاقل من يحفظ جانب الله عز وجل وإن غضب الخلق وكل من يحفظ جانب المخلوقين ويضيع حق الخالقين ويضيع حق الخالق يقلب الله قلب الذي قصد أن يرضيه يقلب الله قلب الذي قصد أن يرضيه فيسخطه عليه قال المأمون لبعض أصحابه لا تعصي الله بطاعتي فيسلطني عليك ولما بالغ طاهر بن الحسين فيما فعل بالأمين وفتك به وصلب رأسه وإن كان ذلك عن إرادة المأمون ولكن بقي أثر ذلك في قلبه فكان المأمون لا يقدر أن يراه ولقد دخل عليه يوما فبكى المأمون فقال له طاهر لما تبكي لا أبكى الله عينك فلقد دانت لك البلاد فقال أبكي لأمر ذكره ذل وسره حزن وليخل أحد من شجن فلما خرج طاهر أنفذ إلى حسين الخادم فلما خرج طاهر أنفذ إلى حسين الخادم مئتي ألف درهم وسأله أن يسأل المأمون لما بكى فلما تغد المأمون قال يا حسين اسقني قال والله لا أسقيك حتى تقول لي لما بكيت حين دخل عليك طاهر قال يا حسين وكيف عنيت بهذا حتى سألت عنه قال لغمي بذلك قال يا حسين أمر إن خرج من رأسك قتلتك قال يا سيدي ومتى أخرجت لك سرا قال إني ذكرت أخي محمدا وما ناله من الذلة فخنقتني العبرة فاسترحت إلى إفاضتها ولن يفوت طاهرا مني ما يكره فأخبر حسين طاهرا بذلك فركب طاهر إلى أحمد ابن أبي خالد فقال له إن المعروف عندي ليس بضائع فغيبني عن عينه قال سأفعل فدخل على المأمون فقال ما بدت البارحة قال ولما قال لأنك وليت غسان ابن عباد خرسان وهو ومن معه أكلة رأس الهامش أي أنهم لا يثبتون لعدوهم إلا هذا الزمن اليسير انتهى الهامش قال لأنك وليت غسان ابن عباد خرسان وهو ومن معه أكلة رأس فأخاف أن يخرج خارج من الترك فيصطلمه قال فمن ترى قال طاهر ابن الحسين فعقد له فمضى فبقي مدة ثم قطع الدعاء للمأمون على المنبر يوم الجمعة فقال له صاحب البريد الهامش كان من تشكيلات الدولة مع كل وال صاحب بريد يكتب بخبره إلى الخليفة انتهى الهامش فقال له صاحب البريد ما دعوت لأمير المؤمنين قال سهو فلا تكتب ففعل ذلك في الجمعة الثانية والثالثة فقال له لابد أن أكتب لألا يكتب التجار ويسبقوني قال أكتب فكتب فدع المأمون أحمد بن أبي خالد وقال له إن لم يذهب علي احتيالك في أمر طاهر وأنا أعطي وقال أنه لم يذهب علي احتيالك في أمر طاهر وأنا أعطي الله عهدا إن لم تشخص حتى توافيني به كما أخرجته من قبضتي لتذمن عقباك فشخص وجعل يتلوم في الطريق ويعتل بالبرض فوصل إلى الري وقد بلغته وفاة طاهر الهامش يتلوم أي يتأخر ويتقاعس وفي قوله فوصل إلى الري هو موضع هو وضع طهران اليوم والنسبة إليها رازي انتهى الهامش قلت ولما خرج الراشد من بغداد وأرادوا تولية المقتفي شهد جماعة من الشهود بأن الراشد لا يصلح للخلافة فنزعوه وولي المقتفي فبلغني أنه ذكر للمقتفي بعض الشهود فذمه فبلغني أنه ذكر للمقتفي بعض الشهود فذمه وقال كان في من أعانى على أبي جعفر وعلى ضد هذا كل من يراعي جانب الحق والصواب يرضى عنه من سخط عليه يرضى عنه من سخط عليه ولقد حدثني الوزير ابنه بير الهامش هو العالم المحدث العادل كان من نوادر الزمان توفي سنة ستين وخمسمائة للهجرة انتهى الهامش ولقد حدثني الوزير ابن خبيرة أن المستنجد بالله كتب إليه كتابا وهو يومئذ ولي عهد وأراد أن يستره من أبيه قال فقلت للواصل بالله والله ما يمكنني أقرأه ولا أجيب عنه فلما ولي الخلافة دخل عليه فقلت أكبر دليل على صدقي وإخلاصي أني ما حابيتك في أبيك فقال صدقت أنت الوزير وحدثني بعض الأصدقاء أن قوما الحقوا إلى المخزن أو الحقوا إلى المخزن بعض دين لهم ليستخلص قال فقال المسترشد لصاحب المخزن خلصه لهم وخذ ما ضمنوا لنا فأحضر ابن الرطبي الهامش هو أحمد ابن سلامة الفقيه الشافعي توفي ببغداد سنة سبع وعشرين وخمسمائل الهجرة انتهى الهامش فأحضر ابن الرطبي وعرض الأمر عليه فقال هذا أمر بظلم وما أحكم فيه فقال إن السلطان قد تقدم الهامش أي أمر انتهى الهامش فقال إن السلطان قد تقدم قال ما أفعل فأحضر قاضيا آخر فبت الحكم فأخبر الخليفة بالحال فقام أو فقال أما ابن الرطبي فيشكر على ما قال وأما الآخر فيعزل وذلك لأنه بان له أن الحق ما قاله ابن الرطبي وكذلك ما طلبه السلطان من أن يلقب ملك الملوك فاستفت الفقهاء فأجازوه فاستفت الفقهاء فأجازو ذلك وامتنع من إجازته الماوردي فعظم قدره عند السلطان الهامش الماوردي هو علي بن محمد قاضي القضاة له الكتاب العظيم الأحكام السلطانية وغيره توفي سنة خمسين وأربعمائة للهجرة انتهى الهامش ومثل هذا إذا تتبع كثير فينبغي أن يحسن القصد لطاعة الخالق وإن سخط المخلوق فإنه يعود صاغرا ولا يسخط الخالق ولا يسخط الخالق فإنه يسخط المخلوق فيفوت فإنه يسخط المخلوق فيفوت الحظان جميعا مئة وثلاثة وثمانون لا تعاشر من ليس له أصل ولا شرف ينبغي للعاقل أن ينظر إلى الأصول في من يخالطه ويعاشره ويشاركه ويصادقه ويزوجه أو يتزوج إليه ثم ينظر بعد ذلك في الصور فإن صلاحها دليل على صلاح الباطن أما الأصول فإن الشيء يرجع إلى أصله وبعيد مما لا أصل له أن يكون فيه معنى مستحسن وأن المرأة الحسنى إذا كانت من بيت ردي فقل أن تكون صيينة وكذلك أيضا المخالط والصديق والمباضع والمعاشر فإياك أن تخالط إلا من له أصل يخاف عليه الدنس فالغالب السلامة وإن وقع ذلك كان نادرا وقد قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لرجل أشر علي في من استعمل أشر علي في من استعمل فقال أما أرباب الدين فلا يريدونك وأما أرباب الدنيا فلا تردهم ولكن عليك بالأشراف فإنهم يصونون شرفهم عما لا يصلح الهامش في قوله الأشراف أي الأشراف بأخلاقهم لا بأنسابهم انتهى الهامش وقد روى أبو بكر الصولي قال حدثني الحسين ابن يحيا عن إسحاق الهامش هو إسحاق ابن إبراهيم المصعبي مدير الشرطة ببغداد أيام المأمون والمعتصم والواثق والمتوكل انتهى الهامش قال حدثني الحسين ابن يحيا عن إسحاق قال دعاني المعتصم يوما فأدخلني معه الحمام ثم خرج فخلا به وقال يا أبا إسحاق في نفسي شيء أريد أن أسألك عن إن أخي المأمون اصطنع قوما فأنجبوا واصطفيت أنا مثلهم فلم ينجبوا قلت ومنهم قال اصطنع طاهرا وابنه وآل سهل فقد رأيت كيف هم واصطنعت أنا الأفشين فقد رأيت إلى ما آل أمره وأشناس فلم أجده شيئا وكذلك إيتاخ ووصيف الهامش هؤلاء كلهم من غلمان الأتراك الذين جاء بهم المعتصم فجعلهم قواد الدولة ورؤساءها فكانت جناية على تاريخنا انتهى الهامش قال يا أمير المؤمنين ها هنا جواب على أمان من الغضب فقال قال لك ذاك قلت نظر أخوك إلى الأصول فاستعملها فأنجبت فروعها نظر أخوك إلى الأصول انتهى الهامش فقال يا أبا إسحاق فقال يا أبا إسحاق مقاسات ما مر بي طول هذه المدة أهون علي من هذا الجواب أما الصور فإنه متى صحت البنية ولم يكن فيها عيب فالغالب صحة الباطن وحسن الخلق ومتى كان فيها عيب فالعيب في الباطل أيضا فاحذر من به عاهة كالأقرع والأعمى كالأقرع والأعمى وغير ذلك فإن بواطنهم في الغالب ردية الهامش الله أعلم بصحة هذا الحكم انتهى الهامش ثم مع معرفة أصول المخالط وكمال صورته لا بد من التجربة قبل المخالطة واستعمال الحذر واستعمال الحذر لازم وإن كان كما ينبغي مائة وأربعة وثمانون الذكاء والتلطف في طلب الأغراض ينبغي أن يكون شغل العاقل في العواقب والتحرز مما يمكن أن يكون ينبغي أن يكون شغل العاقل في العواقب والتحرز مما يمكن أن يكون ومن الغلط النظر في الحالة الحاضرة كالموافق لمعاشه ولصحة بدنه وربما يجري له مصحوبه فينبغي أن يعمل على انقطاع ذلك فيكون مستعدا لتغير الأحوال وكذلك النظر في لذة تفنى وتبقى تبعتها وعارها وإيثار الكسل والدعة لما يجيء من بقاء الجهل وكذلك تحصيل المرادات التي لا تحصل إلا بالتلطف في الاحتيال خصوصا إذا أريد من ذكي فإنه يفطل بأقل تلويح فمن أراد غلبة الذكي دقق النظر وتلطف في الاحتيال وقد ذكر في كتب الحيل ما يشحذ الخواطر وأتينا بجملة منه في كتاب الأذكياء مثل ما روية أن رجلا من الأشراف كان لا يقوم لأحد ولا يخشى أحدا فجاز عليه بعض الوزراء فلم يرد ولم يقم فقال ذلك الوزير لرجل أخبر فلانا أني قد كلمت أمير المؤمنين في حقه وقد أمر له بمئة ألف فليحضر ليقبضها فأخبره ذلك الرجل فقال الشريف إن كان أمر لي بشيء فلينفذه لي وإنما مقصوده أن يضع مني بالتردد عليه فمتى وقع الإنسان مع ذكي فينبغي أن يتحرز منه ويسرق أغراضه بصنوف الاحتيال وينظر فيما يجوز وقعه فليحترز منه كما ينظر صاحب الرقعة النقلات وكثير من الأذكياء لم يقدروا على أغراضهم من ذكي فأعطوه وبالغوا في إكرامه ليصيدوه فإن كان قليل الفطنة وقع في الشرك وإن كان أقوى منهم ذكاء وكان علم أن تحت هذه الجنية خبية فزاده ذلك احترازا الهامش وإن كان أقوى منهم ذكاء علم أن تحت هذه الجنية خبية فزاده ذلك احترازا الهامش الجنية من جنية الثمرة وهي فعيلة بمعنى مفعولة والخبية الخبيئة انتهى الهامش وأقوى ما ينبغي أن يكون الاحتراز من موتور فإنك إذا آذيت شخصا فقد غرست في قلبه عدوة فلا تأمن تفريع تلك الشجرة ولا تلتفت إلى ما يظهر من ود ولا تلتفت إلى ما يظهر من ود وإن حلف فإن قاربته فكن منه على حذر مائة وخمسة وثمانون استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان رأيت أكثر الناس لا يتمالكون من إفشاء سرهم فإذا ظهر عاتب من أخبر به الهامش إذا ضاق صدر المرء عن حفظ سره فصدر الذي يستودع السر أضيق انتهى الهامش فوعجبا كيف ضاقوا بحبسه ذرعا ثم لاموا من أفشاه وفي الحديث استعينوا على قضاء أموركم بالكتمان الهامش قال الشيخ ناصر ضعيف انتهى الهامش والعمري إن النفس يصعب عليها كتم الشيء وترى بإفشائه راحة خصوصا إذا كان مرضا أو هما أو عشقا وهذه الأشياء في إفشائها قرينة الهامش كذا ومقتضى المعنى أن في إفشائها راحة انتهى الهامش إن من لازم كتمانه احتيال المحتال فيما يريد أن يحصل به غرضا فيما يريد أن يحصل به غرضا فإن سوء التدبير إفشاء ذلك قبل تمامه فإنه إذا ظهر بطل ما يراد أن يفعل بطل ما يراد أن يفعل ولا عذر لمن أفشى هذا النوع وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا ورى بغيره فإن قال قائل إنما أحدث قيل له وكل حديث جاوز الاثنين شائع وربما لم يكتم صديقك كما قد سمعنا من يحدثه الملوك بالقبض على صاحب الهامش تطلق كلمة الصاحب على العامل والوزير ومنه الصاحب ابن عباد وكتاب الصحابة لابن المقفع وهي اليوم في الهند كلمة تعظيم والسيد وهي اليوم في الهند كلمة تعظيم كالسيد وربما اختصروها بلسانهم فقالوا صب انتهى الهامش كما قد سمعنا من يحدثه الملوك بالقبض على صاحب فنم الحديث الى الصاحب وهرب ففات السلطان ففات السلطان مراده وإنما الرجل الحازم الذي لا يتعداه سره ولا يفشيه الى احد ومن العجز افشاء السر الى الولد والزوجة والمال من جملة السر فاطلعهم عليه ان كان كثيرا فربما تمنوا هلاك الموروث فان كان كثيرا فربما تمنوا هلاك الموروث وان كان قليلا تبرموا بوجوده وربما طلبوا من الكثير على مقدار كثرته فأتلفته النفقات وستر المصائب من جملة كتمان السر لان اظهارها يسر الشامت ويؤلم المحب وكذلك ينبغي ان يكتم مقدار السن لانه ان كان كبيرا استهرموه وان كان صغيرا احتقروه الهامش ومن اقوالهم اكتم ذهبك وذهابك ومذهبك انتهى الهامش ومما قد انهال فيه كثير من المفرطين انهم يذكرون بين اصدقائهم اميرا او سلطانا فيقولون فيه فيه فيبلغ ذلك اليه فيكون سبب الهلاك وربما رأى الرجل من صديقه اخلاصا وافيا فاشاع سره وقد قيل احذر عدوك مرة واحذر صديقك الف مرة فلربما انقلب الصديق فكان ادرى بالمضر ورب مفش سره الى زوجة او صديق فيصير بذلك رهينا عنده ولا يتجاسر ان يطلق الزوجة ولا ان يهجر الصديق مخافة ان يظهر سره القبيح فالحازم من عامل الناس بالظاهر فلا يضيق صدره بسره فان فارقتهم رأة او صديق او خادم لم يقدر احد منهم ان يقول فيه ما يكره ومن اعظم الاسرار الخلوات فليحذر الحازم فيها من الانبساط بمرأة من مخلوق ومن خلق له عقل ثاقب دله على الصواب قبل الوصايا 186 طريقة الحفظ ما رأيت اصعب على النفس من الحفظ للعلم والتكرار وخصوصا تكرار ما ليس لها في نفس تكراره وحفظه حظ مثل مسائل الفقه بخلاف الشعر والسجع فان لها لذة في اعادتها وان كان يصعب لانها تلتذ به مرة ومرتين فاذا زاد التكرار صعب عليها ولكن دون صعوبة الفقه وغيره من المستحسنات عند الطبع فتراها تخلد الى الحديث والشعر والتصانيف والنسخ لانه يمر بها كل لحظة ما لم تره فهو في المعنى كالماء الجاري لانه جزء بعد جزء وكذلك من ينسخ ما يحب ان يسمعه ايصنف فانه يلتذ بالجدة ويستريح من تعب الاعادة الا انه ينبغي للعاقل ان يكون جل زمانه للاعادة خصوصا الصبية والشاب فانه يستقر المحفوظ عندهما استقرارا لا يزول ويجعل اوقات التعب من الاعادة للنسخ ويحذر من تفلتها الى النسخ عن الاعادة فيقارها فانه يحمد ذلك حمد السرى وقت الصباح وسيندم من لم يحفظ ندم الكسعي وقت الحاجة الى النظر والفتوى الهامش هو رجل الكسعي هو رجل من العرب يضرب به المثل في الندم وخبره مع قوسه في مجمع الامثال للميداني وهو اجمع كتاب لامثال العرب وان كانت اكثر قصصه موضوعة لا اصلنها انتهى الهامش وسيندم من لم يحفظ ندم الكسعي وقت الحاجة الى النظر والفتوى وفي الحفظ نقطة ينبغي ان تلحظ وهو ان الفقيه يحفظ الدرس ويعيده ثم يتركه فينساه فيحتاج الى زمان اخر لحفظه فينبغي ان يحكم فينبغي ان يحكم الحفظ ويكثر التكرار ليثبت قاعدة الحفظ 187 العزلة للعالم والعابد ما اعرف نفعا كالعزلة عن الخلق خصوصا للعالم والزاهد فانك لا تكاد ترى الا شامتا فانك لا تكاد ترى الا شامتا بنكمة او حسودا على نعمة ومن يأخذ عليك غلطاتك فيا للعزلة ما الى الذها سلمت من كدر غيبة وافات تصنع واحوال المداجاة وتضييع الوقت الهامش قد اكثر المؤلف الكلام في العزلة والحق فيها ما قاله هو في كتابه منهاج القاصدين الذي اختصر فيه الاحياء للغزالي الذي اختصر فيه الاحياء للغزالي انتهى الهامش ثم خلى فيها القلب بالفكر لانه مستلذ عنه بالمخالطة فدبر امر دنياه واخرته فمثله كمثل الحمية يخلو فيها المعى بالاخلاط فيذيبها ومرأيت مثل ما يصنع المخالط لانه يرى حالته الحاضرة من لقاء الناس وكلامهم فيشتغل بها عما بين يدي فمثله كمثل رجل يريد سفرا قد ازف فمثله كمثل رجل يريد سفرا قد ازف فجالس اقواما فشغلوه بالحديث حتى ضرب البوق الهامش اي للرحيل انتهى الهامش وما تزود فلو لم يكن في العزلة الا التفكير في زاد الرحيل والسلامة من شر المخالطة كفى ثم لا عزلة على الحقيقة الا للعالم والزاهد فانهما يعلمان مقصود العزلة فانهما يعلمان مقصود العزلة وان كان لا في عزلة واما العالم فعلمه مؤنسه وكتبه محدثه والنظر في سير السلف مقومه والتفكير والتفكر في حوادث الزمان السابق فرجته فان ترقى بعلمه الى مقام المعرفة الكاملة للخالق سبحانه وتشبث بأذيال محبته تضاعفت لذاته واشتغل بها عن الاكوان وما فيها فخالى بحبيبه وعمل معه بمقتضى علمه وكذلك الزاهد تعبده انيسه ومعبوده جليسه فان كشف لبصره عن المعمول معه فان كشف لبصره عن المعمول معه غاب عن الخلق وغاب عنه انما اعتزل ما يؤذي فهما في الوحدة بين جماعة فهذان رجلان قد سلم من شر الخلق وسلم الخلق من شرورهما بل هما قدوة للمتعبدين وعلم للسالكين ينتفع بكلامهما السابع وتجري موعظتهما المدامع وتنتشر هيبتهما في المجامع فمن اراد ان يتشبه باحدهما فليصابر الخلوة وان كرهها ليثمر له الصبر والعسل ليثمر له الصبر العسل واعوذ بالله من عالم مخالط للعالم خصوصا لارباب المال والسلاطين يجتلب ويجتلب ويختلب فما يحصل له شيء من الدنيا يجتلب ويجتلب ويختلب فما يحصل له شيء من الدنيا الا وقد ذهب من دينه امثاله ثم اين الانفة من الذل للفساق فالذي لا يبالي بذلك هو الذي لا يذوق طعم العلم ولا يدري ما المراد به وكأنه به وقد وقع في بادية جرز وقفر مهلك الهامش في قوله في بادية جرز اي مغفرة انتهى الهامش في بادية جرز وقفر مهلك في تلك البرار وكذلك المتزهد اذا خالط وخلط فانه يخرج الى الرياء والتصنع والنفاق فيفوته الحظان لا الدنيا ونعيمها تحصل له ولا الاخرة فنسأل الله عز وجل خلوة حلوة وعزلة عن الشر لذة الهامش اي لذيذة انتهى الهامش فنسأل الله عز وجل خلوة حلوة وعزلة عن الشر لذة يستصلحنا فيها لمناجاته ويلهم كلا منا طلب ناجاته انه قريب مجيب انتهى الوجه الاول وننتقل الى الوجه الثاني الى الوجه الثاني مئة وثمانية وثمانون التزود للاخرة ما ابلها من لا يعلم متى يأتيه الموت ولا يستعد للقائه واشد الناس بلها وتغفيلا من قد عبر الستين وقارب السبعين فانما بينهما هو معترك المنايع ومن نازل المعترك استعد وهو غافل عن الاستعداد قال الشباب لعلنا في شيبنا ندع الذنوب فما يقول الاشيب قال الشباب لعلنا في شيبنا ندع الذنوب فما يقول الاشيب والله ان الضحك من الشيخ ما له معنى وان المزاح منه بارد المعنى وان تعالى وان تعرضه بالدنيا وقد دفعته عنها يضعف القوى ويضعف الرأي وهل بقي لابن ستين منزل فان طمع في السبعين فانما يرتقي اليها بعناء شديد ان قام دفع الارض وان مشى لهث وان قعد تنفس ويرى شهوات الدنيا ولا يقدر على تناولها فان اكل كد المعدة وصعب الهضم وان وطئ اذا المرأة ووقع دنفا لا يقدر على رد ما ذهب من القوة الى مدة طويلة فهو يعيش عيش الاسير فان طمع فش ثمانين فهو يزحف اليها زحف الصغير وعشر الثمانين من خاضها فان للممات فيها فنون فالعاقل من فهم مقادير الزمان فانه فيما قيل قبل البلوغ صبي ليس على عمره عيار الا ان ينزق فطنة ففي بعض الصبيان فطنة تحثهم من الصغر على اكتساب المكارم والعلوم فاذا بلغ فليعلم انه زمان المجاهدة للهوى وتعلم العلم فاذا رزق الاولاد فهو زمان الكسب للمعاملة فاذا بلغ الاربعين انتهى تمامه وقضى مناسك الاجل ولم يبق الا الانحدار الى الوطن كان الفتى يرقى من العمر كأن الفتى يرقى من العمر سلما الى ان يجوز الاربعين وينحط الاربعين الى ان يجوز الاربعين وينحط فينبغي له عند تمام الاربعين ان يجعل جل همته التزود للاخرة ويكون كل تلمحه لما بين يديه وان ياخذ في الاستعداد للرحيل وان كان الخطاب بهذا لابن عشرين الا ان رجاء التدارك في حق الصغير لا في حق الكبير فاذا بلغ الستين فقد اعذر الله اليه في الاجل وجاز من الزمن فليقبل بكليته الى جمع زاده وتهيئ الالات السفر وتهيئ الالات السفر وليعتقد كل يوم يحيى فيه لغنيمة ما هي في الحساب خصوصا اذا قوي عليه الضعف وزاد فانه لا محرك كهو الهامش هكذا بالاصل انتهى الهامش وكلما علت سنه فينبغي ان يزيد اجتهاده فاذا دخل في عشر الثمانين فليس الا الوداع وما بقي بمكة الهامش الهامش نقص في الكلام والتقدير وما بقي بمكة الا منقطع انتهى الهامش العمر تجارة الانفس اسف على تفريط او تعبد على ضعف نسأل الله عز وجل يقظة تامة تصرف عنا رقاد الغفلات وعملا صالحا نأمن معه من الندم يوم الانتقال والله الموفق مائة وتسعة وثمانون انهي عن علم الكلام ما نهي السلف عن الخوض في الكلام الا لامر عظيم وهو ان الانسان يريد ان ينظر ما لا يقوى عليه بصره فربما تحير فخرج الى الحجب لان اذا نظرنا في ذات الخالق حار العقل وبهت الحس لانه الهامش الضمير يرجع الى الانسان انتهى الهامش لانه لا يعرف شيئا لا بداية له لا يعلم الا الجسم والجوهر والعرض لانه لا يعلم الا الجسم والجوهر والعرض فاثبات ما يخرج عن ذاك لا يفهمه فاثبات ما يخرج عن ذاك لا يفهمه واذا نظرنا في افعاله رأيناه يحكم البناء ثم يلقضه ولا نطلع على تلك الحكمة فالاولى للعاقل ان يكف كف التطلع الى ما لا يطيق النظر اليه ومتى قام العقل فنظر في دليل وجود الخالق بمصنوعاته واجاز بعثة نبي واستدل بمعجزاته كفاه ذلك ان يتعرض لما قد اغنى عنه واذا قال القرآن كلام الله تعالى بدليل قوله واذا قال القرآن كلام الله تعالى بدليل قوله حتى يسمع كلام الله كفاه واما من تحذ لقف قال التلاوة هي المتلو او غير المتلو والقراءة هي المقرو او غير المقرو فيضيع الزمان في غير تحصيل والمقصود العمل بما فهم وقد حكي ان ملكا كتب الى عماله في البلدان اني قادم عليكم فاعملوا كذا وكذا ففعلوا الا واحدا منهم فانه قعد يتفكر في الكتاب فيقول اترى كتبه بمداد او بحبر اترى كتبه او كتبه قائما او قاعدا فما زال يتفكر حتى قدم الملك ولم يعمل مما امره به شيئا فاحسن جوائز الكل وقتل هذا مئة وتسعون لذة العلم اعظم اللذات لقد غفل طلاب الدنيا عن اللذة فيها واللذة فيها شرف العلم وزهرة العفة وانفة الحمية وعز القناعة وحلاوة الافضال على الخلق وحلاوة الافضال على الخلق فاما الالتذاذ بالمطعم والمنكح فشغل جاهل بالنذة لان ذاك لا يراد لنفسه بل اقامة العوض في البدن والولد واي لذة في النكاح وهي قبل المباشرة لا تحصل وفي حال المباشرة قلق لا يثبت وعند انقضائها كأن لم تكن ثم يسمر الضعف في البدن واي لذة في جمع المال فضلا عن الحاجة الهامش الفضل الزيادة اي المال الزائد عن الحاجة انتهى الهامش واي لذة في جمع المال فضلا عن الحاجة فانه مستعبد للخازن يبيت حذرا عليه ويدعوه قليله الى كثيره واي لذة في المطعم وعند الجوع يستوي خشنه وحسنه فان ازداد الاكل خاطر بنفسه قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه بنيت الفتنة على ثلاث النساء وهن فخ ابليس المنصوب والشراب وهو سيفه المرهف والدينار والدرهم وهما سهماه المسمومان فمن مال ان النساء لم يصف له عيش ومن احب الشراب لم يمتع بعقله ومن احب الدينار والدرهم كان عبدا لهما معاش مئة وواحد وتسعون الرد على المجسمة والفلاسفة اصل كل محنة في العقائد قياس امر الخالق على احوال الخلق فان الفلاسفة لما رأوا ايجاد شيء لا من شيء كالمستحيل في العادات قالوا بقدم العالم ولما عظم عندهم في العادة الاحاطة بكل شيء قالوا انه يعلم الجمل للتفاصيل ولما رأوا تلف الابدان بالبلاء انكروا اعادتها وقالوا الاعادة رجوع الارواح الى معادنها وكل من قاس صفة الخالق على صفات المخلوقين خرج الى الكفر فان المجسمة دخلوا في ذلك لانهم حملوا اوصافه على ما يعقلون وكذلك تدبيره عز وجل فان من حمله على ما يعقل في العادات رأى ذبح الحيوان لا يستحسن والامراض تستقبح وقسمة الغنى للابلة والفقر للجلد العاقل امرا ينافي الحكمة وهذا في الاوضاع بين الخلق فاما الخالق سبحانه فان العقل لا ينتهي الى حكمته بلى قد ثبتت قد ثبت عنده وجوده وملكه وحكمته فتعرضه بالتفاصيل على ما تجري به عادات الخلق جهل الا ترى الى اول المعترضين وهو ابليس كيف ناظر فقال انا خير منه وقال خليفته الهامش فتن الناس بلزومياته وفيها الكفر الصريح الذي لا يزول وفيه الكفر الصريح الذي لا يؤول انتهى الهامش وهو ابو العلاء المعري رأى منك ما لا يشتهي فتزندق ونسأل الله عز وجل توفيقا للتسليم وتسليما للحكيم ربنا لا تزق قلوبنا بعد اذ هديتنا اترى نقدر على تعليل افعاله فضلا عن مطالعة ذاته وكيف نقيس امره على احوالنا فاذا رأينا نبينا صلى الله عليه وسلم يسأل في امه وعمه فلا يقبل منه ويتقلب جائعا والدنيا ملك يده ويقتل اصحابه والنصر بيد خالقه اوليس هذا مما يحير فما لنا والاعتراض على مالك قد ثبتت حكمته واستقر ملكه فما لنا والاعتراض على مالك قد ثبتت حكمته واستقر ملكه مئة واثنان وتسعون معالي الامور تحتاج الى تعب تأملت عجبا وهو ان كل شيء نفيس خطير يطول طريقه تأملت عجبا وهو ان كل شيء نفيس خطير يطول طريقه ويكثر التعب في تحصينه فان العلم لما كان اشرف الاشياء لم يحصل الا بالتعب والسهر والتكرار وهجر اللذات والراحة حتى قال بعض الفقهاء بقيت سنين اشتهي الهريسة لا اقدر لان وقت بيعها وقت سماع الدرس ونحو هذا تحصيل المال فانه يحتاج الى المخاطرات والاسفار والتعب الكثير وكذلك نيل الشرف بالكرم والجود فانه يفتقر الى جهاد النفس في بذل المحبول فانه يفتقر الى جهاد النفس في بذل المحبوب وربما الى الفقر وكذلك الشجاعة فانها لا تحصل الا بالمخاطرة بالنفس قال الشاعر الهامش المتنبي وفي شعره ضلالات وان لم يبلغ فيها مبلغ شيخ المعرة ولا الشاعر الكافر ابن هان انتهى الهامش لو لا المشقة ساد الناس كلهم لو لا المشقة ساد الناس كلهم الجود يفقر والاقدام قتال ومن هذا الفن تحصيل الثواب في الاخرة فانه يزيد على قدر قوة الاجتهاد والتعبد او على قدر وقع المبذول من المال في النفس او على قدر الصبر على فقد المحبوب ومنع النفس من الجزع وكذلك الزهد يحتاج الى صبر عن الهوى والعفاف لا يكون الى الا بكف كف الشر والعفاف والعفاف لا يكون الا بكف كف الشر ولولا معانا يوسف عليه السلام ما قيل له ايها الصديق ولله اقوام ما رضوا من الفضائل الا بتحصيل جميعها فهم يبالغون في كل علم ويجتهدون في كل عمل ويثابرون على كل فضيلة فاذا ضعفت ابدانهم عن بعض ذلك قامت النيات نائبة وهم لها سابقون واكمل احوالهم اعراضهم عن اعمالهم فهم يحتقرونها مع التمام ويعتذرون من التقصير ومنهم من يزيد على هذا فيتشاغل بالشكر على التوفيق لذلك ومنهم من لا يرى ما عمل اصلا لانه يرى نفسه وعمله لسيده الهامش اي لا يرى عمله ابدا انتهى الهامش وبالعكس من المذكور من ارباب الاجتهاد حال اهل الكسر والشره والشهوات فلئن التذوا بعاجل الراحة لقد اوجبت ما يزيد على كل تعب من الاسف والحسرة ومن تلمح صبر يوسف عليه السلام وعجلة ماعز بان له الفرق وفهم الربح من الخسران ولقد تأملت نيل الدر من البحر فرأيته بعد معاناة الشدائد ومن تفكر فيما ذكرته مثلا بانت له امثال فالموفق من تلمح قصر الموسم المعمول فيه وامتداد زمان الجزاء الذي لا اخر له انتهب حتى اللحظة وزاحم كل فضيلة فانها اذا فاتت فلا وجه لاستدراكها اوليس في الحديث يقال للرجل اقرأ ورق فان فمنزلك عند اخر اية تقرأها فلو ان الفكرة عمل في هذا حق العمل حفظ القرآن عاجلة مئة وثلاثة وتسعون كمال الايمان ليس المؤمن بالذي يؤدي فرائض العبادات صورة ويتجنب المحظورات فحسب انما المؤمن هو الكامل الايمان ولا يختلج في قلبه اعتراض ولا يساكن فيما يجري وسوسة وكلما اشتد البلاء عليه زاد ايمانه وقوي تسليمه وقد يدعو فلا يرى للاجابة اثرا وسره لا يتغير لانه يعلم انه مملوك وله مالك يتصرف بمقتضى ارادته فان اختلج في قلبه اعتراض خرج من مقام العبودية الى مقام المناظرة كما جرى لابليس والايمان الانبياء والمؤمنين وما وقع رد عنهم فان هجس بالفكر ان القدرة تعجز عن الرد عنهم كان كفرا وان علم ان القدرة متمكنة من الرد وما ردت ويجوع المؤمنين ويشبع الكفار ويجوع المؤمنين ويشبع الكفار ويعافي العصات ويمرض المتقين لم يبقى الا التسليم للمالك وان امض وارمض وان امض وارمض وقد ذهب يوسف ابن يعقوب عليهما السلام فبكى يعقوب ثمانين سنة ولم ييأس فقال عسى الله ان يأتيني بهم جميعا وقد دعى موسى عليه السلام على فرعون فاجيب بعد اربعين سنة وكان يذبح الانبياء ولا ترده القدرة القديمة العظيمة وصلب السحرة وقطع ايديهم وكان وكم من بلية نزلت بمعظم القدر فما زاده ذلك الا تسليما ورضا فهناك يبين معنى قوله ورضوا عنه وها هنا يظهر قدر قوة الايمان لا في ركعات قال الحسن البصري استوى الناس في العافية فاذا نزل البلاء تباينوا مئة واربعة وتسعون الرد على علماء الكلام اضر ما على العوام المتكلمون فانهم يخبطون عقائدهم بما يسمعونه منهم فمن اقبح الاشياء من اقبح الاشياء ان يحضر العامي الذي لا يعرف اركان الصلاة ولا الربا في البيع مجلس الوعظ فلا ينهاه عن التوان في الصلاة ولا يعلمه الخلاص من الربا بل يقول له القرآن بل يقول له القرآن قائم بالذات والذي عندنا مقلوق فيهول القرآن عند ذلك العامي فيحلف به على الكذب ويحى المتكلم لو كان له فهم لعلم ان الله سبحانه وتعالى نصب اعلاما تأنس بها النفوس وتطمئن اليها كالكعبة وسماها بيته والعرش وذكر استواءه عليه وذكر من صفاته اليد والسمع والبصر والعين وينزل الى السماء الدنيا ويضحك وكل هذا لتأنس النفوس بالعادات وقد جل عما تضمنته هذه الصفات من الجوارح وكذلك عظم امر القرآن ونهى المحدث ونهى المحدث ان يمس المصحف فآل الامر بقوم من المتكلمين الى ان اجازوا الاستنجاء به فهؤلاء فهؤلاء على معاندة الشريعة لانهم يهينون ما عظم الشرع وهو الايغال في الكلام مما يقرب الى معرفة الحقائق التي لا يمكن خلافها حيهات لو كان كذلك ما وقع بين المتكلمين خلاف اوليس الشرب الاول وما تكلموا في شيء من هذا وان كانوا تعرضوا ببعض الاصول ثم جاء فقهاء الامصار فنهوا عن الخوض في الكلام لعلمهم ما يجلب وما يجتنب لعلمهم ما يجلب وما يجتنب ومن لم يقنع بعقيدة مثل الصحابة ولا بطريق مثل طريق احمد والشافعي في ترك الخوض فلا كان من كان الهامش اي كائنا من كان انتهى الهامش ثم بالله تأمل اليس قد وجب علينا هجر الربا بقوله تعالى لا تأكل الربا وهجر الزنا بقوله ولا تقرب الزنا فاي فائدة لنا في ذكر قراءة ومقرؤة وتلاوة ومتلو وقديم ومحدث الهامش وان العلو حقيقي او مجازي واليد هي القدرة او هي على ظاهرها انتهى الهامش فان قيل فلا بد من اعتقاد قلنا طريق السلف اوضح محج لان لا نقوله تقليدا بل بالدليل ولكن لم نستفده عن جوهر وعرض وجزء لا يتجزى بل بادلة النقل مع مساعدة العقل من غير بحث عما لا يحتاج اليه وليس هذا مكان الشرح 195 لا ينبغي الحزن للموت ما زلت على عادة الخلق في الحزن على من يموت من الاهل والاولاد ولا اتخيل الا بلي الابدان في القبور فاحزن لذلك فمرت بيء حاديث كانت تمر بي ولا اتفكر فيها منها قول النبي صلى الله عليه وسلم انما نفس المؤمن طائر تعلق في شجرة الجنة حتى يرده الله عز وجل الى جسده يوم يبعثه فرأيت ان الرحيل الى الراحة وان هذا البدن ليس بشيء لانه مركب تفكك وفسد وسيبنى جديدا يوم البعث فلا ينبغي ان يتفكر في بلاه ولتسكن النفس الى ان الارواح انتقلت الى راحة فلا يبقى كبير حزن وان اللقاء للاحباب عن قرب وانما يبقى الاسف لتعلق الخلق بالصور فلا يرى الانسان الا جسدا مستحسنا قد نقض فيحزن لنقضه والجسد ليس هو الادمي انما هو مركبه فالارواح لا ينالها البلاء والابدان ليست بشيء واعتبر بهذا واعتبر واعتبر هذا بما اذا قلعت ضرسك فرميته في حفرة فهل عندك خبر مما يلقى في مدة حياتك فحكم الابدان حكم ذلك الضرس لا تدري النفس ما يلقى ولا ينبغي ان تغتم بتمزيق جسد المحموب وبلاه واذكر تناعم الارواح وقرب التجديد وعجل اللقاء والفكر في تحقيق هذا يهن الحزن ويسهل الامر مئة وستة وتسعون احفظ لسانك ومذهبك ينبغي للعاقل ان لا يتكلم في الخلوة عن احد بشيء حتى يمثل ذلك الشيء ظاهرا معلنا به ثم ينظر فيما يجني فرب رجل وثق بصديق فتكلم عن سلطان بامر فبلغه فاهلك او عن صديق فبلغه فوقعت الواقعة وكذلك ينبغي كتم المذاهب فانه ما يربح مظهرها الا المعاداة ولما صرح الشريف ابو جعفر في زمان المقتدي بمخالفة الاشاعرة اخذ وحبس حتى مات وكان المقصود قطع الفتن واصلاح الرعية فانه اهم الى السلطان من التعصب لمذهب مائة وسبعة وتسعون حكمة الاقدار رأيت كثيرا من المتغفلين يظهر عليهم السخط بالاقدار او السخط بالاقدار وفيهم من قل ايمانه فاخذ يعترض وفيهم من خرج الى الكفر ورأى انما يجري كالعبث وقال ما فائدة الاعدام بعد الايجاد والابتلاء ممن هو غني عن اذانا فقلت لبعض من كان يرمز فقلت لبعض من كان يرمز الى هذا ان حضر عقلك وقلبك ما حدثتك وان كنت تتكلم بمجرد واقعك من غير نظر وانصاف فالحديث معك ضائع ويحك احضر عقلك واسمع ما اقول اليس قد ثبت ان الحق سبحانه مالك وللمالك ان يتصرف كيف يشاء اليس قد ثبت انه حكيم والحكيم لا يعبث وانا اعلم ان في نفسك من هذه الكلمة شيئا فانه قد سمعنا عن جالينوس انه قال ما ادري احكيم هو ام لا والسبب في قوله هذا انه رأى نقضا بعد احكام فقاس الحال على احوال الخلق وهو ان من بنى ثم نقضى لا لمعنى فليس بحكيم وهو ان من بنى ثم نقضى لا لمعنى فليس بحكيم وجوابه لو كان حاضرا ان يقال بماذا بان لك ان النقضى ليس بحكمة اليس بعقلك الذي وهبه الصانع لك وكيف يهب لك الذهن الكامل ويفوته هو الكمال الهامش هذا جواب عظيم رحمة الله على المؤلف انتهى الهامش وهذه المحنة التي جرت لابليس فانه اخذ يعيب الحكمة بعقله فلو تفكر علم ان واهب العقل اعلى من العقل وان حكمته اوفى من كل حكيم لانه بحكمته التام انشأ العقول فهذا اذا تأمله المنصف زال عنه الشك وقد اشار سبحانه الى نحو هذا في قوله تعالى اله البنات ولكم البنون اي جعل لنفسه الناقصات واعطاكم الكاملين فلم يبق الا ان نضيف العجز عن فهم فلم يبق الا ان نضيف العجز عن فهم ما يجري الى انفسنا ونقول هذا فعل عالم حكيم ولكن ما يبين لنا معناه وليس هذا بعجب فان موسى عليه السلام خفي عليه وجه الحكمة في نقض السفينة الصحيحة وقتل الغلام الجميل فلما بيّن له الخضر وجه الحكمة اذعا فلنكن مع الخالق كموسى مع الخضر اولسنا نرى المائدة المستحسنة بما عليها من فنون الطعام النظيف الظريف يقطع وينضغ ونسنا ونسنا نملك تلك الافعال ولا ننكر الافساد له لعلمنا بالمصلحة الباطنة فيه فما المانع ان يكون فعل الحق سبحانه باطن ولا نعلمه فما المانع ان يكون فعل الحق سبحانه باطنا ولا نعلمه ومن اجهل الجهال العبد المملوك اذا طلب ان يطلع على سر مولاه فان فرضه التسليم لا الاعتراض ولو لم يكن في الابتلاء بما تنكره الطباع الا ان يقصد اذا عان العقل وتسليمه لكفى ولقد تأملت حالة عجيبة يجوز ان يكون المقصود بالموت هي ان الخالق سبحانه في غيب لا يدركه الاحساس فلو انه لم يوقض هذه البنية لتخيل للانسان انه صنع لا بصانع لتخيل للانسان انه صنع لا بصانع او انه صنع لا بصانع فاذا وقع الموت عرفت النفس نفسها التي كانت لا تعرفها لكونها في الجسد وتدرك عجائب الامور بعد رحيلها فاذا ردت الى البدن عرفت ضرورة انها مخلوقة لمن اعادها وتذكرت وتذكرت حالها في الدنيا فان الافكار تعاد كما تعاد الابدان فيقول قائلهم ان كنا قبل في اهلنا مشفقين ومتى رأت ما قد وعدت به من امور الاخرة ايقنت يقينا لا شك معه ولا يحصل هذا باعادة ميت سواها وانما يحصل برؤية هذا الامر فيها فيبنى فيبني بنية تقبل البقاء فيبنى بنية تقبل البقاء وتسكن جنة لا ينقض دوامها فيصلح بذلك اليقين ان تجاور الحق لانها امنت بما وعد وصبرت بما ابتلى وسلمت لاقداره فلم تعترض ورأت في غيرها العبر ثم في نفسها فهذه هي التي يقال لها ارجع الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي فام الشاك والكافر فيحق لهما الدخول الى النار واللبث فيها لانهما رأي الادلة ولم يستفيد ونازع الحكيم واعترض عليه فلما لم تنتفع بالدليل في الدنيا لم تنتفع بالموت والاعادة ودليل بقاء الخبث في القلوب قوله تعالى ولو ولو ردوا لعادوا لما نه عنه فنسأل الله عز وجل عقلا مسلما يقف على حده ولا يعترض على خالقه وموجده ثم الويل للمعترض ايرد اعتراضه ايرد اعتراضه الاقدار فما يستفيد الا الخزي نعوذ بالله ممن خذل مئة وثمانية وتسعون الصبر على المرض والموت لا ينبغي للمؤمن ان ينزعج من مرض او نزول موت وان كان الطبع لا يملك الا انه ينبغي له التصبر مهما امكن اما لطلب الاجر بما يعاني او لبيان اثر رضا بالقضاء وما هي الا لحظات ثم تنقضي وليتفكر المعافى من المرض في الساعات التي كان يقلق فيها اين هي في زمان العافية ذهب البناء وحصل الثواب كما تذهب حلاوة اللذات المحرمة ويبقى الوزر ويمضي زمان التسخط بالاقدار ويبقى العتاب وهل الموت الا الام تزيد فتعجز النفس عن حملها فتذهب فليتصور المريض وجود الراحة بعد رحيل النفس وقد هان ما يلقى كما يتصور العافية بعد شرب الشربة المرة كما يتصور العافية بعد شرب الشربة المرة ولا ينبغي ان يقع جزع بذكر البلا فان ذلك شأن المركب الهامش يعني اليسد انتهى الهامش اما الراكب ففي الجنة او في النار وانما ينبغي ان يقع في الاهتمام الكلي بما يزيد في درجات الفضائل قبل نزول المعوق عنها فالسعيد من وفق لاغتنام العافية ثم يختار تحصيل الافضل فالافضل في زمان الاغتنام وليعلم ان زيادة المنازل في الجنة على قدر التزيد من الفضائل ها هنا والعمر قصير والفضائل كثيرة فليبالغ في البدار فيطول راحة التعب ويا فرحة المغموم ويا سرور المحزون ومتى تخايل دوام اللذة في الجنة من غير منغص ولا قاطع هان عليه كل بلاء وشدة مئة وتسعة وتسعون ينبغي التنطف بالبدن بنوع غفلة عن الموت حضرنا يوما جنازة شاب مات احسن ما كانت الدنيا له فرأيت من ذنب الناس للدنيا وعيب من سكن اليها والتقبيح للغافلين عن الاستعداد لهذا المصرع امرا كبيرا من الحاضرين فقلت نعم ما قلتم فقلت نعم ما قلتم ولكن اسمعوا مني ما لم تسمعوا اعجب الاشياء ان العاقل اذا علم قرب هذا المصرع منه اوجب عليه عقله البدار بالعمل والقلق من الخوف اوجب عليه عقله البدار بالعمل والقلق من الخوف وقد اشتد ذلك باقوام فهاموا في البرار وطووا الايام بالمجاعة وداموا على سهر الليل ولازموا المقابر فهلكوا سريعا والعمري انما خافوه يستحق اكثر من هذا الفعل ولكن نرى العقل الذي اوجب هذا القلق قد امر بما يوجب السكون فقال انما خلق هذا البدن ليحمل النفس كما تحمل الناقة الراكب ولابد من التلطف بالناقة ليحصل المقصود من السير ولا يحصل في العقل دوام السهر وطول القلق لانه يؤثر في البدن فيفوت اكثر المقصود كيف وقد خلق بدن الادم خلق لطيف فاذا هجر الدسم نشف الدماغ واذا دام على السهر قوي اليبس واذا لازم الحزن مرض القلب فلابد من التلطف بالبدن بتناول ما يصلحه وبالقلب بما يدفع الحزن المؤذي له وإلا فمتى دام المؤذي عجل التلف ثم يأتي الشرع بما قد قاله العقل فيقول إن لنفسك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا فصم وفطر وقم ونم وقم ونم ويقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت ويحث على النكاح ودوام القلق واليبس يترك الزوجة كالأرملة والولد كاليتيم ولا وجه للتشاغل بالعلم مع هذا القلق ومن أراد مصداق ما قلته فليتأمل حالة الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه كان يعدل ما عنده من الخوف فيمازح ويسابق عائشة ويكثر من التزوج وكان يتلطف ببدنه فيختار الماء البائت الهامش لأنه يصف بترس بما قد يكون فيه من العكر انتهى الهامش فيختار الماء البائت ويحب الحلوى واللحم ولولا مساكنة نوع غفلة لما صنف العلماء ولا حفظ العلم ولا كتب الحديث لأن من يقول ربما ميت اليوم كيف يكتب وكيف يسمع ويصنف فلا يهولنكم ما ترون من غفلة الناس عن ذكر الموت حق ذكره فإنها نعمة من الله سبحانه بها تقوم الدنيا ويصلح الدين وإنما تذم قوة الغفلة الموجبة للتفريط والإهمال للمحاسبة للنفس وتضيع الزمان في غير التزود وربما قويت فحملت أو فحملت على المعاصي فأما إذا كانت بقدر كانت كالملح في الطعام لابد منه فإن كثر صار الطعام زعافة فالغفلة تندح إذا كانت بقدر كما بينا ومتى زادت وقع الذنب فافهم ما قلته ولا تقل فلان شديد اليقظة ما ينام الليل وفلان غافل ينام أكثر الليل فإن غفلة توجب مصلحة البدن والقلب لا تذم والسلام انتهى الشريط الحادي عشر وننتقل إلى الشريط الثاني عشر اشتركوا في القناة